بسم الله العالم غني عن التعريف بالطبع والإسهاماته الأكاديمية والعلمية والإدارية وهو رئيس جامعة الشارقة يشرفنا اليوم بكونه يرعى هذا الفاعلية الأولى للجمعية الوليدة للقباب العربية الفلكية وبإنصال عن نفسه قبل أن نبدأ وبإنصال عن مجلس إدارة جمعية القباب الفلكية نقدم له التهنئة الحارة بحصولها الجنسية لدولة الابناء العربية الشقيقة كونه يستحقها وينال بذلك لقب الفارس الأول في هذه المكرومة السخية من دولة الامارات العربية الشقيقة ونبدأ به وباسمه بأولى فعالياتنا دكتور حميد مجول النعيمي الميكروفون حضرتك على بركة الله نبدأ شكرا شكرا بكتور عمر فكري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمسلمين وسيد الخطوة معي زملاتي وزملاء الأعزاء الفلكيين المديرين منهم والمشرفين والمشاعلين للقباب الفلكية في الوطن العربي بالوطن العربي الكبير أعضاء وأصدقاء جمعية القباب الفلكية العربية المحترمين الضيوف في الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن جميع أعضاء المجلس الأعلى على الدور الكبير والهام الذي تبدنونه يوميا لتحليم الأبناء والبنات من الطلبة وحتى من الراغمين في هذه الميادين العلمية والمعرفية من الكبار لتعلمونهم جميعا تحت سقف قبابكم الفلكية وبين أجهزة أرضها المتقدمة والمختلفة أيتها السيدات والسادة الزملاء العزاء إن جميع أعضاء الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك ومنذ تأسيسه عام 1998 يناظلون من أجل توحيد صفوف الفلكيين العرب أكاديميين كانوا أنفنيين أو حتى حتى مشرفي قباب فلكية وكذلك الهوات والمهتمون منهم ووصل هذا النضال بحمد الله تعالى وفضله إلى أن تشكل تشكل الاتحاد اليوم من مكونات علمية نفتخر بها جميعا لأنها تمثل كل الأكاديميين وكل المشتغلين في الفلك وتطويره والمخلصين في نشره علميا وتعليميا ولا سيما على مستوى الهواية وعلى مختلف الصالب والتقنية أيها الحفل المبارك إن القبة الفلكية كما تعلمون وكما يعلم الجميع هي من أسماء وأهم وأرقى أدوات نشر الثقافة الفلكية أو نشر علوم الفلك بين الطلبة وبمختلف مستوياتهم من التعليمية وكذلك العامة من الناس وأفضل ما يمكن أن تمتلك بلادنا العربية الحبيبة في مدنها ومناطقها من أدوات هذا العلم المتميز الذي كان لأزاجنا الباع الطويل من باع الطويل في تكوينه وتقدمه ونشره على المستويات العالمية مدينة القباب تكللت جهودنا في الناحية المعمارية وطراز المناء الإسلام الرفيع في تأسيس واحدة من أكبر القباب الفلكية في المنطقة والأعلى والأكثر تقدماً من الجانب التقني بقطر يزيد عن 18 متر طبعاً القطر الداخلي 18 متر القطر الخارج 22 متر وبسعة 206 مقعد وبتزهيزات تعتبر الأعلى من حيث مقاييس القباب الفلكية العالمية والواقعة في قلب أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك التابعة لجامعة الشارقة والتي تتلاحم فيها الجوانب الأكاديمية والتعليمية والترفيهية والسياحية معاً وتحت قبة واحدة عندما أرى صورة أليكسندر الذي كانت شغال على الستاربول الياباني ولذلك شغال ترى ممتاز وكل ذلك ما كان له أن يكون لولا الأفراق الألمية والمعرفية الواسعة والقائمة على الأسس الحضارية والمعاصر التي تشكل مناهج صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي أو المدلسة الأعلى حاكم الشارقة ورئيس جامعة الشارقة حفظ الله تعالى ورعاه في العمل على كل ما من شأنه أن يسهم في تقدم إمارة الشارقة على المسئلات الحضارية والعصرية في أطلاق العالمية أيتها الزميلات والزملاء العزاء بالرابع من شهر أكتوبر من العام الماضي وكرئيس الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك كان لي الشرف بأن أعلن عن تأسيس أول جمعية عربية متخصصة تهتم بالقبابة الفلكية العربية وهي جمعية بذل في تأسيسها نخبة من شبابنا الخبراء أعضاء الاتحاد المخصصين والمهتمين بتطوير هذا الجانب الهام في بلادنا العربية طبعا شكرا لكم جميعا حقيقة ومن القلب لا سيما وأن جمعية القباب الفلكي العربي هي واحدة من الهيئات والمؤسسات والجمعيات التي بمجموعها تؤلف وتشكل اتحادنا الفلكي واتحاد كل الفلكيين العرب اليوم وبعد مضى مضي نحو ستة أشهر على تأسيس هذه الجمعية أشعر بفخر وسعادة غامرة وأنا أرى جمعية القباب الفلكية متمثلة بكم جميعا مجلس إدارة وأعضاء قد قمتم بجهودكم الكبرى والهامة وبتعاونكم الدأوب فيما بينكم هذا الملتقى العلمي الفني ملتقى القباب الفلكية العربية الأول كأول نشاط عربي متخصص في هذا المجال الهام والحساس أيها الحفظ المبارك أيها الزملاء الفلكيون المتخصصون في القباب الفلكية العربية والمهتمين بشؤونها وإلى جميع الأعزاء الحاضرين في هذا المنطقة أرجو من الله تعالى أن يمكنكم من قضاء الوقت العلمي والمعرفي الذي تنتهون فيه إلى آخر ما توصل إليه في تقنيات القباب الفلكية فضلا عن طبعا التعارف بينكم وبين نشاطاتكم الفلكية كمشرفين ومشتعيين القباب الفلكية وحتى المؤسسات التي تقدم الخدمات الفنية والهندسية في هذا المجال وبينما أنتم تعدون لمزيد من الأنشطة مستقبلا إن شاء الله فإنه يسعدني بأن أخبركم بأننا سنعمل على دعوتكم جميعا في أقرب فرصة ممكنة بإذن الله تعالى لحضور أول مؤتمر عالمي متخصص في مجال القباب الفلكية من هنا من تحت قبة الشارقة لنتباحث معكم جميعا في هذا الموضوع الهام وسبل تطويرهم طبعا أمانة جامعة الشارقة وأكاديمية الشارقة لعلم الفضاء والفلك أبوابها كلها مفتوحة لكم من خبرة خبرائنا ومستلزماتها وأجهزتها فنرحب بكم أجمل ترحيب في أي موضوع تحتاجونه لنشر الثقافة الفلكية من خلال هذه الموضوعات التي تناقشونها اليوم وإلى أن يأذن الله تعالى بذلك أسأله عز وجل أن يزيل عنها وعن العالم أجمعين هذه الغمى المتمثلة بهذا المرض الوبائي العالمي الخطر اللي هو الكوبرد نايتين الكورونا اللئيم إنه هو الرحيم اللطيف بإعباده وهو على كل شيء قدير وبالنتيجة إذن أنا أشكركم شكرا جزيلا من القلب على هذا اللقاء الجميل وأتمنى لكم كل الموفقية والنجاح وإن شاء الله أسمع منكم الأخوار الطيبة دائما وأبدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سعد البروفيسير حميد ميجول النعيمي ونؤمن مع حضرتك على الدعاء بأن الله سبحانه وتعالى يقي أماتنا العربية ويقي العالم كل وكوكب الأرض من هذا الفيروس العين الذي جعلنا نتقابل من خلف الشاشات الموبايل واللابتوب وإلى آخره والآن وبعد كلمة سعد البروفيسير حميد ننتقل إلى الكلمة الثانية اللي بصراحة أنا مش عارف أقدمه زي آخي الجميل الحبيب الأستاذ مروان الشويكي وهو يعني نار على العالم في مجال القباب السماوية وبالنتيريا المتخصص وأبارك له طبعا وزي ما بيقولوا في كرة السلة فيه واحد يسموه البلاي ميكر اللي هو بيحرك الفريق كله فالبلاي ميكر بتاع الجمعية القباب العربية الفلكية هو الأستاذ مروان الشويكي نسير ونسير وراءه باعتبار عضو مجلس الدارة ولكنه سيرحفنا الآن بكلمته الافتتاحية تعريفا بالجمعية وتعريفا بمجال النشاط القادم إن شاء الله الميكروفون مع الأستاذ مروان الشويكي الذي تحدثنا واختار عنوانا لكلماته القباب الفلكية العربية واقع وطموح اتفضل أستاذ مروان شكرا شكرا أولا بروفيسور حميدا نعيمي وشكرا ذكا زميلي مدير القبة السماوية في الأسكندرية الدكتور عمر فكري سعادة لبروفيسور حميد مجول نعيمي رئيس الاتحاد العربي في علوم الفضاء والفلك ورئيس جامعة الشارقة الأكرم زميلاتي وزملائي الفلكيين عموما والمختصين في القباب الفلكية إدارة وإشرافا وتشغينا وتطويرا الأعزاء الحضور المهتمين بشؤون القباب الفلكية العربية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي وأخواني الفلكيين العزاء مديرين ومشرفين ومشغلين للقباب الفلكية في الوطن العربي الكبير أعضاء وأصدقاء الجمعية القباب الفلكية العربية المحترمين باسمي وباسم أعضاء مجلس إدارة جمعية القباب الفلكية العربية أشكركم على تشريفنا تشريفكم لنا في هذا الملتقى الفريد الأول من نوعي في المنطقة العربية إن كانت علاقتكم بالقباب الفلكية إشرافا وإدارة أو تشغيلا وتقديما للعروض الفلكية أو تطويرا للبرامج والإنتاج أو تطويرا لتصاميمها وتقنياتها أو تقديما لخدمات صيانتها فها هي جمعية القباب الفلكية تفتح لكم هذه المنصة الجديدة كجمعية للحوار والتطوير وتبادل المعرفة والبرامج والخبرات فيما بيننا حضراتي الزملاء الأكارم إن أردت أن أعرف القبة الفلكية أو السماوية أنا لست من الخطباء أنا محاضر علمي في القباب الفلكية والعروض تسمحوا لي أن أستخدم نفس العبارات التي أستخدمها عادة وليس الطريقة الخطابية إن أردت أن أعرف القبة الفلكية أو السماوية كما هي مسمى في منطق مختلفة في الوطن العربي في جملة فسأعجز لذلك دعوني أن أستعين بمشاعر أحدكم اليوم أنتم إذا استحضرت تلك اللحظة أو استحضرت تلك اللحظة عندما كنت أو كنت طفلا أو طفلة وقد دخلت مع عشرات الأطفال داخل تلك القاعة لأول مرة استذكرت تلك اللحظات وأطفئت الأنوار وظهرت النجوم براقة فوقك وفوقك هل استحضرت تلك المشاعر؟ تلك هي وبعيداً عن التقنيات والتجهيزات وبكل ما تحمل تلك اللحظة من دهشة وخيال يمكن أن أصف بها القبة الفلكية منذ أن تم إشهار الجمعية في 4 أكتوبر 21 نهاية العام الماضي بتفضل من سعادة البروفيسور حميد مجمول النعيم كبير فلكي العرب أستاذنا جميعاً والجمعية أي الجمعية قباب الفلكية العربية تجتمع دورياً لوضع الخطط المستقبلية لتحقيق أهدافها الطموحة ونحن اليوم نقطف باكورة إنتاج تلك الجهود بوجودكم وتقديمكم لقبابكم الفلكية المختلفة لنتعلم منكم وهنا اسمحوا لي أن أتقدم بالشكل الجزيل لأعضاء المجلس التأسيسي للجمعية الذين بذلوا الجهد الكبير لجعل الجمعية حقيقة مشرقة اليوم منذ شهرين فقد وافقت الجمعية العالمية للقباب الفلكية بضم جمعيتنا بضم جمعيتنا الحبيبة لقائمة اتحادها وذلك بجهود أعضاء مجلس إدارتها وما زمنا نعمل لإظهار المنطقة العربية كمنطقة تنوي تطوير قبابها الفلكية بأعلى التقنيات وزيادة أعدادها لتصل إلى كل مدينة ولتتجول القباب الفلكية المتنقلة منها إلى كل قرية الأمر الذي لن يتحقق إلا بتعاونكم وهذا هو لماذا أنتم اليوم هنا قررتم التعاون فشكرا إن كانت قبتكم عملاقة متطورة أو صغيرة عادية أو متنقلة بسيطة فأنتم تقومون بذلك الدور الذي يحقق الدهشة في عقول الطلاب وينمي الخيال وحب السماء والكون والفلك وفي ذلك يكمل العلم كله ودعوني أسوق هنا ما أقوله لزملائي هنا في القبة الفلكية في الشارقة ما أقول لهم قبل أن يقوموا بأي عرضا داخل القبة الفلكية حيث أقول تذكروا أن هناك من بين المئة من الحضور هناك ثلاثة أشخاص ستؤثرون فيهم إلى الأبد هذا ما أنصح كل من يعرض في القبة الفلكية أن يتذكروا دائما هناك ثلاثة أشخاص ربما مئة ولكن هناك ثلاثة أشخاص كلماتكم وطريقتكم وعرضكم الصحيح سوف يؤثر فيهم إلى الأبد نريد هذا التأثير يكون إيجابي وفي الختام وحتى لا أطلع عليكم فاسمحوا لي أن أتقدم لسعادة البروفيسور حميد النعيمي بالشكر الجزيل لرعايته ليس فقط لهذا الملتقى بل للجمعية التي تعتبر من أهم المؤسسات الشريكة التي تشكل إتحادنا الإتحاد العربي لعلوب الفضاء والفلك كما أشكركم جميعا وأشكر مؤسساتكم التي دعمت وجودكم بيننا اليوم حاملين بلقاءات قادمة وجها لوجه بإذن الله كما أوضح وبشرنا بروفيسور حميد في كلمته أنه سيكون لقاء إن شاء الله هنا ندعوكم بإذن الله جميعا هذه الوجهة الطيبة لنتباحث في الفلك كما أشار إذن بلقاءات القادمة وجها لوجه بعد أن تزول الغمة التي ألمت بالكوكب كله سائلين الله العافية لجميع البشر وأتمنى لكم أمسية مفيدة اليوم بتبادل خبرات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذه الكلمة الطيبة والرقيقة والإسهاب في محل لسعادة البروفيسور حميد ميغول على مقرومته بدعوة الجمعية إن شاء الله في لقاء وجها لوجه والآن ننتقل إلى فعاليات الجلسة الأولى بكلماتها التي تكون في مضمون القباب الفلكية وسنبدأ الكلمة الأولى ومدتها عشر دقائق يعني رجاءا للجميع الحاضرين الأسئلة ستكون في نهاية الأربع كلمات التي ستلي بعضها البعض وليتبدأ بكلمة المهنبس أليمساندر عدلي وكل من يعمل في القباب الفلكية أكيد تعرض لهذا الإسم والهذا الشخص المحترم دمث الخلق الأستاذ أو المهنبس أليمساندر عدلي هو عضو هو مدير العلاقات الدولية في شركة بيجا ستار باليابان وعضو مؤسس في الجمعية الفلكية السورية وكذلك هو عضو مؤسس وعضو مجلس إدارة الجمعية الفلكية القباب العربية وهو يشغل حاليا نائب رئيس مجلس إدارة بالإضافة لأنه أسهم في تركيب وتشغيل أكثر من أربعين قبة فلكية في العالم اختار عنوان لكلماته اليوم بإسم أو عنوان تقنيات العرض في القبة الفلكية آخي أليكساندر معك الكلمة نتفضل ونستمع لحضرتك شكرا جزيلا أخي عمر أنا حأعمل شير سكرين لكي نفوت بالموضوع رأسا وكون فيه شوية صور شكرا جزيلا من الجميع لهذا التقديم الجميل وهذه الفرصة لألقاء هذه الكلمة أنا اخترت موضوع تقني شوي مشان يعني استفيد من الفرصة وأحدثكم عن الخبرات اللي اشتغلت فيها خلال عملي في القبة بالحقيقة أنا يمكن أول نشاط قمت فيه بالقبة كان عبارة عن حلم أنه يكون بسوريا في قبة فلكية وأساسنا وقتها مع الشباب بسوريا دكتور محمد عصيري والشباب الأخرين الجمعية هوات الفلك السورية اللي هلا هي الجمعية الفلكية السورية وبعدها أنا باليابان سعيت لموضوع منح لقبة فلكية من اليابان إلى سوريا وانتهى بي المطاف أنه أنا انضميت لأحد الشركات الناشئة باليابان كانت شركة يعني ساعتها صغيرة أربعة أفراد كنا نستغل بالشركة اللي هي شركة وهيرا تيك وميغا ستار وكانت الانطلاقة من 2009 واليوم في أكتر من أربعين قبة فلكية تعتمد هذه التجهيزات حول العالم بما فيها قبة الشركة حبيت تذكر فترة كتير كان الأستاذ مروان علق أن القبة الفلكية تتميز عن أي شيء آخر عن أي عن أي مسرح عن أي مكان آخر أنه أنت تحس حالك تحت النجوم فيمكن إذا من انترجم هذا الكلام إلى الناحية التقنية سر القبة الفلكية هي هو اللون الأسود القدرة على امتصاص الضوء القدرة أنه أنت الصورة ليس على شكل إمج وإنما على شكل ثواد غياب الصورة وهذه النجوم التي تظهر بشكلها الواقعي هذا ما يميز القبة الفلكية عن أي شيء آخر إذا نحكي عن الأجزاء أو شو هي الأجزاء اللي بتتألف من القباة الفلكية أول شيء هو نحكي عن تقنيات الشاشة بشكل عام سليني بلش بهذا السلايد نصف الكرة إلى ميزة هندسية كتير مهمة أنه كل نقاط القبة على مسافة متساوية من مركزها فعلى أساس الفكرة هي ظهرت فكرة الانفليتابل دومز أو القباب المنفوخة الهوائية فأنت لما يكون عندك عندك سطح وبتحط فيه الضغط هوائي أعلى من الضغط المحيط فيه فهذا الصدح هيأخذ شكل كروي لأنه هو شكل الأمثل هندسيا إذا نفخته فهذه هذه ظهرت القباب المنفوخة وهي أبسط الطرق لصناعة رشاشات البلانيتاريو هذه دامكم مثال قبة ستارلب منتشة كتير عالميا وحتى بالبلاد العربية قليديا القباب خصوصي بالفاصيلة الكبيرة والبلانيتاريوم الكبيرة وخصوصي غير المتنقلة أو الثابتة ستعمل قباب معدنية ستعمل الالومنيوم ومثل المتصفين هالصورة هاي في غلاف كامل هو يؤلف خصوص القبة يكون فيها فتحات للهواء حيث أن الصوت ما ينعكس من الغلاف المعدني وإنما يمر من خلال القبة منسميها ترانسبرانسي إنو هي خصوص وفي نفس الوقت فافل الصوت حيث أنه ينطص من وراء القبة ولكن بنفس الوقت بالوقت المعاصر صار في القباب كمان هوائية ولكن مع اختلاف زميل عن القباب المنفوخة وهي مسمية القباب أو الضغط المعكوس فهي القباب تختلف عن القباب المنفوخة إنو بدل ما نحنا نزيد الضغط داخل القبة نحنا من نعمل ننزيل الضغط الهوائي من وراء القبة فبصير هذا الشكل الهندسي نفسه يأخذ الشكل الدائري ولكن من خلال غياب الضغط خارج القبة فبصير عنا شي مثل هالصورة اللي شايفين قدامكم فهي ميزة كبيرة عن القباب المنفوخة إنو ما في عندك داخل القبة ما في منطقة مرتفعة الضغط داخل القبة ما في عنا مشكلة دخول خروج وهروب للهواء من القبة فهي قبة مستقرة غالبا حجام صغيرة مثل ما شايفين هون هاي قبة مثلا مترين ونص على ما أذكر مثلا هيا بإنجلترا ومؤخرا قمنا بتثبيت أكبر قبة من هاي النموذج ثابتة حجمة 18 متر هاي خلال الانستاليشنز بتايلاند طبعا الفريق خلال فترة الكورونا هاي هذا من أشهر يعني قمنا بالعملية وكانت أشغال شاقن أنه الفريق يذير يزور تايلاند خلال فترة الحجر وقدوا أسبوعين بالعزلة الكلية ولكن بعدها يصلوا لل الانستاليشن سايت بأقصى جنوب الدولة وإنشاء هذه القبة اللي صارت اليوم الأكبر بالعالم إنه النيغатив pressure permanent installed الدولة هاي كان نموذج الفياتر هاي شوية حدثت عن القبة خلينا نستذكر نظام العرض الرقمي بدي أفرز بين النظام العرض الرقمي اللي بستعمل البروجيكتور كإميجز ونظام العرض الضوئي ذكرت عن موضوع هنا اللون الاسود فهمشي بالقبة هو الكونترست فخليني هون شايتين صورة الدقب ما هيك يمكن ما حاسمع منكم فيدباك ولكن خليني ما بعرف إذا حدا يعني بيعرف هال اللوجين اللي إدامنا باتية يعني مرقعة عرفوا بشموانس ودامك بقيقتين بشموانس عاد لي بقيقتين أمامك تمام هاي رقعة شطرانس خمسة على خمسة حفينا الرقعة A والرقعة D هل همين مختلفين بالضوء واختلفين باللون أمانين بنفس بنفس اللون ممكن يكون حدا ممكن يصدق إنه A وB هن نفس اللون صعب جدا ما هيك ولكن بالحقيقة A وB هن بالضبط نفس اللون ولو إنه واحدة يتحييق لنا إنه هي سودة والتانية بيضة ولكن بالحقيقة هن نفس الشيء وأنا هن أثبت لكم هالشي هلا شايفينه هذا المربع بي أجيب لهون موضوع كله موضوع contrast مثل ما بالصورة هون هاي اتنين بروجكترين عم يعطوا شاشة سودة وعم قارنا مع بعض هون لما نعمل بالقبع عرض مجموعة بروجكترات كل بروجكتر عنده الشاشة تبعه هي هاي المقطع هاي لبروجكتر هذا لبروجكتر آخر البناتق اللي بتتخاطع فيها البروجكتر بيكون فيها أشد فمنعمل نحن blending بين الصورة حيث ان الصورة بتاخد هذا الشكل هي مجموعة البروجكتر مدمجة مع بعضا الخطوط اللي شايفينه هون هي خطوط القبة نفسه هاي صورة اليوم عملت بالحقيقة بأحد القباط بتشوف خطوط هي خطوط القبة نفسه يعني بعدين على البيكسل على الانتنسيتي بحيث انه منغير سدة إضاءة كل بيكسل بحيث انه هاي الخطوط اللي بالقبة نفسه تصير غير مرئية وبتصير الصورة نموذجية به الشكل هذا طبعا فيه نقاط أخرى كنا بدي أحكي فيها كمان أجهزة العرض الدوئية وبالنهاية التحكم بالقبة السواء كان على شكل هاردوير مفيد يكون بالجو المظلم يكون عندك دايلز يتحركوا باليد أو انترفيس على شاشة الكمبيوتر بتفتعملوا أو الاثنين سوابية بنفس واحد بلوز في عندي مجمو كم دقيقة يكون للأسيلة ممكن يعني مباية النقاط على شكل الأسيلة والمعلومات المفيدة بالطبع يعني نتقل الآن هل معنا الأستاذ وسام هل هو موجود أستاذ المفتي هل موجود نعم موجود الكلمة التالية للمهندس وسام المفتي هو مؤسس ومدير لشركة Visual Attraction وهذه الشركة بالمدينة دبي وهي من أولى الشركات العربية متخصصة في مجال الميديا وتكنولوجيا الثياتر أو المسارع وقاعات العرض حاصل على هندسة كهربية وساهم في توريد وتركيب بعض القباب الصموية نترك للمهندس وسام كلمته بعنوان مفهوم جديد تفضل مهندس وسام شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكروفستور حميد اللي دائم دائم لإصباب الفلكية وعلوم الفضاء سام حوني أنا طبعا خارج البلد وأنا حاليا عندي شبكة ضعيفة فلو قطعة الصورة سام حوني على هذا الموضوع احنا شركة اسم شركة بجواز تركشين تخصصين في ارتباب السماوية تطوير ارتباب السماوية في بقن العربي احنا اول شركة متخصصة في هذا المجال وقمنا بتنفيذ العديد من المشاريع في المنطقة بالإضافة للدعم المحلي الموجود والتصميم وتنفيذ المشاريع التنسيق مع كافة العمال الذات العلاق حقيقة انا اشوف انه موضوع القباب السلكية وموضوع عام جدا للجميع منظم انا ولكن موضوع نوعا ما قد يكون مبهم او غير واضح انا حبيت انه اسمي او اطلق العنوان المقالة تباعي انه القباب العلمية مبقى الجديد حقيقة من خلال المشاريع التي نقوم بتنفيذ في المنطقة نلاحظ انه هناك بعض العقبات التي تواجه الادارات العليا لاعتماد مثل هذه المشاريع الجميلة اطلق العلمية حقيقة هي بتطورة جدا تستخدم تكتنولوجيا حديثة جدا وبالتالي تكاليف انشاءها عالية انا كنا طبعا انتصار هي مواصفات عالية كبيرة الحجم او متوسط الحجم وبالتالي لاحظنا بانه احنا لو استطعنا ان نوسع موضوع القباب الفلكية ونطلق عليها قباب علمية ايضا بحيث نستطيع من خلال هذه القبة ان نقوم بعرض اموك كثيرة علمية ليست فقط خصرين على القضاء وانما لعلوم اخرى مثل احياء او علوم فيزياء وتغير برامجيات معينة فيح للم استقديم من خلال سوحة التشغيل من خلال البرامج نفسه انه يعرض بيانات ومعلومات على شاشة القبة فيح لها انه يعرض علوم اخرى ليست فصراء حصرا هذا الموضوع يؤدي الى انه الادارة العالية ترى انه في فائدة كبيرة هذه المسرح ليس حصرا للفضاء وبالتالي راح يفتح الى مجالات كثيرة وبالتالي حيؤدي الى انه يكون في دعم اسهل في مثل هذه المشاعل لانه احنا كدول العرادية حقيقة انه يحددني هذا الموضوع انا كنت في فرنسا في 2018 في IPS انا كنت وحيد هناك فمعي عليك سؤال موجود هناك كنا نفتقد حقيقة انه نشوف تواجد قوي لاخوان العرب القباب العرادية في هذه المؤتمرات العالمية وحقيقة انه سعيد جدا بعد ان تم انشاء اي بي اس انا سعيد جدا لهذا عدد القباب في وطن العربي قليل جدا وحقيقة هناك اعتفاهم كبيرة لماذا هذا العدد القليل احنا من نشوف امريكا من نشوف اوروبا الاف القباب انا اتكلم عن خباب كبيرة ومتوطف الحجر مش صغيرة عداد كبيرة جدا وبالتالي نحن نحتاج الى اهتمام ودعم واهتكار وتقدم دعم محلي حقيقي لجميع المشغليين لجميع الاشخاص الذين لديهم حلم ان يبنوا قبة فالكي لذلك انا اه انشأت هذه الشركة بعد ما انتجبت بعض المشاريع وتوجهنا وتخفصنا والحمد لله قمنا بتفيد مشاريع ناجحة جدا بإضافة الى الدعم والسلام طبعا عندنا غير محدود في موضوع ايضا التصميم والتنفيذ لا ولكن الدعم الثني من ناحية الثنية والتشغيلية ايضا لانه نحن نرى ايضا هناك ملاحظة نستلموا النظام الجديد واجههم تحديات كبيرة في التجريد فانا الحين هعمل سكرين شير بس يعني ل اه سماعت لي هذا طبعا هو هذا كتيب الشركة قمنا بإعداده وهو موجود على موقع شركتنا فالكتيبنا نسمي فيجوا التركشين ممكن نشارك الموقع لاحق عندي إذن الله طبعا رح تلاحظون في موضوع في الإيبوب تابعنا احنا احنا طبقنا الى موضوع الـ Data Visualization طبعا Data Visualization مؤسسة نقم بتنفيذ مشروع في أبوظبي وهذا المشروع الزبون كان في كان في حاجة الى انه يعرض بيانات خاصة له هو مركز الارصاد ولديهم بيانات خاصة في الانواء الجوية تم نبدو تطوير ادوات خاصة لهم وبالتالي استطعنا ان نعرض بعض المعلومات التي يحصلون عليها من خلال غادارات طبعا نعرض على شاشة القبر طريقة فاعري جلالك الموضوع Data Visualization هام جدا في القبار الفلكية القبار الفلكية حقيقة ليست حصرا للفلك وانما هي عبارة عن مرفق هام جدا لديها مفانيات كثيرة فهذا طبعا مثل التكنولوجيا الجديدة التكنولوجيا الجديدة حاليا تتيحنا القيام بمثل هذه الامور صابقا كان هذا حلم صعب جدا طيب فمثل ما يشوفون هذا البروشور يعني Data Visualization هو علاقة بانواق الجوية ان كان فيه هناك مثل Video Models او فيه اي Science او Data ممكن احنا نعمل لها Tools خاصة تتيحنا نعرض على شاشة القبر هشوفكم ايضا الحين Video ربعا وانيمياشن للمشروع الاسئل الذي نفرنا في أبوظبي اتمنى انه البانز يعني اتمنى هل ادي مودته مودة الفيديو دقيقين الى فاضل تايتين الى فاضل دقيقين الى فاضل دقيقين انا سرما وانتصى بانتصى مستعد دقيق وانتصى انا فهذا هو الفيديو الى اعتقد وصلت من الفيديو صح؟ واضح واضح على البرج ممتاز انا قبل 12 متر اه 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 زاوية 12 من 15 درجة اه نظام اه 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 تطور جدا فيها اه اه انه زبون هما مركز الانواع اي اه ا camper الز dela 囉 للبلازل وللغيوم وللحرارة ايضا انتم مدير تشوفون فيه ستين مقعد فيه منظوم مطورة جدا من ناحية التشغيل والادارة كل الورب ايفكت وعظمة العرض والميديا استخدامي هذه البروجيكترات سوني البروجيكتر native 4k resolution مع كوفلايت ايضا ديجيتال هذا هو الكونسول ايضا حتى احكم خاص طبعا نقوم برمجتها بجيتل خاص بزبون حسب احتياجاته هذا نظام المؤثرات الزلازل اللي عملنا في المترح طبعا التجربة كانت رائع جدا يعني الزبون حقيقة كل الزوار رياضي القبة يستمتعون بشكل كبير جدا بسبب هاي المؤثرات طبعا فيه نظام ايضا لعرض الفضاء علوم الفضاء نظام يونيفيو موجود ايضا في هذه القبة فهي قبة متعبدة الاغراض فلك مع علوم مع انسى تيمن شكرا جزيلا لكم انا اسف لو اطلت عليكم لكن يعني بسرعة يعني ما نقدر نحصر كل شي في هذا الوقت الضيق سامحني على الزوضاء واذا كانت صوتك غير واضح وتحياتي لكم جميعا شكرا جزيلا شكرا جزيلا مهندس اسام ألف شكرا لحظيتك ما شاء الله يعني كلمة قيبة والعرض القيب يعني جديد المؤثرات 12D وال9D تكون في البلانيتيريوم كونا بنفرح جدا بوجود 3D في النظارات السوداء وانك تشوف الحاجات مجسمة هذه الإضافات اللي هي تدي احساس الزلازل والأمطار والدخان إضافة فعلا جديدة والعالم كل يتجه بشكل حوق الزائر أو الزوار يحسوا بنوع من التجسيم أشكرك المهندس اسام مرة أخرى على كلمتك الطيبة وننتقل الآن إلى الكلمة التالية إذا كان معنا الأستاذ كمال علي الغمدي موجود نعم يا أخي أستاذ كمال الغمدي موجود معك أخي مرحبا أستاذك أستاذ كمال في الكلمة في الكلمة الثالثة في الجلسة الأولى في متقانة اليوم المهندس كمال علي الغمدي هو مستشار نظام الاس اي بي في شركة سابك سابقا كبل التعقاعد في الفترة من 1994 حتى 2016 وهو المؤسس والموديل التنفيذي لمؤسسة كمال العلوم الفلكية منذ عام 2009 المهندس كمال هيكلمنا في كلمة بعنوان تاوطين صناعة القباب الفلكية تاوطين صناعة القباب الفلكية معك مهندس كمال 12 دقيقة من الآن تفضل يا أخي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على رسول النبي أنا محمد صلى الله عليه وسلم أخوتي وأخواتي الأفاضل ليس شرف أن أشارك معكم في هذا الحدث الفلكي الخاص بالقباب الفلكية تم اختيار عنوان لهذه الكلمة هو توطين صناعة القباب الفلكية لحاجة العالم العربي إلى هذه الصناعة وإلى هذه الحرفة طبعا سوف أتحدث اليوم عن تكرت توطين القباب الفلكية ولماذا هذا الوقت؟ بالذات كان لنوقف بعد أزمة كورونا حيث تسبب هذا الوباء في إرباء عجلة التصنيع وخطوط الإندادة العالمية ومن هذا المنظور ولأسباب أخرى قام فريق العمل بدراسة المسودة المطروحة سابقاً صناعة وتجهيز القباب الفلكية محلياً حيث تبلورت هذه الفكرة من عام 2016 ولكن سهولة التوريد والطلب المتواضع والصنوات السابقة جعلنا أن أجل التنفيذ نحن نمتلك الكوادر والإمكانيات والخبرة الطويلة في هذا المجال وقد استطعنا بفضل الله إنجاز نظام قبة وتجربتها وكذلك لنا فرصة استخدام قبة مركز الملك في هذا الثقافي الثابتة ساعة 200 وثمانية مقعد لعمل بعض التجارب الميدانية أصبح لدينا الآن الأدوات والثقة والخبرة لدينا لدينا أصبح لدينا الآن الأدوات الخطة والخبرة التي تؤهدنا لدخول العالم صناعة القباب الفلكية بدأ من الاستيراد يوجد لدينا بعض التصورات والأفكار أحببت أن أشارككم بها ليكون لنا السبب عالمياً نعمل نقلة تقنية ونوعية في هذا المجال الخروج من نمط استخدام أجلسة العرضة الحالية والعدسات الخاصة بذلك المقصود بها طبعاً عدسات عين السمكة واصلح العرضة الكروية إلى مجال أوسع وأرحب حيث تتولوا الفكرة في استخدام شاشات العرضة المتعددة والبرامج الخاصة بعمل تقسيم الصور لعرض البرامج الفلكية الخاصة بالقبة وكذلك الأفلام الفلكية والأفلام العلمية كذلك وهذا يمكننا الاستفادة من جميع الأفلام والبرامج الفلكية والعلمية التي لم تصور باستخدام التصوير الخاص بالقباب الذي استخدم كاميرات وتقنيات خاصة لعمل العرض الكروية كذلك الدخول في مجال استخدام الخالة العلمية والتقنيات الحديثة مثل ما ذكر الآخر محاضر قبله والتقنيات الحديثة والتقنيات المختلفة والتقنيات المختلفة للعرض في الأماكن المغلقة التي لا يوجد بها قبة فلكية كذلك قمنا بعمل ورش عمل مع بعض الشركات المحتوى بدراسة إمكانية عمل سيناريو وإنتاج بعض الأفلام بالصفة عامة وقد أطلقت حكومة خادم الحرمين الشريفين ممثلة في ولي العهد برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وهذا ما سوف يكون له أثر كبير في النهوة بالصناعات المحلية إضافة إلى أعلان وزير الصناعة والطروة المعدنية السعودي رئيس مجلس دارة هيئة تنية الصادرات السعودية بندر بن عبد الرحمن الخريف إطلاق برنامج صناع في السعودية الذي يأتي برعاد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد في مبادرة تهدف بدعم المنتجات وختمات الوطنية على مستوينا المحلي والعالم نحن كمال العلوم مقررنا الرياض تاريخنا يمتدن عام 2009 وتضمن مشاريع عدة في إنشاء القباب الفلكية والصيانة والنزارة التربية والتعليم من كذلك الجامعات في المملكة العربية السعودية وتجهيز النوادي الفلكية وتوفير جميعاً على الأجهزة الفلكية أود أن أقدم الشكر لبعض المختصين إذا كان لهم إسهامات في مجال العلم الفلك في المملكة العربية السعودية وعلى سبيل المثال وريز الحصر مشيط بعمل البروفيسور حسن محمد باصرة رحمه الله رائد الرواد العلم الفلك وستاذنا الكبير خالد العجاج والدكتور زكي مصطفى والدكتور خالد الزحار ومجهودات الإخوة صارح الصعب والأستاذ صارح خليفة وكذلك الأستاذ فهد المدهش بشرف القبة الفلكية في مركز الملك فهد الثقافة أود أن أشاركم بعض المجهودات والإسهامات التي ساعدت البروفيسور حسن باصرة رحمه الله ومنها سؤال وجواب في علم الفلك ما دون من المدنبات والشوب النيازك في التاريخ الإسلامي أجرام بضية في سماعة الدولة الإسلامية وقاع مشاهدات المدنبات والنيازك في خلاب التاريخ الإسلامي لو سماحت أستاذ كمال ممكن موضوع اللقاء ممكن يعني إحنا الآن موضوعنا هو توطين القباب الفلكية ما هي خطتك في ذلك؟ في التوطين والله نخطع الآن بدأنا بدأنا إنشاءنا نركز على موضوع تقنية نعرف هؤلاء الكبار ونثمن جهودهم بس خلينا في الموضوع من فضلك أسف هل توطين معنا بأن تجعلنا صناعة وطنية؟ يعني عنوان أنا فهمت منه كده صناعة وطنية نعم نعم بدأنا نكون طبعا جميعنا يعرف ماذا يتكون القبرة الفلكية حبارة من جهاز العرض والعدسات الخاصة بها والأسطح الكروية طبعا هذه كلها بدأنا نعملها تجميع وتصنيع محليا كان سابقا نستوردها من الخارج النظام كاميرا نستورده من الخارج سواء من مملكة أو من الصين أو من دولة أوروبا الآن أصبح تجميع محلي بدأنا نجمع نفس الأجهزة ونضيف عليها البطامج الفلكي ونسوقها على هذا لو سمحته أستاذ غامدي أرينا ذلك نريد أن نرى كيف تعملون طبعا ما وجدت لهذا موجود عند الجهاز موجود عندنا الجهاز الحفظ والخلق معي اللي بداننا ركبناه هنا وجمعناه بس طبعا هذا يقوم في داخل القبة حتى نحن ما كان موجودة طبعا القبة اللي بالنفح واللي متحركة طبعا إذا فيه لقاء آخر إن شاء الله نبدأ نجهزكم هون ونريكم على الوقت ما كان يسعبنا أن نبدأ نعمل عرض كامل عليها وهو عبارة عن تقريبا تجميعات يعني أكثر من أن التبطيب عبارة عن أنه بايسير استيراد الجهاز بالكامل القادم مع الأجهزة ونضع عليها البرنامج الفلكي ونبدأ ننشأ النظام بكاملة النظام كامل يعني فقط أجهزة العرض أجهزة العرض أجهزة العرض نحن أساسا قاعدين في داخل المملكة إن شاءنا إلى الآن تقريبا تمانية طلبة تركية لوزارة التربية والتعليم وجمعة المجمع طبعا طبعا إن شاءناها إنشاء طبعا إبارة عن جباب معدنية أغلبيتها طبعا عن كادين وأصقف فايبرغلاس هذه طبعا إنشاء محلية يعني إنشاءناها إنشاء ذاتي كم قبة كم قبة تم تجمعها أو إنشاءها يعني من نفسكم كم قبة أم هي تجربة أم هي تجربة ما بدانا يعني نتجانب إنه نستورد من الخارج إلا الأجهزة أجهزة العرض ولا أجهزة الكمبيوتر فقط لا غير البرامج الفلكية نحن نضيفها ونحن بجمع التقنيات الأخرى والله هذا مشروع طموحي أستاذ كمال طبعا يعني إنشاء الله بدانا نجربنا بدانا نجربنا ما شاء الله الموجودة عندنا جزاهم الله خير بدوا يجربوا ونجحت التجربة يعني يعني يحتاج البرامج الفلكية هو البرامج الفلكية موجودة متوفرة سواء سليريا أو بعض البرامج الفلكية والفلكية والحمد لله طبعا تكللت العملية بالنجاح والحمد لله الآن بدانا في طورة تسويق طبعا داخل المملكة الوزارة طلبية التعليم عندها خطة طموحة لإنشاء طبب فلكية في جميع إنحاء المملكة وجميع مدنها وقراها حيث أنه تكون دائما أشياء تابتة الجميع الطلبة بدانا يعني ما يكونوا يدهبوا إلى خباب كبيرة وتكون متوفرة لهم في نفس المدن الداخلية في جميع المدن بس طبعا سارت أخيرا بسبب طبعا أثبت كورونا لأنها سنتين طبعا ألا بمتوقف نشكرك مهندس كمال إذا ما انتهيت تحضيرتك ولا أريد شيء أريد أن أضيفه في الموضوع بتاع التوطين نحن على تقل إن شاء الله نشكرك طبعا نكون تعاون مشترك مع الجميع إن شاء الله إن شاء الله طبعا يعني تصنيع قبة ساموية في العالم العربي هو حلم يعني إن شاء الله يعني ما هوش بالمستحيل بمستوياته سواء كورتابول حاجة متنقلة وإن تجربة يعني تصحق الإشارة إليها ونشوفها إن شاء الله يعني حتى لو مقونات غير عربية أو مقونات غير وطنية اللي إن التجميع في حد ذاته هي تجربة طموحة ونشكر أستاذ كمال على عرضه لهذه الفكرة إن يكون فيه فعلا تصنيع وإن كان المهندس إليكساندرا عجل يزعل منك يعني أنت كده طبعا إن انت بتنافس الشركات العالمية ولكن بالطبع إن شاء الله يعني تجربة ناجحة وطبع كان في الستركشل كما يعني إحنا نشيئ داخليا في الكامل الآن ما نستورد حاجة من الخارج كل شيء أعتقد أعتقد أستاذ كمال سنحتاج الإفراد وقت أطول لحضرتك إن شاء الله في منتقايات قادمة حتى نحن نرى على الطبيعة أحد هذه الإنجازات والقباب المصنعة وطنيا أشكرك مرة تانية باسم الحضرية أيضا كمان نذكر على القباب اللي هي قبة موجودة قبة في مكة المقرمة وفي مدينة الجوف وفي الرياض وفي حفرة الباطن مدينة حفرة الباطن يعني فيه قباب كثير عملنا فيها إن شاء الله استعد استعدني في المستقبل استعدني في المستقبل استعدني في المستقبل الاستاذ مروان شويكي رئيس مجلس الإدارة نعمل لك أو نفرد لك وقت مخصص لعرض هذه التجربة الطموحة وكلنا كعربي يعني أو في العالم العربي نفخر بها إن شاء الله إن شاء الله شكرا جزيلا سلام الله طبعا زي ما أشار استاذ مروان كل الأسئلة طبعا هو بيتابع الأسئلة وإن شاء الله نلتقيها في نهاية الجلسة الأخيرة اللي هيكون يلقيها علينا الأستاذ حلمي بن صالح عيسى الكندي أستاذ حلمي بن صالح عيسى الكندي موجود معنا طبعا موجود أستاذ حلمي؟ نعم نعم موجود الكاميرا ما تشتغل على أستاذ حلمي هو مدير عام شؤون التقنية والتكنولوجيا بشركة التقنية الفلكية التجارة شريك هو مؤسس للشركة وخبراته في مجال تكنولوجيا المعلومات وهو هاوي متمرس في علم الفلك والتصوير الفلكي وهو يشغل أو يدير القبة الفلكية بشركة تنمية نفط عمان وهذه الشركة أعتقد أن أستاذ مروان الشويكي كان لها علاقة بها كان عمل بها فترة منفترات 14 سنة خدمة هنا ماشو الله طبعا 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 قدمك وعينك في كل قناب الفلكية أستاذ مروان كلمة أستاذ حلمي هتكون بعنوان نحو دعم حقيقي للقبة الفلكية العربية مرة تانية نحو دعم حقيقي للقبة الفلكية العربية معك 12 دقيقة أستاذ حلمي من الآخر تفضل يا أخي أعطوني ثواني أشغل البرزمتيشن عندكم من وقتك تفضل السلام عليكم أول حاجة أعتذر أن الكاميرا ما تشتغل مرات الكوبيوتر يعني ما يتعاون معنا فأعتذر لهذا الشيء بسم الله الرحمن الرحيم أول حاجة أعرف عن نفسي أنا حلمي بن صالح الكندي تصحيح بسيط للمعلومات في المقدمة أنا معهم لفترة سنة اليوم أنا راح أخذ وقت بس أعرفكم علينا إحنا إيش مبادئنا إيش نحاول نقدمه للقباب الفلكية أو مجال الفلك عامة نعرفكم على خدمات شركة وقسم الانتراكتف اكزابتس اللي هو مثل المتاحف والقباب الفلكية والقباب الفلكية متنقد فحالياً إحنا اللي همنا في هذه المحاضرة اللي هو الخدمات التخصصية فخدمات التخصصية إحنا خبرتنا متواضعة لكن عنا علاقات مع شركات قوية جداً كان عنا عقد صيانة وتشغيل قبة تنمية شركة تنمية نفط عمان لمدة سنة واحدة انتهى العقد العام الماضي شهر ستة بانيين الحين شغالين في بناء قبة فلكية كاملة كل معداته مقبة فلكية قصد مرصد فلكي متكامل ثلاثة متر ونصف في مسقط الحين المشروع قيد التنفيذ مرصد آخر في مسقط أيضاً ثلاثة متر الحين قيد التنفيذ فهذا قسم الخدمات التخصصية وخبرتنا الحالية في هذا المجال طبعاً احنا نتمنى انه ندخل في مشاريع إضافية مستقبلاً ونتوسع إلى مشاريع أخرى بس هدفنا الرئيسي انه نساعد الناس انه يكتشفوا الفضاء فاذا يعني ما داخلين في كل مشروع يجي اتجاهنا إذا حسينا المشروع ما مطابق مع مبادئنا عامة ما ندخل فيه احنا الحين متعاقدين مع شركتين عالمياً لأنه نعرف أنفسنا أن الخبرات هذه ما كامل متوفرة عنا في الدول العربية في ناس عندهم أجزاء من الخبرة هنا أو أجزاء من الخبرة هنا بس الشركة الرئيسية اللي نتعامل معها بوين تكنوفيشن هما يصنعوا أجزة إنارة القباب الفلكية بنفسهم ويصنعوا أجزة الصوتية بنفسهم ويصنعوا معروضات المتاحف بنفسهم لكن هما أيضاً يصموا قباب فلكية بالكامل ويوفروا من الشركات العالمية راح أريكم بفيديو بسيط ثلاث دقائق إذا الصورة ما واضحة بلغوني ما بدأ الفيديو كالنا راح أرسلكم رابط إلى الفيديو على اليوتيوب بعد العرض تشوفوا الفيديو بس هما الشركة بوين يصمموا بالأوتوكاد بالريفت من بداية استشارة أنه تكوين فكرة المتحف أو القببة الفلكية لحد اختيار أيش المعروضات اللي اختناعرض فيه إلى فكرة كيف راح يطبق كيف راح يكون النظام الصوتي تسليك الوائرات موضوع الإنارة في المكان كيف راح يكون في المتحف أو في القببة الفلكية ونحن نعرف أنه كثير من القباب الفلكية مربوطة بمتاحف وهذه المجالين دايماً لهم دخل بعض يصمموا الأمور الهندسية الرسوم الهندسية الكاملة للمهندس المعماري للمتحف أو للقببة الفلكية زائد تصنيع المعروضات اللي راح تنعرض في المتاحف وهي شركة متكاملة الخدمات احنا عنا علاقة رسمية معاهم عنا اتفاقية تطوير المهارات في منطقتنا لأنه نقول لهم احنا كدول عربية يأسنا من أنه كل شيء يجي من الخارج وإذا يريدوا يتعاملوا معنا لازم أنه يكون في تحويل المهارات إلينا احنا فاتفاقيتنا احنا معاهم أنه مع كل مشروع نطبقوا معاهم لازم ندرب كوادر في المنطقة أنه نقلل اعتماد على أنه كل شيء يكون لخارج فهذا اتفاق رسمي بيننا وبينهم وديجيتاليس أجوكيشن هما عندهم قباب فلكية ثابتة لكن شهرتهم أكثر شيء في القباب المتنقلة وأظن أنه شركة ديجيتاليس عامة معروفة في المنطقة لأنه في كثير عندهم أعتقد في الأردن في السعودية في الإمارات في عدة قباب في المنطقة يعني شركة معروفة في القباب المتنقلة فهذا احنا تركيزنا أكثر شيء في القباب الثابتة لأنه في فرصة هنا أنه نطور مهارات جديدة في المنطقة ونقدر نقلل اعتمادنا على الشركات الخارجية ليش تتعامل معناه يعني فيه يمكن لما واحد يريد يبني متحف أو قبة فلكية في العادة الشي الطبيعي اللي يحصل أنه الشخص هذا راح يجيب شركة مهندس معمارة عالمية ويتعامل معهم في المشروع فليش تيجي التعامل مع تقنية الفلكية تجارة شركة صغيرة ومتوب عديل ومعنا مشاريع أملاقة تحت حزامنا أنه نتباهى بها احنا اسبابنا بسيطة جديدة احنا نعشق الفلح نعشق الاستكشاف نعشق أنه تنمية المهارات هذه في الناس والعشق هذا النمية في الناس نؤمن بأهمية نشر العلم احنا أيضاً وكلاء رسميون للمنتجات يعني غير لو أنت تتعامل مع مهندس معمارة وشغله في هندسة وفي البنيان راح يجيب أي شركة من الخارج تبني المشروع بعدين ما عنده حد فاهم هذا المنتج أنه يدعمك بعد التطبيق يمكن يكون فيه عقد لفترة كم سنة كذا بس بعد كذا تتم متدبس بمنتج ما عندك حد يدعمه في المنطقة احنا موكلاء رسميون موجودين في المنطقة وعندنا تواصل مباشر مع الشركات الأمة اللي نتعامل معها وعندنا مبدأ أنه ما نبيع منتج ما نقدر نوفر دعم فني ايضاً عنا علاقات مع عدة شركات تساعدنا أنه احنا نغطي جزء أكبر من احتياجاتكم في هالمجال يعني ما ننبيع منتج واحد فقط احنا ركزنا على الشركة الحين مكملة خمس سنوات أول أربع سنوات مركزين على بناء العلاقات مع مصانع هالمنتجات فبانين علاقات على أساس أنه لو تحتاجوا دعم فني على شي ما رح توصلوا مرحلة أنه عندكم قبة مثلاً فيها تقنية ما حد متوفر يدعمها وهذا الشيء اللي احنا نحاول نتفاداه في مبادئ طريقة تشغيل الشركة اللي عندنا أنا خليت البرزنتيشن قصير ما طولت كثير في الكلام عاولت أدخل في الصميم على أقول أرجو أنه عطيتكم نبذة أخدتوا فكرة عن أحنا كشركة وإيش مبادئنا وإيش اللي نؤمن فيه وإيش اللي حابين نطبقه في هذا المجال أنا خلصت البرزنتيشن اللي عندي ولا استعجلت كثير ما أسمعكم أنا كنت سامع كويس بس الميكروفون كان ميوتد يعني الفكرة أستاذ حلمي هي تكمل فكرة تسكمال الغمد في موضوع التوطين وموضوع الاعتماد على الناتج المحلي في العالم العربي وإن كان ده يتعرض لريسك كبير جدا لأن القباب الساموية الحديثة لوصلة 4K و8K في ريزيليوشن بتاعتها وحتى نوعية العروض والكونتنت بتاعها يعني طبعا ما يدرش ننفصل على اللي موجود عالميا وإن كان فكرة إنتاج بلانتيريامز محلية أو وطنية فكرة طموحة وندعمها بالطبع ولكن بدون معزل عن القباب العالمية وما يحدث فيها من تطوير وإن كان أستاذ ألكساندر وأستاذ مرواني يعني رأيهم في هذه النقطة وإلا لازم نعترف ونقر بالتقدم التكنولوجي في مجال الأبديت بتاع البلانتيريامز من السهولة جدا أن أنا أبني بلانتيريام متوسطة بورتابول حاجة فيش آي بروجيكتور مثلا بعرض محلي نكتب قصة نعملها لكن لا لا غنى عن مواكبة التكنولوجي الموجودة عالميا وبدون ذكر أسماء شركات وأعتقد كلكم والعملين في المجال البلانتيريامز عارفينها لأن بيحصل تطورات رهيبة جدا من شهر إلى آخر في مجال التكنولوجي بتاعة العرض ومأصدش بس التكنولوجي شاشة العرض والبروجيكتورز وكواليتي بتاعة الصورة زي ما أشار المهندس أليكساندر كواليتي الصورة نفسها إنما في الريزيليوشن اللي هي بتاعة الصورة أنا بتقرب دلوقتي من الهايبر 8K بحيث إن الصورة تبهرك مش مجرد إن أعرض نجوم وفقط إنما مع الصورة لقدامك لأنك تتفاعل معها وتبقى أنت جزء من هذه الصورة آسف على المداخلة الطويلة أستاذ حلمي ولكن طبعا نشد على أيديكم أستاذ حلمي مع أستاذ كمال غير فكر التوطين صناعة محلية أو صناعة وطنية بالعالم العربي للفلانتيريوم قطعك شوية ثواني بس نقطة بس أنا أنا فهم كلامك وأتفق معاك إنه إحنا ما نقدر إنه ننافس الشركات العالمية هذه لأنه عندهم ممكن عندهم تقنية متطورة جدا بس إحنا في فراغات في الخدمات توفرة في منطقتنا وفرص متوفرة شركات محلية أو وطنية أو في المنطقة يمكن تعاون بين شركات خارجية وإحنا نعبيها الفراغات البسيطة في الخدمات إنه إحنا ما لازم إنه المشروع كامل يتأخذ من بره البلد أنا رسلت الرابط للخدمات في الفيديو على الشات للفيديو بس موضوع إنه إحنا تقنيات هذه ما لازم إحنا نروح نعيد نخترع الذرة حتى شركة بوين هما لما دخلوا في مجال القباب عرفوا إنه عندك زايس وعندك غيرهم شركات كثيرة عالمية عندهم فهو قرر إنه يغطي الفراغات الخدمات اللي ناقصة في النص اللي ما حد يوفرها وممكن إحنا نعبي هذا الفراغ في دولنا اسمح لي على المقاطع أحسنت 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 حلمي طبعا أنا أتفق معك في إن هي ولكن سوق المنافسة خلينا اتفق على بلانتيريوم زي صناعة وهي صناعة متقدمة دخلنا حتى لو في بدايات يعني دخلنا وإن كان يعني بشكل حثيث أو متواضع لكن مهم إن إحنا ندخل فعلا ونخذ هذا المجال في عالمنا العربي ولكن لا نغفل إن كل سنتين مثلا بيعرض مؤتمر القباب الفلكية العالمية والتصارة الجمعية بتاعتنا عضو فيها بتشوف حاجات توصل إلى حد الخيال ودي لازم أنت بأنت فعلا عين في قبابنا الفلكية والوطنية وعين أخرى على ما يحدث بالخارج حتى إن لا نصير أو نالسير بشكل منعزل أو منفصل عن ما يحدث بالخارج في مجال البلانتيريا أو في مجال الكونتينت أنا بركز جدا على الكونتينت إلي دخل قباب الساموية عندي أو عندك حيشوف إيه في خلال الربع ساعة أو النص ساعة أو حتى الساعة اللي هيقضيها الكونتينت مازال فيه مشوار طويل جدا جدا نقطعه في عالمنا العربي وإن شاء الله أحد أهدفنا وأحد نقاط أهدفنا في العالم العربية نحن نشجع بعضينا البعض كلنا في إيد بعضينا حتى نحن نرتقي بهذه الصناعة ونرتقي بهذا التقدم في القباب الساموية أشكرك مرة تانية أستاذ حلمي وأشكر كل المتحدثين أستاذ المهندس أليكساندر وأستاذ كمال وأستاذ حلمي على المشاركات الطيبة والمهندس وسام المفتي والآن سأترك المجال للأخي وصديقي المروان شويكي لإدارة الأسئلة هي معك معك يا دكتورة الجلسة كلها ملكك الأسئلة طبعا أستاذ الآن من يرغب بالسؤال رفع اليد إلكترونية حتى نستطيع بس اختيار من يسأل يعني الأسئلة رفع اليد إلكترونية ونفتح لكم الماء معنا عشر دقائق أو في حضور عشرة أو كمشة دقيقة للأسئلة إلا عنده أسئلة أستاذ مروان سعيدني طبعا مشكل الحاضرين قدامي بالنسبة للأسئلة يعني لم ترد أسئلة على الشات أنا خسرت الشات لعت طلعنا بسيستم بره شوي ورجعني آه ما في أسئلة على الشات إلا عنده أسئلة أعطاني أخي محمد هاني بعض الشات لكن لا يبدو فيها أسئلة مباشرة اللي بي عندهم سؤال يمكن عندي الآن خالد قال سيد خالد العجمان من الكويت خلينا نتيح لك أن تتكلم مساء الخير فضل أعطيكم عافية وقواكم الله سعيد جدا بهذا اللقاء وأحب أحيي الدكتور عمر فكري سنوات قديمة كنا مع بعض في النادي العلمي الكويتي في سنوات تعلمنا من الأستاذ الدكتور عمر فكري قبل لا يقادرنا إلى جمهورية مصر الشقيقة أحب أحييي أعطيكم ألف عافية على هذا المؤتمر وسعيد بمثل هذا النوع من اللقاءات عندنا وعندنا كلمة سنلقيها متى ما كان الوقت مناسب وفق الجدول اللي الأخ مروان رح يتكلم عنها عندنا تجربة جدا جميلة ورائدة في المراكز التقافية والمتاحف وأيضا في القبض السماوية لكن أنا ودي أبتعد قليلا عن هذا الموضوع وركز على جزئية أخرى أعتقد أن نحن بحاجة إلى هذا النوع من الاتحادات لكي نقوي صناعة الأفلام الوثائقية العلمية إنتاج الأفلام الوثائقية نحن نعتمد على الخارج نعتمد على الـ IPS بالأفلام صناعة الأفلام غير موجودة مثل ما تفضل الدكتور عمر فكري أن هذه صناعة صناعة القبض السماوية تحتاج إلى مسيرة طويلة من العلم والتكنولوجيا وجودة في الصناعة قد لا نصل لها في الوقت الحاضر مهما وصلنا من خبرات موجودة عندنا لكن إمكانياتنا لا تزال محدودة ونحتاج إلى فترة من الزمن لكي نكون يعني قادرين على صناعة شيء بنفس هذه الجودة الموجودة حاليا في العالم لكن لنبحث عن الأمور البسيطة التي قد نتدارك فيها الزمن حاليا وأن ننتج أمر آخر لا يوجد أفلام ولا يوجد صناعة للأفلام العلمية الخاصة بالقبض السماوية باللغة العربية عفوا أقطعك أستاذ خالد يعني وإن كان سابق لأوانه في كلماتي في الجلسة الثانية صارت تجربة رائدة في مكتبة الإسكندرية قمنا بيها بإنتاج أفلام كتابة النص من الآلف إلى الياء كتابة النص العربي بموضوع عربي اخترناه فتم إنتاج ثلاثة أفلام باللغة العربية كتابة وبذي يقولهم من A to Z يعني كتاب النص وأحدهم عن الحسن بن الهيسم وإسهماته في مجال الأوبتيكس والبصريات وكيف الحسن بن الهيسم كان شغله مهم جدا في صناعة التليسكوبات فيما بعد وإن كان فيه بذرة أو يعني نواة حصلت في العالم العربي موجودة في مكتبة الإسكندرية والتي أشرف بالإشواف عقوبة الساموية فيها لوحدة إنتاج عروض أستاذ خالد فعلا إنتاج العروض في العالم العربي وراها تفاصيل كتيرة جدا تبدأ وأسهلها يمكن كتابة النص إذا حبيت أكتب مثلا النص عن وليكن الشرقة أو الكويت أو قطر مثلا أو البحرين أو المغرب أو الجزائر أو أي مثلا ثقافة محلية في دولة عربية هذه تحتاج يعني متخصص في الكتابة نكتب سكريبت نكتب سيناريو حاجة اسمها تحويل الكلام إلى صور فصناعة الأفلام فعلا أنا معك في هذه الكلمة ولكنها بدأت من عام 2008 في مكتبة الإسكندرية وكنت يعني دي سيدي من الأسرار يعني بنا وبنا احنا كعضاء مجلس الإدارة سنزيعه في الجلسة إن هذه الأفلام متاحة حتى للمشاركة المجالية مع القباب الفلكية العربية يعني إن شاء الله طبعا وفق الرأي في فكرة الاهتمام بالكونتينت والاهتمام بالعروض باللغة العربية في العالم العرب إذا فيها تفضل أستاذ خالد معنا الآن بعد خلسان أستاذ خالد أستاذ خالد تفضل يعطيك العافية دكتور عمر نعم تجربتكم رائدة إحنا أيضا في الكويت بدأنا بصناعة الأفلام العلمية وأيضا بدأنا نسجل خطوات أولى في مثل هذا المجال لدينا مجموعة من الأفلام بالإضافة إلى اللايف شو اللي قاعد نستخدمها بدأنا بتسجيل الظواهر الفلكية أيضا وإدماجها وصناعتها وعملها كعروض للقباب السماوية تجربتكم بالعكس نقدرها وجميلة وقد تكون فرصة هذا المؤتمر لتبادل هذه الأفلام وأن يكون هناك تبادل في الأفلام طبعا في القباب السماوية بيننا كأعضاء إذا كان هذا المؤتمر بإذن الله لها نتائج مثمرة لكن في جزئية أيضا هم أبي يعني أسلط الضوء عليها نتمنى أن تكون أوجه التعاون مستقبلا أكثر في موضوع الكونتنت مثل ما تفضلت نحن نمتلك العديد من المواد العلمية نمتلك في الكويت طبعا أنا قاعد أتكلم على أحدث مستويات تم إنشاؤها في الفترة الأخيرة عندنا مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي وتحديدا مركز علوم الفلك والفضاء يعتبر أكبر ساحة تعرض علمية ساحة يعني من أكبر على مستوى العالم فنتمنى بإذن الله أن تكون طبعا تعاون والتجارب بالتعاون في مثل هذا الأمر والتبادل الثقافي العلمي وارد في المستقبل يعطيكم ألف عافية وإن شاء الله في وقت البرزونتيشن إن شاء الله لنا لقاء معا نعم في كمان الأخ محمد وجدي مداخلة أو مساء أو سؤال ياري تكون أسئلة وبعد ذلك عمر عمر الأنصاري محمد وجدي أنت أنا ميوتد بس لحد ما يرد عندي تعليق على تفضل الأخ حلمي بسرعة تفضل نعم ما راح أطول وضع الكونتنت أحنا في اللولة العربية خلنا نكون واقعين سوقنا في القباب الفلكية صغير العظم القباب الفلكية تعتمد على دعم حكومي أو دعم شركات إن كنت غير غلطان يعني صح فنفس الشي في الكونتنت أعتقد إنه لازم ننظر إلى دعم ولو كان دعم شركات في إنتاج الكونتنت لأنه إنتاج المحتوى شغل كبير مثل ما ذكرته ويحتاج له مجهود كبير من فريق متكامل وهذا المجهود يكلف فلوس لما نجيب فيديو أديتار لما نجيب الناس اللي يكتبوا السكريبت لما نجيب المصورين بمعدات تخصصية لما نجيب الرسامين بالفيدي كله هذا مكلف فلازم احنا ننظر إلى الدعم من أجل إنتاج هذه الأفلام لأنه هذا واحد من الأسباب لماذا لا يجيب أن ينتج الأفلام يعني حتى إذا بتسمحولك كمان أزيد على ما قلت أستاذ حلمي يعني حتى برغم برغم أنه يعني في الشركات الغربية والعالمية المنتجة للأفلام القباب الفلكية برغم أنه لها سوق كبير في العالم مثل ما تفضل مهندس ويسان في البداية أنه العالم كثير القباب عندهم شيء عادي مثل يعني أي مكان مطعم يعني بسرعة موجود في كل مكان برغم ذلك أقول أنه سعر الفيلم يصل بالسنة إلى حوالي 30 ألف دولار فقط أنك يعني تأخذ ليسنس عليه لمدة سنة من حوالي 20 إلى 30 ألف 25 ألف وإذا بدك خمس سنة بيصير عندك 50 ألف أو أكثر دولار فهذا فما بالك بسوق صغير مثل سوقنا لذلك نحن هنا لكي يكبر هذا السوق إن شاء الله لماذا جمعية القباب في الكيلة العربية حتى يزداد هذا السوق إن شاء الله عملا وبزنس لذلك احنا جعلنا أول سيشن بهذا المعلم لم يكن مصادفة منها أول سيشن هي تكون شبه بزنس شبه تكنولوجيا شبه نضع ناس لهم باع في الموضوع إنتاج أو تقديم خدمات القباب فلكية بالعربية أيضا يعني ليس فقط عربية وبالعربية فلذلك سوف من خلال جمعية القباب الفلكية إن شاء الله ندعم هذا الجانب بشكل كبير إذا كان في بزنس في عمل في برافت لهؤلاء الناس سوف يتطور إذا هم سيخسرون مثل هؤلاء اللي بيشتغلوا في هذا الموضوع عندنا في وطن عربي ويبقى كل شيء رخيص أو بالمجان سوف يبقى يعني سوف لن نصل أبدا إلى اللحظة اللي بيكون في عندنا فيها برامج وإنتاج وقباب فلكية الآن في عندنا الأخ عمر الأمصاري تفضل عرف عن نفسك You are unmuted بلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بالجميع طبعا يعني فكرة الجميع الحقيقة فكرة عبقرية فأشكر صاحب الفكرة والمؤسسين أنا اسمي عمر الأنصاري مرشد علمي في أكاديميات الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك لذلك مشغل قبة فلكية ومقدم برامج وعروض فلكية تحت إدارة طبعا الأستاذ الفلكي اللي بشرف في العمل معه وهو لا يعتبر مدير بقدر ما يعتبر معلم فلكي كبير الأستاذ مرواني شويكي مش عايز أطيل عليكم في الكلام أنا عندي سؤال يعني قبتنا الفلكية في الإمارات في مدينة الشارقة تابعة طبعا الجامعة الشارقة نحن محظوظون بوجود هذه القبة لكن لأجهزة مكلفة إنشاء قبة فلكية بهذا الحجم مكلف مشاكل تقنية في إنشاء قبة فلكية في أي مكان في وطن العربي معروفة ومثل ما تحدث الأستاذ مروان تكلفة فيلم 30 ألف دولار وما إلى ذلك الآن هناك مشكلة هي دعم المادي هب أن نحن مثلا نريد بالنهيج الآن نحن نريد مثلا إنشاء قبة فلكية في مكان ما في بلد ما كيف نؤمن الدعم المادي لإنشاء هذه القبة الفلكية هل لابد من إخناع الجامعة معينة أن نقوم بالتمويل هل هناك دعم حكومي يعني المصادر التمولية لأنه لو إحنا عندنا مصادر تمولية لو عندنا أموال أظن أن بقية المشاكل بيتم حلها لأن إحنا عدد القباب الفلكية في وطن العربي قياسا على عدد عددنا إحنا في وطن العربي فهو قليل جدا لأنه أنا أذكر اللحظة الأولى اللي وضعت قدمي في قبة فلكية يعني لم أستطع التحرك كان الأستاذ مروان وقتها بيقوم بعرض فلكي يعني من الصدمة أنا وقفت في مكاني يعني خشيت أن أسقط لأنه أشعر أتحرك إزاي ولا أروح فيه لأنني حسيت أني في الفضاء فالقبة الفلكية بتقدم متعة معرفية نحن نحتاج ننخل هذه المتعة للجيلنا والجيل القادم بس خلينا نتكلم بصراحة كل المشاريع اللي سمعتها للآن مهمة جدا وخطوات لكن في ناس عندها مشكلة تقنية بسيطة لكن الدعم المادي موجود في المشكلة الأساسية الآن هي الدعم المادي والتمويل المادي هل إحنا في الجمعية هنا يمكننا حل هذه المشكلة بشكل أو بآخر أو كيف يتم تأمين التمويل المادي لإنشاء قبة فلكية لنشر هذا العلم اللي المفروض نحن كلنا بنؤمن به ونحبه لا أدري من سيجيب على هذا التساؤل لكن أستاذ بروان أو أنا ممكن أعقب يعني صعب أجيب على هذا السؤال تمعية مشان نحاول فقط يعني نتعلم من بعضنا نتعاون لكن هذا السؤال يعني لا يوجب عليه فيه هو سؤال بشروع أستاذ بروان هو سؤال بشروع طبعا أنا لا أستطيع أن أجيب فضل أجيب كيف تؤمن دعم المادي لا لا يعني العالم العربي العالم العربي يكفي فكرة أنك أنت عايز يكون عندك قبة سموية قطاع الخاص في العالم كله على فكرة له اليد الطولة في هذا الموضوع عشان تبني قبة سموية حتى لو بورتبول حتى لو صغيرة متنقلة في شنطة السيارة وتحرك بيها هي مكلفة ولكن الجمعية الوليدة كان من ضمن أهدافها نشر عدد كبير جدا من قباب العربية مش بمعنى كده أن الجمعية ستكوفر ذلك ولكنها هتعمل على ربط القطاع الخاص أو تحفزهم وتحمسهم على وإقناعهم بفكرة هذا المشروع القطاع الخاص يهمه في الأول في الأخير الربح هل القبة السموية مربحة هل هي فيه بينفت من وراها هل فيه برجت لو أنا دفعت مثلا نصف مليون أو ستمائة ألف أو سبع مئة ألف في بناء قبة متوسطة حكمة أو صغيرة هل الفلوس دي هترجع الثاني أنا كمستثمر في العالم العربي هترجع ولكن على مدى يعني مش قصير فهنشتغل في ده إن شاء الله أحد محاور الجمعية اللي هي وليدة ما كان من ناس سنة لسه هذه الجمعية ولكن هيكون يعني الجمعية على عتقها إزاي نفكر في النقطة دي تحديدا إزاي نقنع القطاع الخاص والذي يبحث بالمناسبة في بعض القطاعات الخاص في الدول العربية تبحث عن وين أصف هذه الأموال في مجال مفيد في مجال تقني في مجال يعود بالنفع على البلد ويعود كمان بالاستثمار أو بالفائدة أو بالربح فهي مش إجابة قد ما هي نوع من أنواع يعني الوعد بالشغل على ده في العالم العربي إن شاء الله شكرا شكرا نسمع من الأستاذة بسمة دياب ثم نسمع من الأستاذ ياسر إن شاء الله ونشوف إذا استطعنا نشوف آخرين أستاذة بسمة دياب معك المايك مفتوح نتمنى العجلة الجلسة الثانية الطويلة يتبقى خمس دقائق فقط وازمروان على القاسة الأولى يعني هي يوم جمعة مبارك وهي فعلا جمعة مباركة سعيدة بها هذه الوزوها هذه الفرصة الرائعة ده أحكي إن الخطوة الأولى أنت قام القباب أول شي عرفي عن نفسك شاذ عن معروفها ولكن هذه الجمعية قباب ربما يكون فيها ناس أبعد عن يعني نعم لقاءات سابقة للفلكيين نعم تسلم بسمة دياب أمينة سر الجمعية الفلكية الأردنية فلنحكي فلكية هاوية من الأردن وكلنا هو إن شاء الله لا نفقد حس الهواية بأحكي إنه أول شغلة أن تقام يعني الخطوة هو أن تقام القباب الفلكية الخطوة الثانية يعني تنتج البرامج تصير تنتج محليا هذه الخطوة الثانية الخطوة الثالثة إن شاء الله إنه نوصل للمرحلة إنه حتى تصنيع القباب الفلكية يصير توطيل لإلها ويصير على الأقل مساهمة عربية في تصنيع هذه القباب لكن سأعود إلى المربع الأول إلى أي مدى حضراتكم المتحدثين القائمين على هذه القباب الفلكية بشكل يعني احترافي إلى أي مدى تعتقدون أن نسبة معرفة الجمهور العربي بأن هناك قباب فلكية في بلادهم العربية يعني في كل بلد عربي كم تتوقعون من الجمهور نسبة الجمهور الذي يعلم أصلا أن هناك قبة فلكية يعني هو عندما يصل للقبة الفلكية سينبهر ويتفاعل ويستمتع لكن أصلا حتى يذهب إلى هنا يجب أن يعرف أن هناك هناك قبة فلكية ما تتوقعكم لنسبة معرفة الناس في بلادهم العربية طبعا أن هناك في قباب موجودة في وطننا العربي في كل بلد عربي شكرا لكم جنيا شكرا لك يعني 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 هذا وليس إجابة ولكن أول هدف في جمعيتنا جمعية القباب الفلكية العربية ويذكر مجلس الإدارة الآن موجودون حضراتهم هنا هو توطيد ثقافة القبب الفلكية القبب الفلكية ثقافة كالتشر إذا كنا ما عندنا يعني ترسيخ هذه ثقافة مثل المطعم مثل المدرسة السينما قبب فلكية أيضا لأن الناس بالحقيقة كما تفضلت وسؤالك مئة بالمئة يعني مشروع وإن كان لا نقصد الإجابة الرقمية ولكن حثنا على أين نلعب الدور الأكبر في مهمتنا في الجمعية هذا هو بالضبط وهذا هو بالضبط أول هدف من أهداف الجمعية الفلكية جمعية الخباب الفلكية العربية وعسنا إن شاء الله نستطيع ذلك الطفل عادة تقود الصدفة إلى القبة الفلكية معلمة ومعلم يعني فز مثلك أستاذة يعني مثل الآخرين فهذا ما يقود الطفل مصادفة أو شخص ملهم لكن لا نسمع أو نعرف بالأغلب أنه العائلة إلى أين نذهب إلى القبة الفلكية اليوم هذا موجود حتى يعني هنا يحدث عندنا جداول القبة الفلكية في قبة الشارقة ويأتي الناس بشكل جدول بأونلاين بوكينج وبشكل مرتب ستتكلم عن ذلك زميلة فاطم الخاطر إن شاء الله في وقتها وكل قبلها تجربتها في هذا فسؤالك شكرا جزيلا حقيقة إنه هنا بالضبط أشكري طيب نعطي لأخ ياسر إذا تسمح لي بتعقيب نص دقيقة أو أقل من ذلك نعطي أكثر مننا اتفضل 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 ايوة اتفضل فكرة فكرة علاقة القباب الساموية بجمهورها يعني القبة الساموية فقط هي زي بحوات التفلط أو ثقافة ولكن أهم من القباب الساموية وما داخلها من عروض الأنشطة التي تقام بجوار القباب الساموية إذا فيه ظاهرة فلكية إذا فيه حدث مهم جدا لرصد الأهلة إذا فيه كسوف أو تعريف بالزوار الفلكية بيكون عامل جذب أكثر للجمهور وبالتالي بيكون بشكل غير مباشر ناخد الجمهور لدخله داخل القباب الساموية فبنشر العلاقة أو تعريف الجمهور بالقباب الساموية بيكون بالأنشطة اللي داخل القباب الساموية وأكثر اللي خارج القباب الساموية اللي علاقة بهذه القباب القمد بحثة الفراكية والجوفيزيقية مرصد حلوان في القهر. وانا طبعا من آسف على الان ما يعني جايب بعض الوقت ولكن انا طبعا بعد الشكر الجزيل للدعوة الكريمة وطبعا يعني تحية لصديقي لسيد دكتور عمر فكري زميلي السابق في المرصد مرصد حلوان. انا طبعا يعني اه فكرة القباب السماوية طبعا الدعوة اه طيبة جدا والفكرة رائعة زي ما الضيف تكلمه. انا طيب احنا انا سمعت كلمات كثيرة يعني احنا حلقة المشكلة عايزين نحدد المشاكل التي اه تقف امامنا في اه بناء القباب السماوية. فينا استكلمت عن التمويل المادي التقنية السينمائية و و و و و خلافه. لماذا لا نضع نحاول ان نضع في توصيات هذا الملتقم ان نخرج بمشروع لمساعدة الدول العربية جميعا. يعني هو ليكن شبكة من اه المساعدات مثلا اه لبناء قباب سماوية. وخاصة ان انا واحد من الناس انا كنت تقدمت يعني او او اسنده لي فكرة عمل قباب سماوية اخرى في القاهرة على غرار ما كانت موجودة. ودكتور رامر يعني اكيد عارفها. الاواعي القباب السماوية في العالم العربي ايه? اه نعم كانت قباب سماوية. يعني انا شرفت بالدراسة في الخارج تحديدا في ألمانيا واحد الأصدقاء يقول لي أنا ممكن أتبرع ليكم حتى كمان كان مبلغ رمزي ولا يكفي ولكن لماذا لا تتقدم بمشروع للإقامة قبة سماوية أو أكثر حتى في القاهرة يعني مثلا في برلين في ألمانيا وهي مدينة بمقاراتة بالقاهرة مدينة صغيرة يعني هي طبعا عاصمة ألمانيا ولكن ها بيقول لي فيه هناك قبتان سماويتان وأنا مستعد للتبرع ومستعد للتواصل مع الجمعيات الفلكية هنا في ألمانيا بحيث أنهم يحاولوا أنهم ينقل لكم الخبرات ولذلك فلماذا نضع من ضمن توصيات هذا الملطقة الطيب الكريم اللي طبعا أنا بتشرب بالوجوه الكريمة دهية والعلماء الأفاضل والزملاء طبعا أن نحن نضع يعني نحدد المشاكل والعقبات إيه المطلوب بالضبط علشان نبتدي في هذا الموضوع والدول اللي هي عندها استعداد لهذا الأمر والدول اللي عندها استعدادة تمول يعني فيه دول وحيئات ومؤسسات فأنا أرجو أن أخرج من هذا اللقاء بهذه التوصيات وشكر جدا وأسف عن الإطالة عشان وقت المحاضرة أحسد أحسد تقول أرجو من المحاضرين ما يكونوا يأسوا لأن المؤسئة ليست لهم ليست فنية يعني كل الأسئلة يعني خلينا نعطيهم الحق يعني لم تكن لكم لكن نعطيهم الحق لدقيقتين هم من آثاروا الأسئلة دقيقة ودقيقتين لكل محاضر حتى نكون عادلين معهم لأن الأسئلة لم تكن فنية وهندسية من يرم معكم المايك بالترتيب فضل لك الجلسة دقيقة واحدة لكون شخص بالترتيب ألكساندر هم تختم يعني كلمة في هذه الجلسة الأولى دقيقة زي ما أشاره سيد مروان باكد في حدا عنده أسئلة تقنية طيب خلينا نشوف عبد المطلق شوه عنده كمان لأنه صلوا فترة كانوا رافع إيده مشان فيه سؤالي ما في أسئلة ما في وقت حتى لن نجور على الجلسة الأخرى الجلسة الثالية دخليني أشوف عبد المطلب شو كان يلا عبد المطلب سريع أستاذ عبد المطلب السلام عليكم معكم عبد المطلب على كل حال مدير مركز الشيطة العلمية تاريخة مبربة معنا في جزائر مدينة في المدينة سوط مش واضح في الغربية أستاذ عبد المطلب الصوت للأسف لا يصلنا أبدا بأي شكل ممكن نخليها في الجلسة الثانية ممكن ممكن لأنه الصوت مش مفهوم أبدا يعني الصوت لي سوا يعني ها هذه فاهمناها أحسن واحدة هاي أحسن واحدة فاهمناها يعني سؤال يا أستاذ سريعيشن قلت المين عبد المطلق كي استطوير الأنش العلمية بالعاصمة خلينا نكونوا سريعين وأكثر تطبيق صراحة المستعد للعمة على استدافة أستاذ 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 عبد المطلب أعتذر منك أعتذر منك يا صديقي حتى لو كنت جلسة حاسمة اسمعني قليل من الحاسم قليل من الحاسم تفضل حتى لأنه جور على الجلسة الثانية والتي جورنا عليها بالفعل في خمس دقائق أرجو يعني أستاذ عبد المطلب عفوا من مقاطعة ولكن مازالة أمامنا جلسة أخرى أطول من هذه الجلسة سيكون متاح لحضرتك بالطبع إداء الرأي والسؤال أستاذ كمال غمدي إذا حب يضيف حاجة قبل أن نختم هذه الجلسة السلام عليكم كل ما فعلت قليل من دقيقة أستاذ كمال أنا شاكل انضمامي لهذا اللقاء الملتقى طبعا الخبرات الموجودة عندنا إن شاء الله أي أحد في جميع الدول العربية له حاب أن يستفسر عن طريقة التشهيد القباب أو بعض الأشياء التقنية إحنا على استعداد تام جدا إنه ندير جميع ننمونه بجميع الخبرات الموجودة عندنا وبجميع الأفكار أكيد أستاذ كمال وبعد إذن طبعا غير سماريس إدارة هذه الجلسة ستكون متاحة للجميع على موقع الجمعية إن شاء الله في القريب يعني بمجرد لانتهاء اللقاء سيكون اليوم أو غدا ستكون هذه الجلسة متاحة وكل اللينكات ستكون مرضو موضوع على الموقع إن شاء الله أستاذ حلمي حبيت تضيف حاجة قبل ما نختم الجلسة؟ لا بس أشكركم على هذه الفرصة أنه أعرف نفسي عليكم بس أريد أجيب نقطة أنه القباب الفلكية لا توجد في فراغ لازم أنه مربوطة بأنشطة أخرى عساس أنه تكتسب إهتمام الجمهور في حد في الكشات تعلق هل هذه جلسة القباب الفلكية أو المراصد الفلكية؟ أنا في رأيي الاثنين مربوطين بعض لازم يكون النشاط التطبيقي مع النشاط اللي هو النظر ما النظر اللي هو الفيجول عسل نشوف العرض لازم الاثنين يكون معظة عشان نكسب المنهور ونكسب خيالهم وعشقهم للفلك معك حق معك حق سيد حلمي وديك التجربة كانت موجودة حتى بالنادي العلم الكويتي أنا يعني كان المرصد العجيل ربنا تدير له صحة وطولة العمر بجواره القبة الفلكية متكاملين مع بعض إذ جمهور يدخل القبة الساموية ويخرج منها إلى مرصد العجيل وكذلك في مكتبة الإسكندرية تيرسكوبات متنقلة صغيرة بعد العرض نرى الشمس نرى القمر نرى إلى آخرون أستاذ والمهندس وسام مفتي آخر كلمة من حضرتك لمدة أقل من الدقيقة حتى لا يقول نعم نعم واضح طبعا تعقيري عن موضوع الدعم المادي هناك كباب كثيرة في العالم يعني مشهورة جدا مثل هيدل تالنت ريوم يعني يقومون بتجيط كبابهم بشكل دوري يواكبون التكنولوجية يعني ليش ينشعوه وخلاص لكن هم عندهم تذاكر طبعا بيعون تذاكر للجمهور فالدعم المادي هذا الموضوع يدرس يجب أن يدرس حتى من الجهات الحكومية وفي حلول كثيرة إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله وبختام هذه المداخلات الطيبة والأسئلة والمحاولات اللي إن شاء الله نستكملها في الجلسة التانية أشكر كل المتحدثين وأشكر طبعا أخي وصديق لأستاذ مروان الشويكي وعلى المجهود اللي بيعمله وأعلم بذلك ختام الجلسة الأولى وأترك الميكروفون لأستاذ مروان اللي هيكون رئيسا للجلسة الثانية وهيكون فيها إن شاء الله مفاجئات جميلة جدا لأن يكون المحاضرين في العالم العربي شكرا زماروان شكرا لكم جميعا فضل زماروان شكرا شكرا لك صديقي وأخي دكتور أمر فكري على إدارة هذه الجلسة وكانت إدارتك رائعة بارك الله فيك وبختام هذه المداخلات الطيبة والأسئلة والمحاولات اللي إن شاء الله نستكملها في الجلسة الثانية أشكر كل المتحدثين وأشكر طبعا أخي وصديق لأستاذ مروان الشويكي وعلى المجهود اللي بيعمله وأعلم بذلك ختام الجلسة الأولى وأترك الميكروفون لأستاذ مروان اللي هيكون رئيسا للجلسة الثانية وهيكون فيها إن شاء الله مفاجئات جميلة جدا لأن يكون المحاضرين في العالم العربي شكرا زماروان شكرا لكم جميعا فضل زماروان شكرا شكرا لك صديقي وأخي دكتور عمر فكري على إدارة هذه الجلسة وكانت إدارتك رائعة بارك الله فيك الآن سوف نبدأ الجلسة الثانية وهي طويلة قليلا أطول هذه بقليل ليس كثيرا ولكن الأهم أننا نريد إن شاء الله أن نعطي فرصة للجميع هذا هذا ما نريد إن شاء الله في هذه الجلسة الآن سوف يكون كالتالي إذا بشوفوا عيسار الشاشة هذه يعني الذين سجلوا معي يعني البلاد والمتحدثين الذين سجلوا معي هنا فسنبدأ بالإمارات كمستضيفة نبدأها بالأولى ثم نذهب هنا وهناك بدو بعشوائي أو ما تيسر لي في الحقيقة سنسمع إذن عشر دقائق فقط من كل فاسمحوا لي ونبدأ الآن في هذه الجلسة هناك أربع محاضرين تمنيت الرأي الخامس من يأتي ورغم الجهود الكثيرة التي بدلتها ليكونوا معنا ولكن للأسف لم يتم ذلك ربما عندهم ظروفهم لكن مرة أخرى في المستقبل سنأخذهم إذن معنا قبة الشارقة معنا أستاذ فاطمة الخاطري ثم القبة السماوية في مدينة الطفل في بلدي دبي معنا المهندس محمد كنعان ثم القبة السماوية في ملحف العلمي الشارقة معنا أستاذ فاطمة زعيتر ثم قبة مركز الثرية المتنقل معنا الأستاذ حسن الحريري ونبدأ مع الزميلة فاطمة خلينا نعمل بس فاطمة unmute you are unmuted now or you can unmute yourself فاطمة ثلاث دقائق تفضلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم خاطمة خاطري مرشد علمي في أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاول عنك وبالطبع كذا أكاديمية الشارقة تابعة لجامعة الشارقة لدينا في أكاديمية الشارقة قبة فلكية مدير القبة الفلكية الثانية عن التعريف الأستاذ مروان الشويكي أستاذي ومديري وبالتدريج سوف أتطرق إلى العاملين في القبة الفلكية في البداية سأبدأ هذه النبدة بلحظة الافتتاح التي عندما افتتحها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات العربية المتحدة حاكم إمارة الشارقة ورئيس جامعة الشارقة حبيظه الله وتعالى وسعادة الدكتور وسعادة الأستاذ الدكتور حميد مجون النعيمي رئيس الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك ومدير جامعة الشارقة طبعا تم افتتاح أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك في السابع من مايو في عام 2015 إن شاء الله بعد شهر تقريبا سوف تكمل أكاديميتنا عامها السادس السابع القبة الفلكية تعتبر مثل ما تطرقت سابقا بأنها جزء من الأكاديمية من هذا المنبر أحب أن أتوجه بشكر أولا إلى سيدي صاحب السمو لتوفيره لنا كل ما نحتاجه من أجل التطور والتقدم العلمي فإننا وبفضل بعد الله إذا وجل أصبحنا نعيش في الأسر الذهبي في إمارة الشارقة ولا أنسى بأن أتقدم بشكر جزيل إلى سعادة الأستاذ الدكتور أحمد من جل النعيمي هو الداعم الأول والأساسي لهذه المنظومة وهذا الصرح الأكاديمي وأيضا أستاذ مروان شويكي لعمه الدائم واللا محدود الرؤية لكل صرح أكاديمي علمي نحو ورؤية ورؤيتنا الأساسية هي أن تصبح الأكاديمية رائدة في مجال العلوم الفضاء والفلك وليس فقط في منطقتنا وإنما إن شاء الله أن نصل عالميا وأيضا رسالتنا نهتم بإنشكاء جيل مهتم بعلوم الفضاء والفلك لأن بالطبع الأجيال القادمة هي من ستمسك هذه المؤسسات وأصرح للنية دقيقة ونصف طيب ننتقل الآن إلى أهم شيء وهو القبة الفلكية القبة الفلكية قبة الفلكية تتميز بعرض تقريبا 18 متر تتسع لـ 200 شخص مزودة بأفضل الأنظمة والأجهزة ومن أهم الأجهزة المزودة بها القبة الفلكية هو الجهاز الموجود في المنتصف يعرف بالميغا ستار أو الكرة النجمية هذه الكرة النجمية لها قابلية على عرض أكثر من 10 ملايين نجم بمواقعها الفعلية الموجودة في السماء فمن خلالها نعمل محاكاة للسماء سواء كان سماء الشارقة أو أي سماء أي سماء نريد أن نراها وأيضا مزودة القبة الفلكية بنظام يعمل على إسقاط النجوم في السماء بـ 360 درجة نقدم عروض علمية لمختلف فئات المجتمع سواء كانوا طلاب المدارس المعاهد الجامعات لعامة الناس وهذه العروض تتميز بأنها عروض حية مباشرة وليست مسجلة فنحن من نقوم بهذه العروض نستخدم برنامج اليون فيو لعمل المحاكاة ولا نقتصر فقط على العروض وإنما أيضا لمحاكاة الظواهر الطبيعية التي تحدث قد يفادف مثلا اقتران كما سبق اقتران زحل والمشتري وغيرها من الظواهر وإيضا لرؤية مثلا هلال شهر رمضان وغيرها نستطيع بعمل محاكاة وأيضا للظواهر الطبيعية سواء الكسوف والخسوف لتعليم عامة الناس والطلاب نستقبل طبعا قبل كورونا كنا نستقبل أعداد هائلة من المدارس حتى كانت تفوق 200 مقعد في القبة الفلكية ولكن الآن مع أزمة كوفيد 19 ما زلنا نستقبل العروض ولكن بيرتشوال شو أيضا لا أنسى فريق العمل الذي يعمل على تشغيل هذه القبة الفلكية وهو الأساس فبدون فريق العمل لا نستطيع أن نقوم بهذه العروض زميلي عمر الأنصاري وأيضا زميلي محمد هاني وزميلي أحمد جميعهم محاضرين في القبة الفلكية يقدمون العروض حية مباشرة وأيضا يقومون بتشغيل الأجهزة تشغيل نظام القبة الفلكية وغيرها ولا ننسى مديرنا مروان الشويكي قني عن التعريف ننتقل إلى قاعة المعارض توجد لدينا قاعة معارض مزودة تقريبا لدينا أكثر من 62 معروضة لو تطرقنا لها ولكن أنا سوف أتطرق إلى لدينا محطات أربعة محطات كل محطة لها أو تتحدث عن جانب من الجوانب فمثلا لدينا المحطة الزرقات تتحدث عن الفلك القديم ونظرية كوبرنيكوس وبطليموس والجيوسنتريك والهيلوسنتريك وغيرها الأسترلاب وغيرها لو تطرقنا إلى المحطة الحمراء تتكلم عن الضوء وكيف نعرف خصائص المجوم باستخدام الجهاز بيكترسكوب وغيرها ولو مسكنا المحطة البرتقالية فهي تتكلم عن الفيزياء الحديثة أو الكون باختصار عن النظرية النسبية لأينشتاين ونظرة أينشتاين للكون أز فور دايمينشن ثري سبيس وون تايم لو تطرقنا أيضا إلى المحطة الخضراء وهي محطة تعنا بدراسة أو عرض علم البصريات والتوليسكوبات وغيرها هذا بالنسبة لقاعة المعارض أيضا لدينا في الطابق السفلي لدينا الكون في القرآن الكريم يعرض قصة الكون أو قصة بدء الكون بآيات من القرآن الكريم هذا باختصار وسريع جدا لألقبة الفلكية هذا أمامكم هنا جدول الشهري لنعرض على الويبسايت حتى يتمكن الزوار من حجز التكت واختيار الفيلم الوثائقي طبعا العروض لدينا تقريبا نص الأول مدتها ساعة النص الأول يكون عرض حي مباشر ومن ثم النص الآخر يكون فيلم وثائقي الأفلام الوثاقية لدينا متنوعة لدينا تقريبا تسعة أفلام ومن ضمنها فيلم وثائقي مميز جدا بعنوان دين القيمة وهو من فكرة صاحب السمو الدكتور الشيخ سلطان بن محمد القاسمي هذا بالنسبة لقبتنا القبة الفلكي في الشارقة شكرا لأستاذة فاطمة الخاطر وهي من الموظفات التي نفتخر بهنا في أكاديمية الشارقة زميلتنا العزيزة وشكرا على هذه المحاضرة الطيبة القصيرة يعني ليست محاضرة هنا ليست محاضرات فقط يعني مرحبا هذا من نحن هنا وفقا الآن نذهب إلى دبي ما زلنا في الإمارات أستاذ محمد كنعان سهلا وسهلا بك تفضل تفضل عزيز تفضل ثلاث دقائق معك تفضل عزيز شكرا اكتلا لك بالبداية بحب أشكر الجميع على هذه الدعوة الغالية لأول اجتمع الجمعيين للقوة السماوية أنا مهندس محمد كنعان مهندس الإلكترونيات المسؤولة على تشغيل وصيانة القوة السماوية التابعة لبلدية دبي في حديقة الخور في مديد الطفل مديد الطفل هي متحف علمي بخاصص لأطفال من سن ثلاث سنوات إلى سن الخمسطعشر سنة فكرتها دمج العلم مع مع الترفيه مع الترفيه والمتعة بحيث أن الطفل يلعب ويتعلم نفس الوقت تنقوب السماوية في مديد الطفل مديد الطفل لنهاية عام 2020 طورناها وفتحناها وتم إضافة عليها عدة ميزات مثل عروض عروض الليزر بالإضافة إلى عرض سكايلايك الطفل السماوية مديد الطفل مساعدة 288 200 مربع من أكبر الطفل السماوية الموجودة في دولة المراضي والمتحدي وتتسع لمئة زائر كل ساعة في طاقة استيعابية عشر عروض بشكل يومي إن شاء الله استهدافة أكتر شيء للطلاب المدارس والجروبات والجروبات العائلية وبالإضافة للسياح لايف سكاي بالإضافة إلى أفلام يتم شراءها بشكل دوري وهي تعرف الأفلام عليها لسنس في من 10 years لسنس عشر سنوات وفي لسنس بكل لسنس يعني أنا بأخترح وهذا أخترح كان من زمان من فريق العمل عندنا في مدين الطفل إنه يتشارك الأفلام بالدول العربية زي ما نفضل الأستاذ الممثل الممثل الإسكندري إنه نشارك الأفلام بحس يكون فيه تنويع وفيه يكون دائما فيه جذب للزوار طيب طيب شكرا هل نهيت هكي المحاضرة أو الإلقاء هذا هو شكرا إلك المهندس محمد كنعان على هذا الإلقاء يعني قبتكم جميلة وأنا حضرتها وشاهدتها والآن تم تطويرها من قبل الشركة محلية الشركة هو أخونا وسام يعني أخونا وسام معنا يعني نحن لا نخجل من أن نسمي من يستطيعون تقديم خدمات والسيربسز بالعربية للعرب هنا في المنطقة العربية لا نخجل عكس هدفنا الأساسي هو دعم هؤلاء حتى هم يدعمونا وإلا ما في بزنس ما في شغل ما في البلانيتاريومز كثير البلانيتاريومز في جو التي شفتها واقفة يعني جابوا البودجت عملوها وبعدين خلاص ما عملوا في بلدية دبي نحن لدينا فرق داخل هو ومش رفع التشغيل ومش رفع واضح ما شاء الله عليك حاضر وحضرتك واضح أنك خبير في الأمور الإلكترونية وهذا يعزز القبة الفلكية يعني ضروري يكون فيه داما خبير مثلك في القباب الفلكية العربية وهذا شيء أساسي شكرا لك مهندس محمد كنعان على هذا الإلقاء القصير الآن نرى يعني قبة أخرى في الشارقة أو في الإمارات الشارقة وتشرف عليها هيئة المتاحف وتمثل الآن هذه القبة العزيزة فاطمة زعيتر وهي مشرفة في القبة وفي معارض العلمية في متحف الشارقة العلمية تفضل أستاذ فاطمة تلت دقائق السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله يعطيكم العافية شكرا لحضراتكم لإتاحة الفرصة وبعتذر على التأخير بس هو كان مش سامح لي أنه أعمل أنميوت طبعا وببارك لجميع في أول ملتخة لجمعية القباب الفلكية العربية نحن جميعنا فخورين بهذا الإنجاز ونشكر جميع القائمين عليه طبعا نحن في متحف الشارقة العلمي الذي تم افتتاحه من قبل صاحب السمو الشيخ سلطان حفظه الله عام 1996 ومنذ الافتتاح من ضمن أجزاء المتحف يوجد قبة سماوية تقدم العروض للجمهور لجميع الفئات العمرية هناك بعض العروض مخصصة لفئة الأطفال وبعض العروض للعائلات والمدارس طبعا قطر الشاشة كما هو موضح أمامكم 7.3 عدد المثل طبعا عدد المقاعد المقاعد اللي في القبة التسع لـ 24 شخص نظام العمل في القبة الحالي هو نظام يونيفيو طبعا طور لنا يا الأستاذ ويسام مشكورا في السابق كنا نستخدم اللي هي كرة النجوم وعرض الشرائح عدد البرامج التي تقدم اللي هي مسجلة تلت برامج وفيه البرامج اللي مطورة من قبل المتحف طبعا العروض تقدم يوميا أو حسب الحاجز بالنسبة القادم من المدارس أيضا المتحف يحتوي على بعض المعروضات الفلكية يعني هو المتحف بالفكرة فيه تقديم العلوم بشكل يعني ممتع للعائلة للأطفال للمدارس من ضمن المعروضات يوجد بعض المعروضات الفلكية طبعا أسعار دخول المتحف هي يعني رمزية طبعا القائمين على المتحف هي هيئة الشارقة للمتاحف وبدعم من حكومة الشارقة فعشان هيك الأسعار رمزية هي خمس دراهم للأطفال وعشرة للأطفال الكبار هذا موجز لما نقدمه عشان ما نطيل ونفتح الفرصة للبقية شكرا لإلكم شكرا لإتاحة الفرصة ورقم التواصل مع المتحف موجود في حالة موجود أي استفسار عن القبة الفلكية أو أي البرامج التي يقدم المتحف شكرا لإلكم شكرا شكرا كثير أختي فاطمة على هذا الإجاز السريع والجميل لقبة أيضا جميلة في الشارقة وكنت فيها وشاهدتها وكنت في هذا المكان بالذات الذي يبدو فيه هنا الأطفال والكبار والقيت محاضر على هذا الاستيج شكرا لك وإن شاء الله طبعا هنا هذه فقط مقتطفات قصيرة يا جماعة لكن سيكون لنا لقاءات بحيث أنه يتكلم الشخص إن شاء الله براحتي في المستقبل فالآن مع قبة أخرى من القباب الفلكية وهي متنقلة في هذه المرة مع الأستاذ حسن الحريري وقبة هي ضمن مؤسسة أكبر وتسمى مركز الثرية العلم فلك أستاذ حسن الحريري تفضل ثلاث دقائق معك طيب إذن مش موجود أستاذ حسن الحريري ربما كنت بعمل لشخص اسمه حسن الخيري وتشابه علي الحروف فأستاذ أنا بسرعة بحكي عن البغيب هذا مركز جميل في الحقيقة في دبي وفي مرصد فلكي وهنا متحف وسائل تعليمية لمختلف الأعمار لا سيما الشباب الصغار لديهم أيضا القبة متنقلة بحدود تمانية متر قطرها هذه شكلها تقريبا القبة ويستضفون فيها الطلبة من مختلف الأعمار وتذهب هي أيضا كمتنقلة إلى أماكن مختلفة القبة المتنقلة مهمة يا جماعة أنتبو بات تظنوا أنه لما تكلم عن قبة عملاقة يعني أن القول تنقلة شيء أبدا هذه لها مكانها وهذه لها مكانها وهذه قد تؤتي أكلا عند البعض البعيدين بالذات والذين ليس من السهل أن يحضروا أكثر مما تؤديه قبة كبيرة عملاقة أنا عندي قبة عملاقة أفتخر بها لكن هو بيتي أعتبر لكن لا أنقص أبدا من قبة صغيرة متنقلة أهم شيء رخيصة أهم شيء أن تصل وتجعل هذه الطفلة تفتح فاها وتنظر إلى السماء بهذه الدهشة يعني انظروا فلذلك لا تستهينوا القباب الصغيرة هذا يعني وقال أيضا أن هناك مشكلة قبابة ثابتة هكذا يقول مكلفة كمعدات مكلفة كبرامج لا يوجد إنتاج عربي وهذه كلها طرحناها وهي قضايا الأساسية التي تؤرقنا ولا يوجد دعم صعب تخصص المصاريف المصاريف أهم شيء خاص المصاريف اللي هي الخيانة والتشغيل وشراء البرامج لكن كل هذا في العالم الغربي والعالم في اليابان كله محلول بشكل عجيب هناك شيء يجب أن نفعل هناك شيء ما فخليني ندرسه ونفهم هذا لماذا نحن هنا أيضا فشكرا وهذه أرقام الهواتف لهذه المؤسسة الجميلة ننتهي من الآن إلى مصر إلى الإسكندرية مع الدكتور عمر فكري معك سبع دقائق فقط قبل أن ننتقل في دقيقتين إلى الأستاذة مينوس فضر أرجو أن تمسك لي الستوب ووتش حتى أنا خايف منك أكثر وأرجو أن تكون حازما معي بالمرض جدا أستاذ مروان هذه في بلدنا مصر في حوالي 9 قباب ساموية اثنين منهم يعملون بالقوات المسلحة المصرية واحدة منهم كليا الحربية والأخرى في الكليا البحرية وهي تعمل لنظام التدريب على الخريطة والبصلة والنفيجيشن إلى آخره القبة الفلاكية الموجودة بالكليا الحربية تم افتاحها عام 2002 مع القبة الفلاكية بمكتبة الإسكندرية الاثنين في سنة واحدة والقبة الأخرى بالكليا البحرية ما زالت موجودة وتعمل لها تطوير بنظام جوتو وفيها نظام يعني ستاربول هايبرز بيعمل النجوم إلى آخره وأرجو أن تتقل أستاذ مروان أخي بالسلايز الأول على مكتبة الإسكندرية وليتم افتتاحها في عام 2002 والمبنى رائع وجميل جدا ورافل سفة في شكل المبنى زي ما أنتم شايفين هذه الكرة عبارة عن وكأنها تمثل كوكب الأرض الذي يدور حول الشمس الشمس هي مبنى مكتبة الإسكندرية كله يعني فيه فلسفة وراء الدزاين القبة السبوية من الخارج حتى تضاء ليلا بهذه الكيفية وكأنها كوكب الأرض وهذه الخطوط هي تمثل خطوط العرض وخطوط الطول ففعلا القبة جميلة جدا من برة من أهم يعني العمال اللي عملناها في مكتبة الإسكندرية هو التطوير تم التطوير في نظم العرض ثلاث مرات أول مرة في عام 2009 والمرة التانية كانت في 2019 بأن احنا أحللنا هذه الستاربول اللي موجودة أستاذ مروان شنناها خالص طبعا كان فيه في بداية آي ماكس يعني كانت بتدعم آي ماكس مع النظام القباب الساموية ده كان أول نظام بستاربول لشركة سبيتس معروف سبيتس 2024 وتم إزالته وتعويض مكانه بكراسي إضافية عادة الكراسي صار 119 كرسي الحمد لله رب العالمين 2008 تم إنشاء وحدة إنتاج داخل القبرة الساموية مكتبة الإسكندرية وده إعلان نعتبر إعلان فعلا على إن فيه ثلاث عروض متاحة من إنتاج ومكتبة الإسكندرية المستعدة لإحنا نعمل شير مع القباب الفلكية العربية في العالم العربي هو ليس إعلان بقدر ما هو يد مد يد تعاون مع كل القباب الفلكية العربية إذا أنت بتملك فيلم حق كوبرايت ليك ممكن تتبادل معي مجلانا فأنا أستفيد وأنت هتستفيد من القباب الساموية في مكتبة الإسكندرية غير إنتاج الأفلام أهم الأحداث اللي عملناها هي الصراع على استضافة الآي بي اس وده كان صراع ما بين الصين وما بين فرنسا وما بين كان طبعا دي أستاذ مروان دي بورتبول بلانتريا من قباب تتبع قباب متنقلة تتبع القباب الكبيرة ومستعملها أحيانا في بعض النوادي وبعض المدارس التي لا تستطيع أن تأتي دي بعض القباب الأخرى اللي موجودة دي مثلا القباب الفلكية اللي موجودة في كلية الحربية وكنت أتمنى أستضيف أحدهم يعني أحد الضباط الأفاضل المسؤولين عنها للحديث ولكن هذا غير متاح فإن شاء الله مستقبلا أو مستقبل قريب ممكن نتيح زي ما حدتك أشارت من شوية إن احنا نضيف أو نستضيف قباب بعينها ونفرد لها نحاول لقباب أخرى الموجودة دي القبة الموجودة في كوريا الحربية القبة التانية اللي بعد دي دي كلية موجودة في الأكاديمية العربية دي في القاهرة قبة متحف الطفل ودي قبة يعني متميزة جدا ولذلك تعمل وبعها بعض الترسكوبات دابتة متاحة 21 متر وفيها 146 كرسي وهي النظام اللي فيها نظام سكاي سكان يعني شيك سكاي سكان هي اللي بتوليها والكالب يفكروا من الوقت قريب انهم يعملوا يعني بتاعهم لنظام يعني تاني او شركة اخرى الشركة اللي بعد كده اللي بعد كده اللي هي موجودة في الأكاديمية العربية العلوم والتكنولوجية وده تم إنشاءها بعد التعاون مع مكتب في إسكندرية في إنتاج فيل ومشترك دي القارية الكونية دي في عندنا حاجة اسمها القارية الكونية دي تابع وزارة التربية والتعليم وفيها يعني متحف كامل لكل ما لي علاقة بيه الطبيعة حديقة الديناصرات اكتف وفيها حاجات خاصة بالسبيس ساينس طريق الفضاء فيها مثلا يعني عاملين زي مكت على حوالي 30 فدان بمعالم العالم العربي ومواطن أهم معلم في كل دولة عربية في حديقة حديقة الكونية الموجودة أو القارية الكونية الموجودة ودي تجمع بين الحسنيين القبة دي فيها آي ماكس وبالإضافة ليه سيستم بلانيتاري القبة اللي بعد كده بس جميلة جداً استوقفني شكلها الجميل يعني دزاين تحفة وأحزنني وأحزنني حالها الأليم زي ما أشرت يوم ما توقفين دلوقتي حاول التطوير ولكن طبعاً يعني نفسي مشكلة الأزالية في كل قبابة السموية البرجت 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 عند الغاية يفكرون جدياً في منتكامل لنظام العرض الداخل القبة السموية دي القبة القبة اللي موجودة في القليل البحرية طبع قوات المسلحة المسلحية وطبعاً دي مقفولة على تدريبات خاصة بالضباط والعساكر اللي علاقة بالنفيجيشن معروف طبعاً الملاحة السموية مهمة جداً وليها أحد التطبيقات داخل قباب السموية فدي مخصوصاً لهذا الاتجاه ولكن مؤخراً هم أضافوا نظام تشغيل RSA كوزموس بالإضافة لشغل الموجود فيه هل الشكل هذا هو تمويه عسكري مثلاً ولا شو الفكرة مدرش مدرش يعني يعني هي طبعاً هي هي على فكرة مغلقة على القولية البحرية وليست متاحة للجموهور نعم وليست سراً من أسرار القبة السموية ليست سراً من أسرار العسكري يعني ماذا هذا الشكل تعجبت يعني يمكن عشان خاطر يتماشى مع طبيعة المكان ليه طبعاً التحفة اللي موجودة في الأكاديمية العربية العلوم والتكنولوجيا وهي من القباب الجميلة وجداً وطبعاً رغم أنها متوسطة حوالي 67 كرسي فقط إلا أن السيستم اللي فيها أنا زرته وعملت وزيما أشرت عملنا إنتاج مشترك لفيلم سميناه سماء الأسكندرية هو فيلم من أفلام التلاتة اللي أشرت إليهم في بيتكلم على العلماء الفلك اللي كانوا موجودين في مكتبة الأسكندرية القديمة يعني كلنا عارفين طبعاً مطليموس والمشاكل بتاعته اللي هو طبعاً وهيباتيا وأرشميلي كل العلماء الفلكيين تحديداً اللي عاصروا مكتبة الأسكندرية القديمة وإزاي فيه تواصل ما بين الأسكندرية مكتبة القديمة والمكتبة الحديثة فكان الفيلم إنتاج مشترك الآيباس يعني هو من أحد دقيقة فأقل من دقيقة الآيباس طبعاً كان إظهارنا 48 دولة وبهيئة كاملة ممثلة من اتحاد الدول الفلكي وظن أكتب ربعاً 170 مشارك فيزيكالي من جميع الحال العالم وشفنا وقتها طبعاً كان عرص كان في 2010 ومنسعى دلوقتي إلي إحنا استضافة الآيباس مرة أخرى يعني في 2024 فدعواتكم معنا ننجح في استضافة مرة أخرى خاصة بعد التطوير الأخير بإضافة تكنولوجيا أنا كده انتهيت وبالنسبة للأفلام هيكون متاح طبعاً الداتا طبعاً دي بعض الصور سيد ماروان ممكن تعديها بسرعة للمنطقة اللي كان في 2010 كان معنا طبعاً دكتور فاروق الباز وأحد العلماء المشروع دي صفحة رسمية مازالت موجودة الغد دلوقتي وأكتب اللي عاوز يتعرف على ما حدث في هذا المؤتمر يدخل على صفحة المؤتمر القباب الفلكية في 2010 ومسكترية هيلاقي فيه مع المكتدة جداً ومزالت المقالات والصور والبرزنتيشن متاحة على الموقع للمجان اللي عايزة تطالع عليها بالعربي وبالإنجليز شكراً لك دكتور عمر فكري على هذه الجولة الجميلة في القبابة الفلكية المصرية بقيت قبة الآن سوف تحكي حكايتها الأستاذة مينوس سيدهوم فمعك المايكروفون تفضل على أن تعيدنا أستاذي قبل أن تتكلم بأن تعرفنا على باقي مشرفي ومشرفات القبابة الفلكية لمن ذكرتهم وخصوصاً المتنقلات الذين لم تشير إليهم شكراً لك مينوس معك المايك فضلي مساء الخير مساء الخيرات معكم مينوس سبحي مسؤول تشغيل القبابة السماوية بالسويس مصر القبابة السماوية بالسويس تحتوي على شاشة قطرتها 8.5 متر تعمل بالنظام ديجي ستار 4 ويوجد على 2 بروجيكتور لتجميع الصورة ويضافها النظام بصوتي 5.1 ويحتوي مسرح القبابة السماوية بالسويس على 70 مقعط وتم عمل عروض تجربية واستقبال حوالي 1600 شهر من مختلف فئات المجتمع وتحتوي القبابة على عدد 4 أفلام علمية فلكية الأفواق الجديدة ومدتها 23 دقيقة أسرار الشمس مدتها 21 دقيقة جايب الدنيا السبع مدتها 33 دقيقة نجوم الفرعنة ومدتها 35 دقيقة بالإضافة لعمل عرض حي لسماء السويس ثم نمر مرحلة الغروب ثم النجوم ونرى كواكب المجموعة الشمسية والمجموعة النجمية هذا العرض تم عمل بواسطة فريق عمل القبابة السماوية في السويس فريق عمل القبابة السماوية في السويس يتكون من الأستاذة ولاء صابر مدير القبابة السماوية ومينوس صبحي مسؤولي التشغيل تم إنشاء القبابة السماوية في السويس عام 2012 وكان منتظر الافتتاح ولكن نظراً وجود القباب السماوية داخل مركز سويس اسكشافر للعمة تكنولوجيا فتم تأجيل افتح كوبا لحين الانتهاء من التجهيز باقي أقسام المركز وبفضل الله تم الانتهاء من التجهيزات وبإذن الله الافتح الأزواء القادم دعواتكم وتحياتي الجميع وربما إن شاء الله شكراً لك أستاذة مينوس على هذه التقدمة القصيرة والجميلة السريعة الآن عندما إن شاء الله تأتي سادة نجلاء نجلاء لم تدخل بعد نجيلها مش مشكلة أتكلم فقط عن السعودية بعيداً عن ما ستقوله نجلاء نجلاء أخبرينها بس اسمك بالعربة بنجيزك تبيلي هنا تماماً بالواتس أب عشان نفتحه شكراً لك طيب في المدينة المنورة يعني هناك في السعودية أولاً قباب كثيرة أكثر بلد عربي فيه قباب فلكية أتوقع سعودية فيه يمكن عشرين أتوقع على قل وفيها الثابتة أيضاً كثيرة لكن للأسف يعني يعني ما بدأ لدقته للمرارة وأنا أبحث وأتعب لكن تعب كثيراً وأنا أحاول نجيب الناس نمسكهم هنا وهربوا من هناك مش عارفين نمسكهم ونجيبهم اسبوعين فللأسف ما بعرف ليش ما بحبوا يمكن يتكلم عن قبابه ما شعارش الموضوع لكن أكيد سوف نأتيكم أو تأتونا ونتعرف عليكم جميعاً قبابكم الجميلة في السعودية ما بين متنقل وثابت عندهم ثابتة كبيرة جداً وإن كان معظمة أيضاً يعاني من الحالة القباب الفلكي العربي عموماً فخلينا الآن نشوف هذه إحدى القباب في المولات بشغلوها على أستاذ هاشم الشريف هو قال ربما يستطيع يجي وهذا هي جهازهم اللي برضو فيه واضح أنه فش آي لينز البروجيكتور واضح لكن هذه ثابتة تخلف عن هذه الفكرة يعني بحطوا صورة مختلفة الحقيقة وهنا الطلاب يستفيدون من القباب هذه واضح أن هذه نفسها جهاز جميل بسيط بمجلس كأنه عربي جميل حقيقة وألوانه جميلة وأعتقد أنه مش مكلف فش آي لينز يعني بروجيكتور بسيط توقع هذا كل ما يحتاجه يعني قباب فلكية بسيطة وللعلم هذه الأجل ستتطور تزيد فيه إلى معانيها في سطوعها والكونترست طبعاً عيوبها المعاني القليل والكونترست القليل والريزليوشن متواضع لكن هذا بزيد مع التكنولوجيا إن شاء الله بزيد وبترخص الأجهزة بإذن الله طبعاً فيه أجهزة أخرى راح نشوفها بعد شوية نشكرم عنها مسبقاً خلي أصحابها تكلموا عنها أيضاً في المدينة المنورة هذه الأحداث الفلكية الجميلة هذه من نتسر لأنه ما تجاوب ما يسيرت أبحث بالنتسر أي شيء بسعودية أحطه ونحاول تتكلم عنه لأنه ما شاء الله عندهم شي جميل لكن مش عارفين حصلهم لكن بيجوا إن شاء الله عندنا مثلاً أستاذ مثلاً صالح مثلاً حسن صالح حسن أو صالح خليفة من الخبراء ومعنا في مؤسسين لهذه الجمعية نتمنى إنه ينعم علينا ويشارك اللي مش فاضي ما لا يشتمر مرة تالية إن شاء الله بس تردقائكم ما بدنا منكم فقط هذا بعض القباب الآن نتوجه إلى العراق ونشوف أختنا دكتورة زينب قاسم أنت الآن unmuted دكتورة زينب وسيتكلم بعدك الأستاذ سعد دين وهو من هو ومن الذين ترعرعوا في ذلك المكان هو قديم لأنه بالتالي أيضاً سيضيف شيئاً من ذاكرته الجميلة وليس يعني تعدياً على تخصصاتكم فتفضلي دكتورة زينب ما هي قبتكم في العراق تفضلي سلام عليكم عليكم السلام سلام عليكم ثلاث دقائق ما عليش سامحينا سلام سلام أستاذ شكراً في البداية أحب أشكر القائمين على هذا الملتقى رائع وعلى في مقدمتهم الأستاذ دكتر حميد مدوين النعيمي وحضرتك أستاذ مروان على السعب مقصرة ويانة بالنسبة للعراق العراق يحتوي ثلاث طباب فلكية ثابتة ووحدة متنقلة القبة الفلكية عندنا تجاوز السلايد أستاذ مروان نعم تمام فعدنا هذا القبة اللي قبلها أصو قبة القبة الفلكية اللي بالزوراء واللي تعتبر هذه من أكبر أصروح العلمية في بغداد هذه القبة تم افتتاح عام 1981 بدأت بها أستاذ مروان كمان كمان أكثر قبلها قبلها ويالبعد في شغيره لا ظهر صار خطأ المهم أستاذ القبة الفلكية خلاص هذه مغلقة ما شغيره اللي بتشوفيها اللي بتشوفيها اللي بتشوفيها تتكلمي عنها خلاص بدون سيناريو ما هذه بعد الاحتلال 2003 هذه القبة طبعا فنحن نحتي قبلها القبة الفلكية أصلا هي فتحة عام 1981 وقدر القبة الداخل هو 20 متر وتحتوي على 230 متعد المعدات الفنية لمنظمة العرض الفلكي خليها يسورها هذا السلايد المعدات هي طبعا جهزة مشاركة كارزا الألمانية والتي تعتبر رائد بهذا المجال إضافة لقبة هنا في يحط بالقبة مراسط خلاكية وفي الاستوابات هذه القبة طبعا الصورة الواضحة بالإسلاد هي نموذج مشابه للقبة آنذاك لأن شعر بعد الاحتلال تعرضت القبة للسلب والنهب وحرق كافة محتوياته حاليا القبة فارغة من الداخل لكن هذه القاعة تشبهها كقاعة دائرية وتحتوي على جهاز العرض اللي تشوف بالسلايد عبر أستاذ مروان يوزح مع سميك أستاذ مروان هيا لأن سلو والله أتعبر رواي أستاذ المهم القبة الثانية هي هذه الظاهر أمامكم هي قبة أكاديمية الخليج العربي للدراسات هذه القبة انشئة عام 2015 وتستخدم يستخدمها الطلاب الدراسات البحرية طبعا حتى يستفادوا من عدة جانب النظري مع الجانب العملي مع عرفة السماء والأبراد والنجوم وغيرها من المواضيع الفلكية لتفيد الطلاب أيضا بالإمكان زيارتها هناك زيارات هذه تمثل داخل القبة التي أمامكم القبة تحتوي 100 مقعد ومن الداخل قطرها 20 متر استمر أستاذ مروان بتقليل لا تسمح هذه قبة جامعة البصرة قبة جامعة البصرة أيضا ستحت عام 1979 تحت 200 مقعد القبة للأسف هذه قبة جامعة البصرة وقبة بغداد التي حذفنا بالبداية متوقفة تماما عن العمل بالسبب التي تعرضت إلى بعض الاحتلال والحد الآن لم يتم أعمارها كامل استاذ مروان القبة تمام استاذ مروان تمام ها هي شكرا لكم وشكرا لستمعكم شكرا لدكتورة على التوصيف السريع القباب الفلكية في العراق ونتمنى يا ربي ترجع تلك الأيام أنا زرت قبة الزوراء في 93 أو 94 لأكر تماما ودخلت فيها وأنا أتشرف أني شفت عرض فيها دخلت وشفت عرض كامل هذه مصادفة ممكن مش كثير موجودة ما بعرفكم واحد منكم وجدين جلست فيها أنا جلست فيها وكانت كنا عمنا محاضرة في إحدى الجامعات لا أذكر وحضرنا هذا الشيء إن شاء الله ترجع إن شاء الله كل ظروف في العالم العربي ترجع والعالم كله يا ربي أحسن فأحسن إحنا فلكيين نرى نرى كل خلافات العالم صغيرة نرى كوكب كله صغير خلافاته أصغر نراها نتمنى أن دائما أقول هؤلاء الذين اللي بيعملوا المشاكل هذول يحتاجوا قبة فلكية دائما أقول يحتاجوا يدخلوا قبة فلكية نعم عشان يشوفوا كم العالم جميل وهم يشوفوا راسهم أكبر من حجم الكون هذه المشكلتهم فقط على أكل حال للأسف طيب الأستاذ شكري حابب كان كهاوي عاش في هذا المكان وهو صغير يعني هو الآن يعني راجل يعني راجلون كهل يعني كما نقول يعني الشاب بعد الشباب قليل وعاش في هذا المكان في الناد العلمي ويعرف ما الذي جرى هنا وحب أن يضيف لنا هذه المعلومات اللي بحب عمل سكينشوت يشوفها ما بدأ أخذ وقته يعني وحكي عنه لكن هذه خبراته ومن كان فيها بسجل من كان فيها عطوال الزمان يعني وماذا فعلت هذه القبة وماذا أنجزت هذا هو الجهاز الذي كان في الشو هذه الصورة خديها لا تنسيها دكتورة رائعة من سعد رائعة أستاذ هذا هو جهاز العرض طبعا هذا هو جهاز العرض وكانت طبعا أستاذ مروان كانت هناك ثلاث عروض في اليوم الواحد والطلاب المدارس السدائية وطلاب الجامعات أيضا للمهتمين وصفها هنا هنا وصفها هنا لا فإنه وصفها أيها هنا السبت واحد واثنين واربعاء العرض الأول ساعة عشر صباحا لمدة كذا إلى من الثاني ساعة كذا إلى من الثالث بعد العرض الجمهور يوم الأربعاء فقط وكان فيه ترتيب معين هو منه كان فيه ترتيب كان فيه تفضلين هذا رائع إن شاء الله تعود تلك الأيام على بلادنا جميعا يا رب ويعمو الرخاء يعني بإذن الله لأن القبم يعني يعني يا رب من الأردن الآن أستاذة سحاب نتمنى تكون معنا أستاذة سحاب فريجات وهي مديرة مركز هيا الثقافي المركز الذي بدأت فيه القبابة الفلكية أستاذة سحاب موجودة فتحنا لك المايك أتمنى أنه درتي تدخلي الآن سهلا بكي طبعا بعد أستاذة سحاب سيتكلم أيضا ستتكلم دكتور ألا عند قبة متنقلة رائعة وستتكلم أيضا النجم أسمي أيمن عن قبة نجمة الأردن أيضا قبة متنقلة جميلة فالآن مع القبة الثابتة الآن التي تديرها الأستاذة سحاب ضمن مركزها وهي مديرة المركز على كل حال تفضل أستاذة سحاب مساء الخير مساء الخير أستاذ مروان كنت زميلة ومعروفة اشتقنا لك والله يعطيك ألف عافية وتجاز رائع وشكرا لك كل الحضور والقائمين على النجاح هذا المؤتمر الرائع طبعا المركز هي التقافي هو من أوائل اللي أسسوا مكتب ومتنقلة قبة فلكية ثابتة طبعا كانت هاي بجهود السيد مروان وكان فيه فريق عمل بس أنا ما كان يعني ما قدرت أوصل لهم كنت أحب أنهم يشاركوا جهود ما قبلي والله أنا قدمتها لكن فيه ناس قبلهم الذي أسسهم أنا تقدمت فعلا بس للأسف ما قدرت أنا أوصل لهم نبيل ريال ومحمود وقدومي وهؤلاء يعني أكيد أكيد يعطيهم ألف عافية وكل الشكر والتقدير لجهودهم السابقة نبيل صوالحة نبيل صوالحة يعني أنا فيه هاي المبضة موجودة بس ما بدي أخذ وقت كتير عن تأسيس المركز المركز اللي بحب يعرف عنه بقدر يدخل على السايت وشوف كل برامج مركز هاي التقافي اتأسست القبة الفلكية بالستة وتمانين كانت قبة بتعرض بالسلايدات والكروت والبطاقات بعدين شوية شوية تطورت بالتلاتة وتسعين وبالالفين واربعطاش صارت متطورة أكتر وصارت تعرض صارت ديجيتل ببرنامج ديجيتل سكاي وصارت تقدر تعرض أفلان ساعة القبة الفلكية عندنا خمسة وسبعين شخص طبعاً إنه تعاونات مع الجمعية الفلكية مع الدكتور حنى صابات ومع الستة داليا ساعدونا كتير إنهم يطور برامج سوري دالال ساعدونا إنه نطور برامج القبة الفلكية حتى تقدر تغطي جميع المواضيع العلمية المتعلقة بالفضاء إحنا عادة نعمل برامج الهدف من القبة الفلكية كمان هو مساندة المناهج التعليمية في مدارس التربية والتعليم بتغطي كتير مواضيع من الفلك والجغرافية بالمدارس وهي مركز باستضيف طلاب المدارس حتى يوثق المعلومة الأطفال اللي بياخدوها بالمدرسة عنا برامج عائلية بتقدم للأطفال عنا أفلام من خمس سنين فما فوق وعنا برامج أسبوعية للعائلات العائلات بيزوروا المركز حتى بيزوروا القبة الفلكية كعائلة يستمتعوا بالأفلام الموجودة فيها عنا نشاطات مرافقة للعروض بنعمل نشاطات فنية بتدعم المحتوى الموجود في الأفلام وبنفس الوقت كمان بتثير الفضول والاستكشاف عند الطفل وبتساعد على تنمية حب علم الفضاء والفلك عند الأطفال عنا عشر أفلام طبعا كلها مترجمة للغة العربية وبتمنى إنه ينعمل موضوع المكتبة يكون فيه مكتبة بالوطن العربي مكتبة أفلام للقبة الفلكية نقدر إحنا إنه نستفيد من هاي الأفلام ونقدر إنه نستأجرها لأنه تكلفة شراءها وترجمتها عالي كتير وللأسف إحنا ما بنقدر دائما إنه نشري هاي الأفلام فبتمنى إنه يكون فيه مكتبة عربية لل حتى لو كانت الأفلام أجنبية ومترجمة بس مكتبة تساعدنا إحنا نستعير من هاي الأفلام أنا كان في لي تجربة مع الدكتور عمر بالإسكندرية حاولت أتواصل معاه وعرض علي إنه يشاركني الأفلام الموجودة عنده بالإسكندرية حتى نقدر نطور المحتوى للأفلام اللي منقدمها للأطفال وعرض قائم طبعا أكيد أكيد هي كانت المشكلة بالليسنز إنها يعني صعب إنك تشارك يعني من أحد شروط شراء الأفلام إنك ما بتقدر تشارك الفيلم مع دولة تانية أو مع ملاكز تانية إن شاء الله إنتم ك يعني روادنا هلأ و بتسمعوا صوتنا للعالم إنكم تقدروا تجيبونا مكتبة نقدر هاي المكتبة نتشاركها في كل الوطن العربي وكل عدنا نشارك أفلامنا مع القباب القباب التانية إن شاء الله عنا فريق بتكون من ثلاث أشخاص دي أسرحان رزان مبيدين وهاب عبدين هم اللي بيعدوا البرامج وبيقدموا البرامج التفاعلية بين الأطفال بعد الفيلم بعد ميحضروا الفيلم الأطفال بيصير في جلسة تفاعلية بنفس الوقت بنعمل عمل فني بوثق المعلومة بنتمنى أنه يصير عنا مكتب متنقلة الحمد لله في عنا ناس بالأردن جابوا المكتب المتنقلة وعم بيفيدوا الأطفال ولكن بتمنى أنا كمركز هيا لأنه إحنا منحاول نوصل للمحافظات في المناطق المهمشة حتى الذولاد يعيشوا هاي التجربة عنا برنامج أسبوعي عنا برنامج لزيرات المدارس طبعا هلأ متوقف بسبب الكورونا للأسف ولكن عادة بيكون كي برنامج أسبوعي نستضيف أطفال المدارس بيكون عنا باليوم تقريبا من أربع لست عرود يوميا للأطفال في المدارس وإحنا بدورنا في عنا مكتب متنقلة من خلال المكتب المتنقلة بنقدر نجيب الأطفال على المركز حتى يقدروا يحضروا هاي الأفلام عنا أفلام تحكي عن الفضاء أفلام تحكي عن البحار أفلام تحكي عن عجاب الدنيا السبعة عنا أفلام متنوعة وهي تجربة مميزة لكل الأطفال في الأردن طبعا بدي أشكر الجمعية الفلكية الأردنية بدي أشكر دعمهم إنا وتطويرهم للمحتوى وبتمنى بالمستقبل يكون عنا مكتبة قبة فلكية متنقلة شكرا دكتور مروان شكرا لكم كلكم وشكرا دكتور عمر يعطيكم ألف عافية شكرا أستاذ مروان آسف آسف كنت بشكرك وأستاذ السحاب وبقول نحن معك إن أردت أي شيء إن شاء الله ربما بس نقدر نجي الأردن يعني ونشوف كيف يمكن نساعدك إن شاء الله إن شاء الله شكرا لك أستاذ شكرا لكم جميع شكرا هيا الثقافي العريق المعروف والآن أنا كنت بدي أشوف الدكتورة آلاء لكن للأسف ليبدو إنها مش موجودة لذلك سوف أطلب المحاضر التالي بعد آلاء العزام نتجاوز عملها أو نمشي بسرعة لأنه بدنا نعرف الكل على الموضوع هذا هو هي يعني مؤسسة أسترو جو الأردنية والأهداف علمية وأكاديمية وأيضا تثقيفية يعني تديرها وأسسة الدكتور العزام يعني وهي برامجهم تقريبا وإلهم قبة متنقلة ما عندهم ساركة بس متنقلة وبتجولوا فيها وأحيانا بيجوا الناس لعندهم بروح المدارس هذا هو ما يقومون به وهذا جيد يعني في بروح المدارس بيعطوهم محاضرات في داخل قبة الفلكية هنا الطلاب يعني جايبين الوسائد كمان خلاص فكروا إنه هنا يعني مبيت مع الكون فيبدو نصحوا بينهم ينام ونوم مريحة يبدو فسعداء سعيدات الطالبات هنا أيضا الطالبات والطلاب سعيدين بالقبة الفلكية في إحدى المدارس وهنا لحظة احتضان للكون احتضان جميلة حبيت أعلق عليها أنا أجتهد عليها معبرة جدا سوري دكتور ألا يعني إني حبرت عليها بطريقتي فهذا الطفل شعر أن هذا الكون هنا الكون وأحب الكون شكرا لك دكتور ألا وإن لم تكون موجودة فأتمنى أن يكون قدمنا عنك ما يمكن شكرا لك والآن مع أحد النجوم في الأردن أيضا وهو الشاب يعني الحقيقة حمل رسالة أنه يعني يمشي مع الأطفال ويتجول في قبته وعنده مركز الأخ أي من نعيرات أين أنت أفضل معنا ثلاث دقاء بسم الله الرحمن الرحيم أصعد الله ومساءكم جميعا بكل الخير أنا أصد الله سبحانه وتعالى أنه يبعد عننا هذه الجائحة وتكونوا بكلكم بصحة وبعافية رب يصرني واسعودني أننا نكون نشارك معكم في هذا اللقاء الأول ونلتقى الأول للقباب الفلكية في الوطن العربي وهذه بادرة طيبة ومتازة ورائعة أشكرك أستاذ مروان فأنت الرائد في هذا المجال وأنا تعلمت منك حقيقة في عام 1995 كنت عندك في هذا القبة الفلكية في مركز هيا وهذا الشيء يعني فخور إلي أن يكون أحنا البادرة هذه اللي بدأت منها هي حقيقة هي فكرة لأننا نشتغل مع الأطفال من 25 سنة وفي كل سنة نعمل إشي جديد ولكن جينا على السنة بدنا إشي يعني لسه ما عملنا فوجدنا أن القبة الفلكية بما أن هي أحد هواياتي يعني من وانا صغير فوجدت أنه يجب أن يكون هنا القبة الفلكية وبالفعل قمنا باستيراهة هذه القبة الفلكية والحمد لله رب العالمين وبدأنا في برنامجنا للأطفال في الأندي الصيفية وبدأنا في ذلك عام عام 2019 و2020 توقفنا عشان الجائحة ولكن استمرينا في التدريب الخاص وأعني في التدريب الخاص هي أنه نقوم بتدريب مجموعنا الأطفال وعددهم تسع أطفال في برامج علوم الفضاء والفلك والحمد لله رب العالمين هذه وإحنا صلنا الآن تقريبا تسع شهور أو عشر شهور مع بعض بيأخذ دروس عن طريق العلم تدريب العملي النظري والتطبيق استضافة بعض الأشخاص وإلى آخر وتطبيق عمل السلم وإلى آخر برامج متخصصة نحن نشتر في داخل القبة الفلكية الشماء بعد الموضوع نقطع القبة الفلكية تقريبا 6 متر والأفلان تقريبا فيها 360 درجة منعرض في داخلها في طريقتين إما طريقة المرأة المحددة وإما طريقة اللي هي الفيش آي نظام الفيش آي أو عين النحلة أو العين السمكة ثم نقوم بتدريب الأطفال أو مشاهدة الأفلام منذ 360 درجة يعني بعلاقاتنا الخاصة استطعنا أنه يكون في عنا فيلمين أو تلت أفلام من وكاة الفضاء الأمريكية ناسا كيدز وإيسا كيدز وبعض الأفلام من بعض الشخصيات اللي يعني بشرفة صخصية أعطونا وزودون إياها نقوم نعرضها بمجال عفوا نقطعك عندك اثنين جهازين الفيش آي والميرور نعم ما شاء الله كمل فضل وبذلك نقوم بعرض الأفلام في داخل هذه القبة الفلكية لجميع العمر عندها تقريبا من 4 سنوات لغاية 18 سنة والمعلمين المدارس اللي هم من المعلمين بشكل عام بنعطيهم بعض البرامج الأخرى الثانية اللي هي مساعدة في المناهج والبرامج المدرسية بنزور المدارس وبالتنقلات ولكن لا نقوم بتقديم بس خط قبة فلكية ونقدم أربع برامج مضافة للقبة الفلكية عندنا ملابس رواد الفضاء ينبسوها الأطفال ويتصوروا فيها عندنا كمان طعام رواد الفضاء استوردنا في البداية ولكن بعد ذلك سننتج طعام رواد الفضاء ويأكلوا منه وبيعرفوا عنه والنقطة الأخيرة هي فيزيائية الطيران فجبنا أربع أنواع من الطائرات يقوموا بالتجريب فيها والتدريب ثم عملنا عقد مع جمعية هواة الطيران الأردنية وجمعية ملكية بهوية الطيران وبدأوا الأطفال يركبوا الطائرات مع قائد الطائرة ويحلقوا بالطائرات الخاصة فوق عمان ثم أنتجنا مناهج خاصة في مجال في مجال علوم الفضاء والفلك يقوم بيعطوهم محتوى كامل عن الفضاء وعلوم الفضاء وعلوم الفلك وهي غاية قمنا بنصب هذه القبة في داخل صحراء رم التي تشبه على أغلب صحراء أو تشبه سطح المريخ وأنتجنا فيلما خاصا في القبة الفلكية في داخل هذه الصحراء عن الفضاء وبرامج الفضاء الفريق المكون عندي تقريبا حوالي خمسة نتنقل بالقبة الفلكية للمدارس بصدافتنا وتقديم برامجنا للأطفال العامة في داخل المدرسة يوم كامل عن الفضاء وبرامج الفضاء وداخل المجموم القبة الفلكية الآن نطمح إن شاء الله خلال السنوات القادمة إلى بناء مركز تدريبي تشبيه للأطفال في مجال الفلك وعلوم الفضاء ورياضة الفضاء وتواصلنا مع مجموعة من الشركات نبدأ في هذا المشروع في إنتاجه ولكن نبحث عن التمويل حقيقة لهذا الأمر لأنه مكلف ولكن لا نزال مصرين على أن نقوم بهذه الفكرة وليتكون أول مؤسسة في الوطن العربي الله أعلم تقوم بتدريب الأطفال حتى يكمل المشوار إن شاء الله في باقي الشركات الموجودة في أوروبا وأمريكا الجميل بالفكرة الجميل بالموضوع إنه عن جغرافية الأرض والديناصورات والنباتات وإلى آخره وبدأنا فعليا في هذا المشروع إنه فقط نعرض عن الديناصورات والنباتات وتاريخ الأرض ونشأة الأرض في داخل القبة فلكية أيضا بنفس الوقت يعني هذا إن شاء الله شكرا جزيلا لهذه المبادرة أشكرا أشكر أشكر أستاذ معالي دكتور حميد النجم النعيمي على هذه المبادرة طيبة وأشكر جمعية الجمعية الأردنية وهوات الفلك ومركز الأقليمي لعلوم الفضاء في الأردن وكل شكر لجميع المشاركين تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا دكتور أيمن على هذا الإجاز الجميل شكرا حقيقة ونفتخر بك حقيقة بأدائك الآن سوف أعود بعد إذنكم عودة إلى الخلف قليلا لكي نسمع من من السعودية نعود من نجلاء الفقيه مفتوح المايكروفون ومعك ثلاث دقائق ونصف أستاذ نجلاء تفضلي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله تفضلي أهلا وسهلا عليكم معكم نجلاء طالب من القبة السماوية نحن قبة نعرض 360 درجة عرض وثائق عن الفلك والنجوم مبنى كامل مجهز من ثلاثة طوابق يتكون فيه ورش عمل للأطفال ونادي صيفي وقطر الشاشة لدينا 14 متر لدينا أكثر من 12 فيلم أو موفي جميعها من الخارج عندكم زي ما تلاحظون أمامكم 114 كرسي قبة 4K تكنولوجي 14 متر قطر الشاشة نعرض فيها برنامج World Wide Telescope اللي هو WWT نحاكي الفضاء بجويستيك أو عبارة عن يتحكم الأطفال أو الحضور بأنهم يذهبون إلى الفضاء ويشوفون مثلا لايب الكواكب درب التبانة هذا بعض من الأفلام الموجودة عندنا نحن طبعا كل 6 شهر نغير الأفلام لدينا زي ما نشوفون جولة خاصة أو زي ما نقولون Special Tour for Kids and for Adults مختلفة طبعا عندكم الكبار والصغار ونفتح يوميا من 5 العصر إلى 12 الليل وعندنا يعني تكون في الصباح يكون مثلا رحلات مدرسية أو نوادي صيفية للأطفال وفي الليل تكون للعائلات هذه برامجي هذه برامجي هذا بعض من البرامج طبعا نحن عندنا إفنتات أو مثلا نقدر نقول فعاليات تكون في وقت معين يكون مثلا في ظاهرة فلكية مثلا الخصوف العظيم اللي صار في أول 2017 أو 2018 كان فيه خصوف جزئي أو كان جدا رائع إحنا في وقتها نسوي مثلا إفنت لأربع أيام نتكلم عن كل الأشياء مثلا الرحلات التي ذهبت إلى القمر أو مكاننا في اليونيفرس نحدد أماكننا هذا هذا نفتح مدارك الأطفال أنهم يكونوا مثلا يشوفوا ما موجود في الفضاء الخارجي عندنا متجر طبعا زي ما قلنا ثلاثة أدوار المحل متجر تحت لنبيع فيه يعني الكاستوم والأشياء حقا الفضاء كمان كان عندنا إكزابيت معرض كان جدا رائع يسمى بيماث ألايف أو الرياضيات حياتنا من شركة كان في الدور الثاني وطبعا كان عبارة عن خدمة مجتمعية بدون أي مقابل وكان مفتوح للعام جميعا أتمنى في يوم من الأيام إن شاء الله إذا كل الحاضرين الموجودين يتفضلوا عندنا في فقيه بلانيتيريوم يقدروا ياخدوا هذه الفرصة إنهم يتعلموا عن شيء جديد يأخذهم لبعد آخر شكرا شكرا أستاذ نجلاء يعني أنا كنت مصر أني أستضيفك وصعوب وصلتك لكن جبناك وهلا حتى صار في مشكلة وجبناك رجعت برجوع لماذا لأنه عندي شيء بعيا يعني بصراحة وأقوله أمام الجميع الآن هذه قبة الفقه قبة يجب أن نتعلم منها كلنا كلنا كل وطن العربي يتعلم من هذه القبة لماذا؟ قبة الفقه هي قبة تجارية تبقى يعني نعم يعني تدعم نفسها بنفسها نعم مالك لعائلة يعني 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 خاصة و و مردود العروض والناس هذا هو ما يأتي على يشتري الأفلام يعمل غالية يتكلمنا عنها ويعمل التصميم عفونا للصيان الغالية ويظلهم محاولين عليها هذه قبة تمثل النوع الذي أقول عنه هنا وهناك في العالم فلذلك قبة الفقه قبة يجب فعلا أن نتعلم منها ندرسها كيف تعمل كيف تشتغل كيف الإراد يذهب إلى إلى إغذية القبة نفسها فهي قبة تجارية بمعنى أنها تعمل تعمل ربح وهذا المطلوب ما هو الخطأ خطأا خطأا في العالم العربي يظنون أن القبة الفلكية لازم تكون مجانية في العالم كله ما فيش هذا الكلام المجاني يكون إنترنت أحيانا يكون مجاني لكن الذي تريد أن ينجح المجتمع الذي ينجح يجب أن يدفع المجتمع عشان ينجح هذا الشيء وعلشان هو يقدر نشتلك فيلم جديد وعمر صيان أجهزته مجاني مجان في النهاية بتتاقف وتموت كحال كثير من القرار الفلكية التي نرى ميتة فهذه حالة يجب دراستها بالنسبة أن تعلم منكم أنتم أستاذ شكرا شكرا لك شكرا يدون خدمة مجتمعية للمجتمع ويطلقون عرض الفضاء والناس تعرف أكثر عن هذا الفلك والفضاء نعم وبنفس الوقت تغذي ذاتها نثقف الناس نقدم لهم والمكان يعيش بنفسه يعيش بدون دعم هذا التفكير فيه السؤال الأول أنا ما حبيت أجاوب كنت أخذ هذه النقطة بس بعدها خليت شوي شوي يجب أن يغذي نفسه بنفسه شكرا لكم الآن أستاذ خالد خالد الجمعان الآن المايكروفون معكم أستاذ خالد ثلاث دقائق فقط تفضل شاء الله بذن الله يعطيكم ألف عافية حبيب فضل جميل ما استمعت أول شي أحييكم معكم الفلكي خالد الجمعان مدير مركز الفلك والفضاء في مركز الشيخ عبد الله السالم الثقافي مركز الشيخ عبد الله السالم الثقافي يعتبر أكبر ساحة عرض علمية في المنطقة موجودة حاليا مساحة طبعا هذا المركز 127 ألف متر مربع يحتوي على خمس متاحف المتاحف فقط مساحتها 30 ألف متر مربع وهذه مساحة ضخمة جميع المباني مكونة من ثلاث أدوار وبعض المباني مكونة من أربع أدوار راح أتكلم فقط عن متحف الفضاء اللي أنا رئيسه حاليا وهو الذي يحتوي على قبة السماوية لننتقل السلايد اللي بعده طبعا متحف الفضاء يتكون من ثلاث قاعات رئيسية قاعة علوم الفلك والتي تحتوي على القبة السماوية وقاعة أكاديمية الفضاء وهي تعتبر أول أكاديمية فضاء موجودة في المنطقة فيها أيضا مجموعة ضخمة من المعروضات التفاعلية عدد المعروضات في متحف الفضاء يتجاوز 120 معروض طبعا مجسمات جدا ضخمة على سبيل المثال سأذكر لكم هابل سبيس تيليسكوب موجود في متحف الفضاء بالحجم الحقيقي وهذا ما رح تلقونه إلا في متحف كيندي الموجود في فلوريدا أيضا المعروضات أغلبها موجودة في الحجم الحقيقي وهذا يفسر ضخامة المعارض وضخامة المساحة العلمية لهذه الساحة طبعا عندنا أكاديمية الفضاء وهي تعتبر أكاديمية لنشر ثقافة علوم الفضاء يوجد فيها اللي هو كرسي رواد الفضاء والاختبارات التي يقوم بها رواد الفضاء بالإضافة إلى تجربة الطيران الحية الموجودة أيضا موجودة في أكاديمية الفضاء وقاعة استكشاف الفضاء وهي قاعة منفصلة تحتوي على أكبر مجسم ونموذج للإي أس أس اللي هي محطة الفضاء الدولية القاعات ضخمة القاعات طبعا اللي موجودة في فضاء مميزة وصممت على أحدث نوع وآخر طراز علمي رح ننتقل الآن إلى القبة السماوية معلومات عن القبة السماوية فيها خمس بروجكترات عرض القبة السماوية تسع وتعش متر ونص وتحتوي على أمية وسبع مقاعد بالإضافة إلى مقاعد خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة لدينا عضوية في الإنترناشن Planetarium Society نستخدم برنامج يونيفيو في العرض خمس بروجكترات طبعا طريقة حديثة رزليوشن جدا عالي وأنتم تعرفون هذه الشركة وطرق العرض التي طبعا تتبعها وبرامج اليونيفيو معلومات أخرى عندنا مليون ونصف مجر ممكن عرضها في هذا البرنامج و88 مجموعة مجموعة مجمية تتيح لنا العديد من الأمور وتساعد في مرونة من حيث مواد العروض العروض التي نقدمها أنواع مختلفة لدينا عروض حية للقبة السماوية وهي Life Shows يوجد لدينا معلومات ويكون هناك شخص ويعطي المعلومات بصورة مباشرة وبتواصل مباشر فلدينا طبعا عروض حية نتكلم فيها عن المجموعة الشمسية وعن المجاميع النجمية وأيضا عن بعض الظواهر الفلكية أفلام وعروض تقليدية وهي أفلام عادية أفلام طبعا صممت وانتجت خصيصا لمركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي لذلك هي حصرية الملكية لها تعود للمركز ولمتحف الفضاء بالإضافة إلى الأفلام التي نأخذها عن طريق التبادل مع ال-IPS اللي هو ال-International نصنع أفلامنا بأنفسنا وهذه خطوة كانت جدا جميلة وأيضا كان عندنا مسابقة لولا الجائحة اللي اكتملت هذه المسابقة وهي مسابقة صناعة الأفلام العلمية وهذه المسابقة وتيحت الجميع في الكويت للشباب من باب تشجيع صناعة الثقافة العلمية أو صناعة الأفلام العلمية وهذا الأمر موجود عندنا بالإضافة إلى الظواهر الفلكية بعد أن ما يمكن أخواننا يدرون أننا بالكويت الحمد لله عندنا فرق مميزة للتصوير الفلكي التصوير الفلكي بدأ يتحول إلى نوع من أنواع التوثيق وبدأنا نوثق هذا الأمور بنوع آخر من الأفلام يتم عرضه في القبة السماوية كما حدث في كسوف الشمس تم تصويره وتم رصده وتم توثيقه وتم عرضه في البلانيتيريوم طبعا لمن لم يحضر هذه الظاهرة طبعا الأفلام تجدد كل فترة زمنية كل ست شهور لدينا أربع عروض جديدة الحمد لله مركز الشيخ عبدالله السلام الثقافي يخطو خطوات جيدة ويطور في علم الفلك أربع عروض كل ست شهور ثمانية في السنة هذه بجهة هائلة جدا يعني ما شاء الله الحمد لله نحن في الكويت يمكن لا نعاني من بعض الأزمات المالية في مثل هذا الأمور عندنا اهتمام وتركيز في مجال الثقافة والفنون وأيضا ما شاء الله الله يا ربي زين ويبارك وتكونوا داعمين لإنتاج بالعربي وبالتالي يصبح بدون لايسنس وتوزع الوطن العربي هذا إن شاء الله يا ربي مركز رائع مركز بدأنا هذه الخطوة هناك دعم غير محدود من الإدارة وأيضا من إدارة المراكز الثقافية أو المركز الثقافي في مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي أتمنى أنكم تزورون موقع مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي على الإنترنت ستجدون عروف حية وأيضا يمكنكم زيارة المركز افتراضيا للعلم المركز الثقافي تحتاج لتغطية جميع معروضاته إذا وقفت عند أي محتوى مدة دقيقة واحدة تحتاج لمدة ستة أيام ما شاء الله لدينا الآلاف من المعروضات ابتداء من مدحف التاريخ أستاذ خالد يعني أنا متحمس لما تقول أكثر منك وللتالي أريد أن نستضيفك ربما يوم في عامل كامل نعنى هذا الصرح الرائع أنا لا يعجبني هذا الصرح بثلث دقائق لا يعجبني فسنحفظك إن شاء الله سمحلنا الآن ننهي الافتتاح ردًا على الدكتور عمر الافتتاح كان فيه 5 فبراير 2018 شكراً لك أعيدك بأنه إن شاء الله نتضيفك ونعرف أكثر هذا المكان كله وكيف تعملون كيف تعمل البجت كيف كل هذه الأشياء نحن نستفيد منكم طيب الآن نكون مع الأخت يا سمين الصبر من متح طبعاً فيه قباب كثير في الكويت 3 أو 4 وقد قادمين الآن الأخت منا تكلمنا عن تاريخهم يعني منا مهتمة بتاريخها الأشياء ستكلمنا عنهم لكن قبة أخرى مهمة جداً أيضاً في الكويت وأنا زرتها وهي قبة المتح في الكويتي الوطني يا سمين تفضلي معك أهلاً أهلاً أستاذ مرغون الله يعطيك العافية الله يعافيك تفضلي صوتي واضح نعم نعم تفضلي طبعاً نعرفتكم على نفس الباحثة الفلكية ياسمين الصبر أشتغل بمتحف الكويت الوطني اللي تابع للمجلس الوطني الثقافة والثنور والأداب طبعاً نحن عندنا القبة السماوية تابعة للمتحف الوطني الكويت الوطني طبعاً تأسست القبة عام ستة وثمانين وتم تجديدها بعد يعني الغزو العراقي وحرقها كاملة وتم افتتاحها سنة ألفين طبعاً حابني أنا أتكلم شوية عن القبة السماوية طبعاً هذا شكلها من الخارج بس تم تجديد المكان بالكامل يعني تم تجديد المتحف المتحف في كويت الوطني بالكامل خارجياً ولكن هذه السلة هي يعني شكل القبة من الخارج طبعاً القبة من الداخل تنقسم إلى دورين الدور اللي هو طبعاً المتحف أو المعرض فنقول المعرض الفلكي والدور الأول تمام الدور الأرضي المعرض الفلكي والدور الأول القبة السماوية اللي هي القاعة قاعة العرض وطبعاً هذه الصورة تبين جهاز العرض اللي إحنا طبعاً نعرض عليه الأفلام الفلكية طبعاً عندنا أفلام فلكية لجميع الأعمار وجميع الفئات أو مثلاً خانقول طبعاً يونة وفود أو مدارس أطفال غالغين حتى ذوي الاحتياجات الخاصة في عروض خاصة لهم طبعاً طبعاً هذه من شركة زايس الألمانية والصيانة أيضاً من ألمانيا من شركة الألمانية دائماً يكون عليها صيانة ومتابعة بشكل دوري ولله الحمد يعني إحنا كفريق قبة سماوية يعني متعاونين إذا صارت أي مشكلة أو إذا صار أي طوارئ نقدر نحن نتفادعها عندنا وايد عروض بالقبة يعني مثلاً خانقول على سبيل المثال أصل الحياة وفيلم الشمس طبعاً من أهم الأفلام اللي تعرض عندنا بالقبة السماوية لسبب واضح وهو كمية المعلومات القيمة الموجودة بالفيلمين هذولي أما باقي العروض في طبعاً العروض كما ذكرنا يعني حق الأطفال طبعاً هنا أول شي عندنا الصورة الأولى اللي هي ذات الحلق هذه موجودة بالمعرض الفلكي اللي هو بالدور الأرضي كما ذكرنا والجهاز أرض النجوم اللي هو موجود بالدور الأول طبعاً في صورة الأولى اللي هي وسط المعرض الفلكي في القبة السماوية وهي تتميز بشيء وائد وائد مميز بالنسبة حق زوار ودائماً يعني 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 يعقون على هالمكان والسبب أن في وسط هذا المعرض في نفس دائرة دائرة بروج هذه طبعاً أرضية المعرض عبارة عن من حجر الفوسي فساء طبعاً الأحجار يعني جداً جداً فخمة وتعطي حق المعرض فخامة وفي سطح اللي هي في الوسط السطح أو السقف بمعنى صح مقاعر فلذلك لما يعني يزورون المعرض الدوار يلاقون في صد صوت في وسط المعرض لو تنهي يعني بيكون إنه خلاص طبعاً إحنا فريق عمل القبة السماوية واستاذ مروان شويكي يسألني سؤال بصراحة أنا يعني حبيت السؤال إن لماذا سميت القبة السماوية ولم تسمى القبة الفلكية عدل؟ طبعاً مشاكل مروان لأن القبة السماوية إحنا سميناها القبة السماوية لأنها لأن طبعاً جهاز عرض النجوم اللي في وسط القبة يعرض النجوم كما كانت في السماء لا يسف يعني فعشان سميناها القبة السماوية أجمل سماوية فنية أجمل لكن فلكية لأن السماوية مختلفة سماوية إشي بسيط بس الفلك من النظريات وبنعرف بتعرضي حتى أنت طيب أنا سمحولي بس آخذ يعني بيلا فقط خمسين ثانية تعرفنا شوية يعني شبت شبت أستاذ نبيلا اتفضلي بسك يعني بدي أنا أسمع منك شوية يعني مساء الخير جميعاً شكراً لهذا الملتقى الرائع بصراحة أول مرة أشارك فيه وهو الملتقى الأول أتشرف بحضور الجميع واستفت من الجميع أنا ربما يكون لي تعليق خارج نطاق التكنولوجيا للطباب السماوية أنا عندي في العالم العربي مشكلة في النصوص النصوص لما نقارن النصوص العربية للقباب الفلكية في نصوص الغربية نجدها شوية جامدة أعتقد لو في عندنا خبراء نصوص لأن أنت عارف الحين العالم كل الأطفال منفتحين على مختلف الثقافات فلو فلو فيه أسلوب تشويقي في العروض يدمج العلم والثقافة مع العرض يعني أنا أنا حاسة أن العالم العربي بعد المتخلف شوي في هذا المجال يهمني جدا النصوص وأنا أدري أن مصر رائع وأكيد غير مصر بس أنا ما أدري عندي ميول شخصية لمصر عندها كتاب رائعين فلو نستفاد منهم في إدخال من الدنيا يعني معروف أدبهم والله يعني العالم العربي مليء الحمد لله كل عالم لو نستفاد من الكتاب العباقرة الموجودين في العالم العربي بأن نخليهم يكتبون لنا نصوص تمس الطفل العربي وتثقفه في نفس الوقت بأسلوب تشويقي لأن هذا شيء تفتقر له الدول العربية على ما أعتقد شكرا لك ما أبي أطيل عليكم قمتنا شكرا لكم شكرا للجميع حبيت لم تطلب أنا بس حبيت تدخل في الموضوع لنا شكرا لك شكرا لكم بارك الله فيك الآن مع أستاذة قديرة ومعروفة في الكويت الأستاذة مونة عنبر وهي جابت بعض القباب الفلكية أقصد أنها ذهبت ولها يعني فيها يعني باع وذراع فتفضلي أستاذة عن تاريخ لن تكلم عن القباب بذاتها ولكن تاريخها في هذا المكان تفضلي سيدتي ثلاث دقائق في البداية أرحب بالجميع الويوب معظمها مألوفة سواء من أهل الكويت أو خارج الكويت كلنا زملاء وأخوان وأحبايا أحب أن أوه أخ بروان أنا مماسكة تاريخ القبة أنا أصلا تاريخ القبة يعني أنا كنت في المتحف الكويت الوطني من الجيل الأول اللي قبل التجديد قبل الغزو وعندي ريبورت كامل بدايات القبة من أول افتتاحها إلى أن وصل إلى الغزو العراقي بعد الغزو وبعدين تجددت وتولوها الزميلات كلهم من نبيلة وياسمين والباجي الشباب الحلو ماشاء الله الشباب فيهم البركة كلهم كلهم فيهم البركة الحمد لله طبعا الكويت فيها أنا حاطة خمس قبب فلكية ولكن هي في الحقيقة بعد المركز عبدالله السالم الحديث اللي يتوق مفتتح ويديرها الأخ خالد الجبعان أصبح ست قبب فلكية في البداية كانت أول قبة فلكية عمرها أكثر من 45 سنة وهي تابعة لوزارة التربية في متحف العلمي يطلق عليه هذه القبة تسع حق خنقول أربعين أو خمسين لأنها هي متخصصة لطلاب المدارس وبعض الزيارات التي تيه من خارج الكويت وبعض المتمين في المتاحف لأنه هو متحف علمي ما راح أكثر منها للأسف بعد تجديد المتحف العلمي تم التوقف من استخدامها لأنه لحد الآن قاعدين يجددون ويحاولون شفيك تظلم البرنامج الحين أوكي الإضاءة زينة بأخذ سكرينشوت فلن أخذ سكرينشوت بظلم فضلي إيه على سانت شديد القبة الثانية اللي هي بعد المتحف العلمي اللي تابعة لوزارة التربية قبة متحف الكويت الوطني وهذه تطرقت لها الأخت ياسمين ما راح أتكلم عنها وضيع الوقت لا ما خلاص ضعي لك نص دقيقة وستاذي مونة نص دقيقة أوكي عندنا القبة اللي تابعة لأحد المدارس وهي ممكن تعطيني أيوة هذه القبة اللي تابعة للمتحف العلمي وزارة التربية هذه القبة الثانية وهي أيضا جهاز سبيست عفوا القبة اللي تكلمت عنها بالأول هي جهاز زايز كارلي زايز ومن أقدم الأجهزة القبة اللي بعدها هي سبيست شركة سبيست الأمريكية وهذه تتقل إلى ما بين 10 إلى 13 متر وتاخذ حوالي 70 كرسي ولاحظ معظمهم من وزارة التربية لأن هذه موجودة داخل بدرسة فما تستقبل إلا طلبة مدارس هذه هذه قبة الناد العلمي بنيت طبعا سنة 1900 لاحظ سعتها أكثر من 10 متر ثانيا 9 إلى 100 كرسي إحنا سوينا حركة أخ مروان أنت تشايف الجسر العمود خلينا لاصق بالجدار فأخذينا سعة في مساحة القبة علشان نقدر نحط كراسي إضافية أكثر من الكراسي العادية وهي حوالي 100 كرسي لاستقبال الجمهور طبعا هي متعددة الأقراض للطلبة للهوات الناد العلمي لطلبة الناد العلمي نفسهم للمدارس تستقبل كلية الدراسات التكنولوجيا معظم الجهات العلمية الأكاديمية من جامعة الكويت إلى آخر لأن معاها مرصد هنا قبة المركز العلمي هذه سووها في قاعة اسمها قاعة الاستكشاف خاصة للأطفال فعملوها على شكل مركبة فضائية لو تلاحظ الساحة هذه المركبة الفضائية هي داخل القبة والجهاز هذا هو جهاز جهاز ستار متخصص في عرض النجوم والكواكب وهي ليست فقط لعرض البرامج الفلكية متعددة العروض يعني تاخذ مثلا عن العلوم الثانية عن الفيزية عن الطبيعة عن البحار عالم البحار إلى آخر فهي متعددة الأغراض بس هي بالأساس مبنية علشان عرض القبض الفلكية البرامج الفلكية شكرا شكرا أستاذ مناس محيلي يعني أنا صرت آخر واحدة وأقل شيء لا مش آخر واحدة انتهى في الوسط وراك مثل هذا العدد وأكثر إلى مكانين معا من خلال شخص واحد وهو الزميل في جمعية القباب الفلكية عضو مجلس الإدارة الأستاذ سليمان البوسعيدي تفضل يتكلمنا عن قبتين قب عن ثلاث قباب بسرعة في سبع دقائق فقط وهي مسقط وفي عمان أيضا هناك قببة أخرى وأيضا قببة ثالثة يديرها أو يشرف عليها في قطر تفضل أستاذ سليمان السلام عليكم ومسألة الخير جميعا إن شاء الله سأخذكم جولة سريعة الزميل زميل قديم على سهل بالقباب الموجودة في سلطانة عمان وبعد ذلك إن شاء الله سنذهب إلى دولة قطر الشريطة طبعا كما تشاهدون هنا موجودة مركز عالم المعرفة يطلق عليه مركز عالم المعرفة اللي يتكون من ثلاث مناكب مع بعض لأن هذه تقدم شركة تنمية نفط عمان وهي أكبر شركة رائدة طبعا الشركة هي تدعم هذه وهذه طبعا هدايا تقدمه الشركة كل خمس سنوات للمجتمع المحلي بدأت في معرض النفط والغاز في عام 79 وتم تحديثها في 95 وقبة الفلكية في عام 2000 وتم تحديثها في عام 2012 وبعد ذلك مركز الأكولوجيا طبعا في هذا المركز نحن نشاهد ما تحت الأرض وهو معرض النفط والغاز وما فوق الأرض وهو القبة الفلكية وفي الأرض وهو مركز الأكولوجيا الذي يعنى الذي يعنى بالطاقة والطاقة المتقدمة للآخر طبعا القبة كما تشاهدون تأسست في عام 2000 وتم تحديثها في نظام جديد طبعا النظام السابق ما تشاهدون في الوسط من نوع شركة زايفس وهو من نوع سكاي ماستر ZKB3 بعد ذلك في عام 2012 تم تحديثها لخمس مركز الأكولوجيا موجودة في عرض آخر في الصورة الأسفل اللي تلاحظون الأخ مروان لما كان يدير هذه القبة كان كثير شاب في هذه الفترة وما ظلنا وما ظلنا وما ظل اشاليك اشاليك في الصورة الأولى كان فيه افتتاح اعادة افتتاح القبة في عام 2015 طبعا توجد عدد من المناظير الفلكية نستخدم قريب من القبة أو خارج ست مناظير ليلية مختلفة العاكس والكاسر إلى آخر وأيضا منظار شمسي من خلال وصل الشمس طبعا هذه المناظير أيضا الحين هاوي للفلك ولا يقدر أن يمتلك منظار يمكن أن نعيره هذه المناظير ومشارك طبعا فيه كثير من العروض الأخرى قطر الشاسة 11 متر وتحتل طبعا على 60 مقعد طبعا تقنية العرض من شركة جلوبال إن شاء الله سنعمل في تحديث القبض الأخرى الصورة الثانية كما تشاهدون هذه طبعا بعض الفعاليات التي تقوم بها القبة الفلكية والمراكز الأخرى طبعا فيه برنامج صيفي وبرنامج شتوي وأيضا زيارة المدارس وورش العمل الشهرية وأريد أركز على الصورة الرقم الثانية لو تلاحظونها هذه الصورة استحدثنا نظام جديد هو اللي يسميه إيكولاس طبعا 30 جهاز هذه طبعا لمناطق الامتياز هذه طبعا نربط 30 جهاز عن طريق الآيباد وممكن نشغل من الأفلام الفلكية في جميع الأفلام طبعا 700 إلى 1000 كيلومتر فذهبنا لهم للتوعية في مواضيع العلمية والمواضيع الفلكية وكان لها ما شاء الله يقبال يعني مقطع النظير ولكن هنا توقفنا بسبب الشيء سمع هذه كوفيد-19 الصورة السفلية نشوفها الآخر واحدة طبعا منظار لرصد الهلال أيضا لأنه في بعض المشاركات والصورة اللي جنبها هذا طبعا كان مهرجان للمناظير وكان نحن مشاركين حاولنا نجمع جميع هوات الفلك الموجودين في السلطنة مع مناظيرهم كانت حقيقا فعالية كثير جميلة اللي أعلى كان فيه الجامعة الأكبر لرصد عبور كوكب الزهرة طبعا عدد من العروض القبة الفلكية الحالية الموجودة هنا ونستخدم نظام أغلب القدم الزهرة أم عطارد لا يمكن الزهرة الزهرة 2012 نعم إذن عطارد نعم عطارد نعم نعم ننتقل للصورة اللي بعدها فطبعا هذه العروض الموجودة باللغتين العربية واللغة الإنجليزية الصورة اللي بعدها مروان لنعطي فرصة لإخوة ما شاء الله عليك خبر كمان طبعا هذه القبة المتنقلة تمت تشينها في عام 2015 طبعا في عام واحد أكثر من 27 ألف زاير قطر القبة 10 أمتار وتحتوي طبعا على 60 مقعد من شركة فول دوم برو الروسية هذا طبعا بعد ذلك تم إهداء أهلي الجمعية الفلكية العمانية كهدية من الشركة لمواصلة المشوار وزيارة المحافظات الأخرى للسلطان وتحقيقنا لها إقبال كبير لكن في فترة حالية في الصيانة الخاصة في مواضيع كوفيد 19 هذه بعض الصور للزيارات اللي قامت بها الصورة اللي في الأعلى في ولاية نزوة واللي جمها في مهرجان الخريف في صلالة واللي أسفل في جامعة السلطان قبوس فحقيقة كان لها إقبال منقطع النظير شكلها جميل أجمل بالمنفوخة الأخرى أنا هيك لاحظت فكري شو راي ناقش بعدين جميلة حقيقة جميلة ممكن من لقاء على دوزاين طبعا القبة الثالثة هي مركز لوا للعلوم والابتكار هذا عن طريق دعم من شركة أوكيو هذه موجودة في ولاية لوا طبعا قريب من صحار الحين هدوها لوزارة التربية والتعليم اللي تقوم بإدارة هذه القبة مثل الشباب الأخرى اللي تكلموا في الموضوع بخصوص موضوع الدعم والإدارة وإلى آخره طبعا هذا كمركز يحتوي على مكتب عامة مركز للتعلم والابتكار ومتحف الصغر وصالم تعديل الأغراض وواجهة يا ريع يمكن هذه تؤجر للجهات طبعا بيكون هناك ريع لهذا المركز طبعا قطر الشاشة ثمانية متر وتحتوي على 30 مقعد إلى الآن لم تستتح بسبب الأوضاع الحالية وإن شاء الله عما قريب سيتم افتتاحها وأنا شرفت شخصيا على بناء هذه القبة وإن شاء الله سيكون التدريب للموظفين أيضا أحب أن ننو هناك إن شاء الله قبتين ستنشئ قريبا في محافظة البريمي في نفس الشركة أوكيو وأيضا الأخرى في عبري جميل إن شاء الله هناك في هذا المواضيع بإذن الله الآن ننتقل إلى دولة قطر الشقيقة طبعا قبة الثرية الفلكية الموجودة في الحي الثقافي كتارا طبعا كان ليشرف أني أشرف على هذه القبة في إنشاءها في عام 2017 تم افتتاحها في عام 2013 في اليوم الوطني يعني تقريبا أكثر من 37 ألف زائر زارون في عام واحد قطر الشاشة طبعا 21 متر وتحتوي على حوالي 200 مقعد إضافة إلى بعض المقاعد المخصصة لدوية احتياجات الخاصة بسترجع دقيقة للخلف تكرر مروان طبعا هنا موجود مرصد طبعا المرصد اللي الآن لم ينشأ لأننا أجلت موضوع المرصد قليلا لأننا تعرف هو المنطقة هذه قريمة من البحار ونشوف الإقبال ونشوف نختار الجزء المناسبة لهذا المرصد فالحين نحن إن شاء الله في الخطة القادمة في عملية إنشاء المرصد وأيضا المتحف لم يكتمل بعد في عدد من الأخضاء وحقيقة اللقاء مع الأخوة في جميع المتاحف القبابة الفلكية هذا يساعد على اختيار المواد اللي يمكن لا توجد في المراكز الأخرى ويكون هناك تعاون طبعا تقنية العرض من جي جي ستار سيكس الحين صدرت جي جي ستار سفن نحن قابلها بفترة بسيطة نظام طبعا هذا نظام ثلاثي وثنائي الأبعاد طبعا القببة تشتغل على نظام ثلاثي الأبعاد طبعا لأسف الشديد نظام ثلاثي الأبعاد فكرة ممكن نطرحها للجميع صعوبة حصول كثير من الأفلام عليها يعني عدد بسيط فقط كانت قبل الفكرة المسؤولين في كتارة أو الحيث ثقافي كتارة فقط تكون بثري دي لكن أنا عرضت الفكرة قد لمبتعاملية تكون كثير صعبة للحصول على الأفلام والعروب طبعا توجد فيها مكاتبة سحابية أيضا دوم كاستينج اللي يمكن نربط جميع القبابة الفلكية لنفس النظام كما نشاهدون في الصورة أيضا نظام ستم اللي هو ساينس تكنولوجيا ويمكن يعرض الجدول الدوري والرياضيات وهذا حقيقة تسحل كثير للمدارس اللي موجودة في قطر توصيل معلومة ليهم أيضا بينات نوافع علم الأرض واللي عجبني فيه البرنامج ستيري نايت كمنهاج كامل موجود بضغطة زر أي سؤال يستفسر الطالب يكون كثير سهل أيضا يمكن ربط هذا الجهاز بالكمبيوتر ويمكن عرض أي برزنتيشن إحنا لم نستخدمه فقط كقبة فلكية أيضا عملنا كثير من العروض كثير من الاستقبال تدشين بعض الكتب والروايات كون الحي الثقافي كتار ومهتم بهذا المواضيع هذا نزاعد في أيضا يوجد وصلة ربط المنظار الموجود في الخارج إلى الداخل طبعا لو تلاحظون ننتقل للصفحة اللي بعدها لكي نترك المجال طبعا لو تلاحظون هذا العروض الأول والثاني والثالث رايد الفضاء وفجر عصر الفضاء وهذا طبعا بالثري دي برنامج فقط أن الظلام هذا طبعا البرنامج تم ترجمته للغة العربية في استوديوهات صوت الخليجي اللي موجودة في كتار طبعا لما يكون مثل هذا يساعد كثير فكان الأخوة كثيرة متساعدين فهنا سقلنا العروض باللغة العربية ونحن نجد في الموقع بعض العروض اللي الآن لم ندشنها إن شاء الله في الأيام القادمة سيقوم تدشين هذه العروض آسف إن كان رحنا بالعكس فضل بعد ذلك طبعا هذه بعض المعروضات لمشاهد رجل الفضاء بعض الكواكب عفونا قمار الكواكب مجسم للنيزك وعيد من بعض المناظر خاصة للشمس ورصد الهلال وأيضا آل التبالي اللي موجودة فيها الوسط الصورة انشقاق القمر المذكورة في الآيات القرآنية وطبعا يعطيك التضاريس القمر إلى آخره فهذا يسهل العملية بعض المعروضات عن المناظر كيف بدأت والعدسات إلى آخره وطبعا الصورة موجودة هنا طبعا دولة قطر أطلقت قمرين صناعيا سيلسات واحد في 2013 وسيلسات اثنين في 2020 وهذا مجسم في أيريان فايف اللي يطلقوا منه وفي مجسم آخر لسيلسات واحد واثنين موجودات طبعا هذا جولة سريعة طبعا اللي حاب يزور القبط خاصة قبطة ثريك كما تلاحظون في قريب من هذا بعض الزيارات اللي تام فيها من قبل السفراء الدول والمدارس لو تلاحظو هي قريب من البحر ومنطقة سياحية كبيرة وهذا ساعدت في استقبال كبير من الجمهور القبط القبط اللي موجودة في السلطن طبعا وقبط الثري أيضا هي بالمجان طبعا للجمهور اللي حاب يزور قبط الثري ممكن يدخل على الموقع معنا كتارا عفونا الثريا كتارا وقبط شكرا جزيلا شكرا لك يعني محاضرة مثالية صراحة وسريعة ومنطبطة 100% شكرا زميلي حبو فكرة على أبوك وإلا كان حبوك الصلاة على فكرة مستشار الفني لإنشاء على فكرة ماشاء الله عليكم شكرا للاستاذ سليمان البوسعيدي على هذا الإجاز الجميل لمجموعة من القباب في دولتين من عمان وقطر والآن اسمحوا لي ننتقل إلى فلسطين عندنا أستاذ داود طراوة لكن ربما أنه داود مسكين خبرينه مريض صوته بالتالي سوف يتكلم عنه خطاب أبو الرب خطاب مفتوح المايك عندك تفضل سأخير للجميع بداية بداية بعرفكم بنفسي خطاب أبو الرب طالب فيزياء وأيضا نائب رئيس الجمعية الفلكية الفلسطينية اليوم سأتحدث عن القباب الفلكية في فلسطين يوجد في فلسطين لحظة قبل أن تبدأ هل أنت متحدث الوحيد عن كل القباب أو في غيرك سيشاركك أنا فقط إذن لديك ست دقائق تفضل مش ثلاث شكرا لك شكرا لك في البداية نحن كجمعية فلكية فلسطينية نقوم بالعديد من الأنشطة من المخيمات الفلكية من المحاضرات والندوات في مختلف أنحاء فلسطين وأيضا نحتفل غدا في ذكرى ذكرى السنوية السابعة لبداية امتلاقتنا بأول مخيم في فلسطين في أول مخيم فلكي في فلسطين كما تحدث الجميع القباب هناك نوعان من القباب منها الثابت ومنها المتنقل أو المتحرك يوجد في فلسطين قبتان القبة الأولى موجودة في مدينة أرخليل بقطر خمسة أمتار هذه القبة هي نوعا ما يمكن تحريكها ولكن هي متواجدة في المركز ونوعا ما نقول أنها ثابتة يشرف عليها المركز الكوري وأيضا بطاقم من الجمعية الفلاكية الفلسطينية من الزملاء جيد اسمح لي القطع بس في نقطة عشان ننأكد إحنا جمعي عشان نثبت أشياء يعني في الاصطلاح عندما نقول قبة ثابتة مقصود فيها أنه منشأ لا تتحرك ولا يمكن أن تتحرك له مبنى يعني والمتنقلة حتى لو ثبتت في مكان وارتأيت أن مكانها مناسب لا تريد أن تتجول بها بنسميها متنقلة أيضا اللي هي المنفوخة بس للاصطلاح يعني للاصطلاح فقط شكراً شكراً يوجد بها المتواجدة لطلبة المدارس خاصة ويشوف عليها طاقم الدمية الفلكية الفلسطينية وخاصة لهذه القبة نحركها بين المدارس ويستمتع الأطفال جداً بمشاهدتها هذه القبة نقوم باستخدام بروجيكتر من النوع العادي بحيث أنه يغطي جزء من عفوا جزء من القبة ونسع بالمستقبل إلى تطوير هذا البروجيكتر بحيث أن نضع مرآة محدبة لتعكس الصورة في جميع اتجاهات القبة لإتاحة الرؤية 360 درجة وهذا ما سنقوم بعمله مستقبلاً وهذه الصور لإطربة المدارس يدخلون إلى القبة وجميع الصور نوعاً ما هي لنفس الشيء هذا ما لدي بخصوص موضوع القبة الفناكية لإتاحة المجال لباقي المشاركين بالمشاركة شكراً لكم جميعاً وشكراً أستاذ مروان على هذه الاستضارة شكراً شكراً لك كثيراً عزيزي خطاب شكراً شكراً ونتمنى إن شاء الله يكون عندكم قباب فلكية بإذن الله يعني ثابتة وكبيرة إن شاء الله بجهودكم هؤلاء هؤلاء الشباب اللي أنا شفت أسماءهم يعني ما شاء الله ما شفناهم كنت أتمنى أشوفكم كفريق مرة القادمة يعني هؤلاء نفخر بهم حقيقة يعني شكراً ونتمنى السلام لأخينا داوود طراوة الذي حقيقة بدل جهداً كبيراً إلى أن وصلنا إليكم وتعرفنا عليكم والآن نشوف مع سوريا وأيضاً مجموعة من القبب المتنقلة أيضاً قبب المتنقلة مهمة كما قلت دائماً نتابعوا قبب المتنقلة مهمة جداً فإلى القبب المتنقلة في سوريا ولما نوصل لبنان رح نسمع حوار يختلف شوي عن القبب المتنقلة من حيث ليس فقط العرب نفاجأ بس تجي لبنان تفضلي تركيا جبور تفضلي معك 6 دقائق أيضاً تفضلي دقائق وعلى السريع خافي في الكمبيوتر مشاهدي من الموبايل أني ممكن أرجع أحكي أيب خمسة إذا خافي يطفي خمسة بنعطيك خمس دقائق رح أحكي فيها اليوم بهذا اللقاء جميعنا تعلمنا أن البلاغ في الإيجاز بصراحة هذا اللقاء ممتع جداً حتى نحن نتقدر الخبرات الفلكية أنا بدي بلش من محل ما حكت آنسي الأستاذي صاحب الأستاذي صاحب من منتظ هيا أنه هي بتتمنى يكون عندنا قبل فلكية متنقلة ونحن في سوريا نتمنى أن يكون لدينا قبل فلكية ثابتة بدلوا 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 إن شاء الله يا رب وبجهود الجمعية جمعية القبابة العربية اللي أنا بفتخر تكوني معكم من الأعضاء المؤسسين أستاذ مروان نعم تلكيش بور من سوريا عضو مجلس إدارة الجمعية الفلكية السورية الجمعية الفلكية السورية تأسست في 31-8 2005 هدفنا نشر علوم الفضاء والفلك بين الجميع سوريا تملك قبل فلكيتين القبابة الفلكية طبعاً القببة سوريا الموجودة هي قببة متواضعة من شركة استقرال لعب الأمريكية طبعاً هذه العروض اللي قدمتوها وأنا اليوم رحت تجولي على كل الدول العربية وتعرفت على عدد هائل من القباب الجميلة شاء الله نزورها قريباً ومنقدر نحقق هذا الشيء القبة الفلكية المتنقلة زارت الكثير من المدارس الكثير من المعاهد الكثير من الأماكن وكل المحافظات السورية كان القبة الفلكية بسوريا على الرغم من بساطة الأجهزة الموجودة فيها طبعاً قطر القبة الصغيرة حوالي 3 أمتار والقبة الكبيرة حوالي 8 أمتار على الرغم من بساطة الإمكانيات المتواجدة استطعنا أن نوصل علوم الفضاء والفلك طريقة مبسطة لكل أطفال كان في احتشادها من الأطفال ومن الشباب في الجامعات من المعارض كان للكبير من الأكين خلال جمعية السلكية السورية مشاركة في العديد من المعارض في العديد من الفعاليات التي أقيمت في سوريا بهدف تطوير علوم الفضاء والفلك طبعاً نحن في سوريا حاولنا من خلال هذه المجموعة من السلاندرات كانت موجودة الكبير الفلكية مثل ما حكيت وكان فيها عروض عن المجموعة الشمسية عروض عن المجرات بالإضافة للصفاحة التونية بالإضافة لكثير أشياء كانت موجودة نقدر رحنا من خلال نوصل سوريا شو عم تحاول تعمل من خلال الكبير الفلكية الكبير الفلكية المتنقلي زارت العديد من الأماكن حالياً نحن في سوريا بعد الحمد لله النقل النوعي الحقصناها وشراء ونحاول يكون فينا إن شاء الله الكبير الفلكية ثابتة طبعاً هاي الجهود عم نحاول أنه نقللها من خلال التعاون مع عدد من الجهات والفعاليات في الوطن العربي الكبير الفلكية كان مديرا دكتور محمد العصيري لما كنا نتنقل فيها وكنا أنا والأستاذ محمد الكحال من المشغلين والعارضين للبرامج اللي كانت فيها طبعاً مثل ما حكيتوا البرامج المجموعة الشمسية خريطة السماء أهم شيء كان يجذب جميع الداخلين للقب الفاكي لما يطلعوا السماء وتسمعوا كلمة الواو لا إلهي هذا التعبير الرائع منهم جميعاً كان لما نحط سلندر الأبراج سلندر الأبراج والتجمعات النجمية كان يجذب العديد من الناس لأنه كثير من العالم كان ستكتر علوم الفضاء والفلك هي عبارة بس عن أبراج وتنديم نحن استطعنا من خلال الفلكية والفعاليات اللي عملناها نقلنا بين عدد كتير كبير من الجهات أنه نحن نوصل علوم الفضاء والفلك بطريقة جميلة هي اقتراح عندي من خلال طبعاً حكوزوا الزمالاء من قبل مني أنه نحن من خلال جمعية القباب العربية نسعى لتبادل واستجار أو تعاون أنه يكون في عنا أفلام يكون في عنا مخزون من الأفلام العلمية اللي نحن من خلال عبنوصل معلومات فلكية مفيدة جميع المهتمين بعلوم الفضاء والفلك حتى نكون عن اليوم الخطوة ونقلة نوعية كتير كبيرة أنه نحن متسلقين على هدف فنمية علوم الفضاء والفلك سياسة تركيا خلاص والله يمكن انتهى الموبايل عند الجهاز طبعاً الأخوة في سوريا بعانوا مشكلة الشحن فأصعب شيء عندهم يعملوا لقاء معنا يعملوا لقاءات لأنه بتجيهم ساعة ساعتين الكهرباء فبروح الشحن وبستنوا فينا ونعلم كم بتعب ولا يوصل عنا يعني يبذلوا جهداً خرافياً حقيقةً بس إنهم يكونوا معنا ولو ساعة يشاركوا فينا في ذلك كل الشكر وكل التقدير والحب بأخوتنا في سوريا جميعاً فشكراً لك أستاذة تركيا يعني قالت أنا لكثير ست دقائق تخشى أن يطفئ الجهاز وفعلاً أطفئ الجهاز عند خمس دقائق تقريباً فلكي كل احترام والمحبة لكم جميعاً الآن نمضي بعد نكمل صفحات أختنا تركية هذه هي قبة وهذا الجهاز البروجيكتر هذا التليسكوب أيضاً يقوموا فيه الآن ننتقل إلى الجزائر ومعنا أربعة شبان سيتكلمون عن قبابهم كلهم في دقيقتين إلى ثلاث واسمحوا لي أشكر أستاذ مروان خوجة الذي هو وصني بالجميع واشتغل معي شغلاً كبيراً إلى أن وصلني بهؤلاء فأستاذ مروان معنا أنت نعم أهلاً بك تفضل تفضل يا مروان معك أنت أربعة وهم دقيقتين 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 هيك عشرة ومع الدقة بس خليهم لو سمحتم يكتبوا لإسمهم يعني مش عارف أنه والله كده أصل أسماءهم كتبتهم لي خلاص تفضل إذن بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا الكريم أتقدر بالشكل لكل القائمين على تنظيم مرتقى القباب الفلكية العربية الأول وخاصة أستاذ مروان شويكي على دعمه وتوجيهاته لي ولكل السادة والسيدات الحضور معكم مروان علي خوجة فلكي هاوي مؤسس نادي الزرقالة لعلم الفلك بمركز تسلية العلمية بمدينة مدية الجزائر إذن بدأت قصة القباب الفلكية في الجزائر خلال الثمانينات من القرن الماضي أين تم اختراح مشروعين لإنشاء قبة فلكية الأول من طرف الجامعة الإسلامية لمدينة قسنطينا والذي أشرف على وضعه وتفصيله أستاذ جميعيون حتى تم تعاقد مع شركة أمريكية شركة سبيدز ولكن للأسف المشروع لم يرى النور لسبب غروف خاصة كذلك المشروع الثاني طلبه المسؤولون في مدينة بالعباس وتم إنهائه وتقديمه سنة 1989 وانطلقت فيه العروض ولكن للأسف توقف المشروع بعد سنوات بسبب نقص في الصيانة وقطاع الغيار والخبرة الفنية ثم بعدها تم إيشاء قباب فلكية ثابتة وقتنا أخرى متنقلة في مختلف أرجاء هذا ما جاء فيما قال في فلسة الجزائر ماضيا وحاضرا ومستقبلا للأساتذة الدكتور النظام والدكتور جمال ميموني والدكتور كريم مزيان إذن حسب الإحصائية التي قمت بها مؤخرا بمساعدة أستاذ حسين فهيس هو مستشار شباب وفي قطاع شباب والرياضة هناك خمس قباب فلكية ثابتة في الجزائر وستة أخرى متنقلة القباب الخمسة الثابتة فيها يعني متوقفين تماما واثنان يعني الشغالة كما نقول ووحدة متوقفة بسبب عطل فيما يخص قبة سيدي بالعباس اللي هي القبة الثابتة يعني من بين الأولى قطرها ثمانية متر هذا هو شكلها وقدرة استيعابها ستين مقعد كانت مجهزة بجهاز زيس جينر أس كا في ثنين ولكن للأسف توقفت هذه القبة كما سبق وذكر أتفضل أستاذ مروان للصورة اللي بعدها هذا هو صورة الجهاز الآن القبة الثلكية الثانية التي جاءت بعدها وهي في مدينة بالجزائر العاصمة في مدينة العلوم من اقتراح الأستاذ محفوظ ملوس ممكن أستاذ مروان السلايد اللي بعده نعم هذا هو المشروع كان كان انطلق سنة 1998 وانتهى يعني إنشاءه سنة 2001 قدر القبة 15 متر يعني كانت أكبر قبة في إفريقيا أنا ذاك في سنة 2001 وكانت يعني بقدرة استيعاب مئتين مقهد مجهزة بتقنية يعني عفوا هل هي خطة أم كانت وما فهمنا مشروع هو مشروع تم بنائه وابتداء من سنة 1998 وتم الانتهاء منه سنة 2001 ولكن لسبب ظروف صارت أحداث يعني في سنة 2001 عاد المشروع إلى البلدية وأخذته البلدية والآن هو مغلق يعني القبة موجودة كما في الداخل تجهيزة البنية التحتية مع التجهيزات موجودة التي نراها أم غير موجودة لا لا التي نراها هي غير موجودة صورها تحدثت مع الأستاذ محكوم أستاذ فلوس ولكن للأسف ما قدرش أنه يعني صورة للي فهمنا هذا فيما يخص هذو قبتين يعني المشروع يعني من ينقروا غير بنية موجودة ولكن للأسف غير موجودة لا لا تشتاهي موجودة بجهاز فش آي يعني قمنا عليها بعض التعديلات نقوم من خلالها بتقديم حصص لفائدة تلميذ المدارس لأنفواج مبرمجة حوالي حصة كل أسبوع طلبة لطلبة الجمعيين الجمهور العام كذلك صهارات ليالي رمضان وخاصة نحن على أبوابها لفائدة العائلات أبواب مفتوحة للجمعيات وأثناء تنظيم الملتقايات يعني هذا حسب برنامج يتم تصطيره سريعاً هذا نعم هنستعمل فيها برنامج نايتشايد أو كذلك نحمل الفيديوهات من اليوتيوب وثم نعرضها نعرف يعني القمر وحركاته الكصوف والخصوف المجموعة الشمسية والمجموعة النجمية وكذلك تاريخ الكون وأهم المراسط للفلكية يعني هذا هذا ما نقدمه عن مستوى القبة بمدينة دية هناك قيبة فلكية أخرى مثلاً سكيكدا للأسف توقفت بدأت سنة 2010 وتوقفت سنة 2013 يعني حسب ما تحدث مع المسؤول اللي كان عليها للأسف بسبب عطب تغني توقفت الآن ستجي قبة تغردايا الأستاذ بشير ويتفضل هو اللي يتحدث على قبة غردايا شكراً لك سنعود لك في آخر سلايد خليك معي بس أعمل ميوت عندك ويمكنك أفضل السلام عليكم ورحمة الله أستاذ بشير تفضل أه نقدم نسي بن عمر بشير مستشار شباب ومسؤول ومسير للقبة الفلكية دقيقتين سامحنا شهرين القبة الفلكية تأسست في شهر ديسمبر 2013 وهو مشروع وزارة شباب ورياضة القبة الفلكية الوحيدة هي من الجيل الخامس تستعمل نظام تشغيل سكاي اكسبلورر ثلاثة وهي من إنجاز شركة جزائرية آيكون تكنولوجي جزائرية بالتعاون مع أرسا كوسموس الفرنسية وإنجاز وإنجاز من حين تدشينها استقبلت جمهور كبير من 48 ولاية تقريبا وهي موجودة على 600 كيلومتر جنوب العاصمة الجزائرية تستقبل الطلبات تلاميذ تنويات المراكستيكوين الجامعات إلى آخره ولكن مؤخرا هي معطلة لأسباب تقنية ولعدم توفر الميزانية لتسيير هذه القبة وكذلك التقنيين لتسيير هذه القبة القلبة الفلكية ويعني احنا تأسفنا أنه صرح كهذا في الجزائر والأول على مستوى الوطني وفي قطاع الشباب ورياضة يبقى مغلق ولا يستقبل جمهور لأسباب تقنية نراها يعني ممكن أن تحل أو يعني مع وزارة الشباب ورياضة والسلطات المحلية وإن شاء الله فيه وعود في سنة 2021 ممكن يكون فيه دعم من طرف وزارة الشباب ورياضة لإعادة تشغيل القبة الفلكية ويرجعها إلى نشاطها المحهود شكرا شكرا القبة القبة الفلكية تست يعني دات قطرة 8 مليمتر وفيها 50 مقعد تحتوي على 50 مقعد يعني موجودة بمؤسسة في صرح شباني علمي يعني فيها أنشطة أخرى وليس فقط القبة الفلكية فيها يعني نوادي علمية كنادي عيب الفلك نادي البيئة إلى آخره من الأنشطة الأخرى وقعة للمحاضرات ولها الفضل يعني أنها احتضنت ملتقيات وطنية في عين الفلك وتقنيات الفضاء وكان لنا الشرف الكبير أن ولاية غردايا احتضنت الملتقى العربي الأول لعلوم الفضاء والفلك سنة 2009 برعاية من الجامعة الدول العربية والاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك مشكورين ويعني بفضل تلك المجهودات تحصلنا على القوبة الفلكية سنة 2010 وتم إنجازها في سنة 2013 إذن هذه ثمرة من ثمار الاتحاد العربي وتقوم بالنشاطات على مستوى الوطني نعم شكرا شكرا بارك الله فيك سيد بشير هذه ثمرة من ثمارات انثمار الاتحاد العربي أنه يوما ما نزل عندكم ضيفا واغتنع المسؤولون بأهمية الفلك وبالتالي جعلوا هذه القوبة كهدية لكم على جهدكم ونشاطكم شكرا لك أستاذ بشير تبدو القوبة أكثر من ثمانية متر بالنسبة لي يعني تبدو يمكن عشرة هيك حق أشعر بس أنت طبعا أدرى بها كيف كيف دكتور تبدو القطر أكبر من ثمان أمتار الشاشة لا هي هي من الخارج أكثر يعني من داخل نعم نتكلم عن داخل من داخل ثمانية متر ثمانية متر فقط خلاص فقط خداع بصر عندي شكرا لك أستاذ بشير والآن أنا حاولت أشغل فيديو خلال كلامك ما استطعت مع قوبة قوسانطينا معنا الأخ محمد سعيد المايكروفون عندك مفتوح الأخ محمد هل مفتوح مايك أنا أفتحه هيا عملت كثير بس اعمل عندك طيب خلنشوف سلام عليكم أستاذ الآن نشوف مروان مروان نعم مروان يرفع يده لنرى ماذا بس يريد أن يتكلم شيء يس مروان شكرا جزيلا أستاذ مروان هذا العرض خاص الآن لحي تقدموه هو خاص بمدينة قسنطينا لأنه المسؤول عليه هو الأستاذ هشام برزوري وتأسف أنه مايقدرش يحذر كنت أتمنى أرى والله ما أجى بسيطا الآن الأخ سمير ينوب الأخ محمد ينوب عنه محمد سعيد نعم أخ محمد سمير بوهران تفضل أخي محمد السلام عليكم أستاذ عليكم السلام عليكم السلام عليكم أخي أخي محمد بخصوص قبة الفلكية للمدينة طهران والليس المدينة قسنطينا هناك خلط فقط تركيب الأسماء الثاني يوم إذن هاي قسنطينا لا يوجد هناك من نتكلم عنها فنعرضها بالسرعة قبة نشيطة الحقيقة وفيها قبة أنا زرتها على فكرة وفيها يعني نشاط كبير من جمعية قسنطينا وفيهم يعني بيتجولوا فيها ويأتيهم أيضا الناس هذا أنا هذا أنا يعني زرتها أذكر نفسي لما زرتها 2012 يمكن أتوقع أو 11 تقريبا لا هاي مشا في 2017 هاي نعم يعني فكانت أوكي الآن نسمع عن قبة نمشي أكثر قبة أهران فضل بسم الله والصلاة والسلام على سؤال الله نشكركم على هذه الجعوة ونشكر أيضا أننا قمنا بجولة حول الوطن العربي حول قبة الفلكية للوطن العربي وعطتنا الكثير من الأفكار بالنسبة بالنسبة القبة أوهران هي قبة متنقلة قدرة الاستيعاب بتاعها 15 شخص هي ملك لوزارة شبيبا ورياضة بوزارة شبيبا ورياضة معرفش نفسي مهم سعيد بلعيد إذن أستاذ أعلان آلي بجامعة وهران ونائب رئيس لجامعة البتان ينعم الفلك إذن هذه القبة الفلكية التي نستعمل لها نحتاج شركة RSA Cosmos نستعمل برنامو Sky Explorer ونقوم بالتجول بهذه القبة الفلكية حسب الطلب عند المدارس الجامعات وأيضا في دور التقافة ومراكز التقافة الإشكال التي لدينا في القبة الفلكية أن نخصص غلاف مالي لشراء هذه القبة الفلكية ولكن من ناحية الصيانة ومن ناحية تحديث البرامج والأفلام نرى نقص كثير في هذه الناحية ويشدر بالذكر أن جامعة البتاني تقوم بتشغيل هذه القبة الفلكية تطوعا لكي تتيح للأطفال والشباب إذن تعرف على علم الفلكية كان هذا باختصار شكرا لك ثم تأتي قبة ميلا خلال نشوف أن مروان مرة أخرى أريده لينهي عن الجزائر لأنه من بدل الجهد الأكبر شكرا لك مروان على ذلك إذن فضل كمل معنا خبل أن تكمل أريد أن أسأل هل الأخ زروال موجود زين الدين زروال لتكلم دقيقة عن أم البواقي قبتكم متنقل هل أنت موجود لا أدري افتح بس كاميرا عشان تستير في الأمام أو ارفع يدك ارفع يدك الإلكترونية لنراك فضل أخي مروان بينما يكون إذا هو موجود بالفعل بس كاميرا فيما يخص قربة ميلة للأسف نحن نتمكن الاتصال بالمزؤولين عنها رغم الاتصالات كذلك الأخ زين الدين زروال كنا يعني اتصلنا به يظهر لي أنه في متاقى خاص بعين من الفلك والتجوال بمدينة بسكرا كنت شفته في البداية تخل وعبد يعني بأسم جمعية جمعية ولكن للأسف أنه يبدو أنه راح كما أشرت كيين قبتين أو ثلاث قباب يعني ليس لدينا عليهم معلومات إن شاء الله نسعى في المستقبل لن نتحدث عليهم كذلك كيين قببة فلكية خاصة بمدينة تيبازا هي قببة فليابية للأخ سامير كلاسي كان هنا موجود معنا كان موجود واسلمنا عليه في البداية هل هو موجود الآن ارفع يدك سامير فضل كمل لأنه يعني هو في مدينة خلاص موجود إذا حاب يتكلم فضل كمل سلام سلام عليكم السلام سامير بدقيقة أجز أجز لنا موجز قصير عنكم عن قبتكم في دقيقة نعم سامحنا على الوقت أولا أولا نعتدر على الصورة لدي مشكلة في الهاتف نشكركم على الدعوة التي توجدتها للدوان الوطني للثقافة والإعلام شكرا ونحن جد سعداء بهد الدعوة شكرا لك سامحنا نبدأ على المركب التقافي لشنوى عندي دقيقتين يلا دقيقة ونص تأخرنا على ناس كثير في ناس في الشرق صار عندهم لأن اقترب نصف الليل عشان تم تصميم تم تصميم مجمع شنوى الذي يستوحى من المعمار بتاعه من الهواء الطلق الذي يوجد في الجزائر وكان هو قبل للمواطنين الذين يرون فيه في مجل التقافة ولقد سامير هل لديكم قبة فلكية خبرنا عن قبة فلكية نعم خبرنا عنها ولو كرنتين أوكي داك أوكي القبة الفلكية هي في توجد طابق الثالث في المركب التقافي الذي يوجد في شنوى الذي هو فيها 2300 متر على تلت طوابق والقبة السماوية موجودة في الطابق الأخير ب خمس مناطق للعرض والقبة الفلكية تتسع هذه القبة الفلكية تتسع لي 36 شخص وهي مزودة وهي مزودة والقبة والقبة المنصفات هي 8 أمتار و80 ماشا الله مطار 36 و36 ونهو النظام بس هل تعمل هل أن عاملة أم واقفة ولماذا عاملة عاملة تعمل تعمل في كل في كل وقت بالمناسبات وبالتضاعرات الفلكية يعني من ناحية الفنية هي عاملة ويمكن أن تعمل طبعا كورونا ظروف نفهمها طيب أستاذ سمير دعني أطلب منك وبرجاء أن ترسل لي معلومات أكثر مع صور لهذه القبة لأنه إحنا في الجمعية نجمع جميع المعلومات عن كل قباب هل تعيدوني بذلك نعم نعم بارك الله فيك شكرا لك شكرا لك وعنا أيضا قبة متنقلة عنا قبة أيضا قبة متنقلة تتاسع لخمسة وعشرين شخص جميل لخمسة وعشرين شخص وهي مزودة وهي أربعة أمطار على ثمانية وتسعون على أربعة أمطار وستون والقبة ثمانية أمطار وثمانون الطول جميل طول أريد أن تضمن هذه مع المعلومات لو سمحتوا أستاذ سمير بشكرك جزيلا على ذلك الآن اسمح لي نرجع لأستاذ مروان مروان معنا نختم معك بس إنا أنت ما زال هاي آخر الآن أفتحه لك شكرا لك أستاذ سمير جدا مشكور على مداخلتك الجميلة شكرا لك أستاذ مروان يعني فقط إن هنا في نصف دقيقة لو سمحت ثلاثين ثاني قبل أن نذهب إلى لبنان ونشوف هناك تجربة أخرى فريدة يجب أن نعرفها ونسبحها ليس علمي إلا أن أشكركم أشكر الجمعية القيباب الفلكية العربية أنكم جمعتونا يعني مع أشخيائنا العرب والله يعني شفنا قيباب الفلكية العربية يعني في المستوى إن شاء الله إن شاء الله مستقبلا لنتكون شبكة للقيباب الفلكية العربية حتى نفيد ونستفيد شكرا لكم جزيلا شكرا شكرا لك أخي حقيقة بشكرك بشكل خاص أنت وأيضا جاي بعد قليل عبداللطيف كمان أنتما من فلسطين كمان ثلاثة ساعتوني مساعدة كبيرة جدا وآخرين ساعتوني بس انتم بشكل خاص ساعتوني شكرا لكم جزيلا الآن نذهب إلى لبنان مع صوفي صوفي حج حسن لها تجربة هي والدكتور محمد عباس صوفي ما هي تجربتكم في ستة دقائق فضلي مرحبا الجميع وبحب أشكر القيمين على المؤتمر اللي احنا أكيد بحاجة لها شي بالعالم العربي وخصوصي بعدم موجود مساواة بتوفير العالم وتوفير البلانيتاريومز مثل ما كنا شيفين على كل حال هخبركم شوية عن تجربة تجربة البلانيتاريومز في لبنان من خلال الكوزميك بهم تحت إشفى دكتور محمد عباس في يقول أنه تجربتنا هي كانت قائمة باسيكلي على على شغفنا اتجاه تجاه علوم الفضاء وهذا شي كله بلش من دايما الشي ببلش من شخص واحد ببينتقل لغيره وهذا شي دايما اللي احنا منحاول نتمحلو بمجتمعاتنا أن نترك أثر على على أشخاص محددين ومثل ما عم نعمل كنا بالكوزميك تو ما عم كنا عم نروحة مداريس عم نروحة جامعات عم نستهدفها محدد من الشباب وتحتى نجيب هيدا التغيير اللي عمل دكتور محمد عباس على كل حال دكتور محمد عباس بلش الأنشطة قبل البلانيتاريا من خلال من خلال توكس من خلال من خلال من خلال أن ينزل بالتلسكوب تحت يفرج الناس الفضاء والنجوم والأحداث الكونية اللي كانت قد تصير بعدها نتقلنا حتى يجيب أول البلانيتاريا معلى لبنان وعمل عرض بمسرح المدينة وكان في اهتمام جدا واسع من الناس اللبنانيين تجاه هيدا الموضوع بالمبدأ يعني دكتور اتفاجأ من ردة الفعل يعني ما كنا متوقعين أنه في ناس عندهم هل قدي شغف لعلوم الفضاء وهيدا الشيء حرك أنه ينشأ شيء اسم الكوزمك دوم اللي هي مؤسسة بتاعنا بنشر علوم الفضاء بالمناطق اللبنانية وبعدين توسعنا لأنه نشمل من بلدان تانين سو بلشنا متى الحياة لشركة بلشنا بيوتو بلانيتاريومز كنا عم نروح على مداريس قريبة منا ببيروت وجوارا وبعدين من سنة لسنة انتقلنا من بلانيتاريومز لسفن بلانيتاريومز بأحجام مختلفة بكاباسيتيز مختلفين هيدا البلانيتاريومز اللي شايفينه بالصورة هو بلانيتاريوم بيتنقل بس هو بنفس الوقت فكست هو سابت بيتركب بألمنيوم ركبوا مع بعض وإلهم مفصلات سو هيدا فور اكزامل كنا نستعملوا للمدارس اللي هي منا مجهزة لأنه يكون عندها مساحة داخلية متل ما نكون شايفين بهيد السورتان سو كنا دايما نحرص على أنه يكون العرب آمن كتير بالنسبة للطلاب فبالأماكن الخارجية كنا نحط الدومز اللي بيتركبوا بهالطريقة وبالأماكن الداخية كنا نحط البلانيتاريومز اللي هنه بينتفخوا أوكي وبعتقد كل آياتنا مع هود الدومز أوكي متل ما نكون شايفين الطلاب لحنا أكتر شيء أكتر شيء كنا نشدد عليه بال يمكن هيدا يمكن اللي ميزنا شوي من تجارب السابقة هي أول شيء قدرتنا لأنه نوصل على على المحلات النائية بلبنان أوكي يعني نحنا وصلنا على محلات بنتا ثلاث ساعات وأربع ساعات من مقر عملنا اللي هو ببيروت وكتير أوقات كانوا الانستركترز طبعنا يضطروا يناموا بمحلات أو بقتلات حتى نقدر نعطي هيدا العارض للطلاب اللي هني بالمبدأ ما بحياتهم شايفين شيء مثل هيك أو نشاط قريب لهيدا الشيء عشان هني يعد بالمناطق النائية على كل حال اللي احنا الأساس بعملنا كان الأساس والحجر الأساس بعملنا هو علاقتنا مع الانستركترز طبعولاتنا الانستركتر طبعولاتنا وأنا شخصيا مبلشت كأستركتر بالكوزميك دوم هني الأساس بالفريق كله بالنهاية اللي احنا عم نعمله هو عم نارض فيه صور طفل ما بيفهم هيدا الصور تحديث ما يكون فيه تفاعل بشري بهيدا البروسيس يعني اللي احنا ما منتوقع الطالب يطلع من البلانت يعني كأنه طلع من سينما احنا منتوقع يكون طالع محفز خياله تحتى يروح ويفتش تحتى يسأل الأسئلة اللي هو ما في حياته سادة وهذا شيء كتير أساسي بالعملية التعليمية اللي احنا كنا نطمح لأنه لحنا ما بدنا أساسة جغرافيا أو أساسة علوم يحطوا شيء مثل ده ومثل حركة الأمر والفاجز قدام لوح هيدا شيء طالب ما ممكن يفهمه من خلال من خلال تيفي أو من خلال شاشة وهيدا كتير أساسي أنه ينفهم بقلب وهيدا شيء كمان كتير أساسي لطريقة نحن فهمنا كيف الإدوكيشن لازم تصير بالمدارس ويمكن سوفي اسمحي أقطع بس بدنك دقيقة فقط تقوليلي أنتم شو بتعملوا يعني غير فيه نقطة معينة سنأخذكم يوما فيها تعملون ساعة كاملة أنتم بالذات لأنه فيكم ميزة معينة إنكم فيه اسمه إنتاج بس دقيقة خبرين هكي سريع عشان نشجع الموجودين يحضروا تلك الجلسة معكم إن شاء الله مع دكتور عباس وحضرتك أكيد من ناحية الانتاجية الكوزميك دوم هي الشركة استمرت وبعدها مستمر من خمس سنين لهلأ بسبب قدرتها على أن تقدر تحلل المشاكل المتواجهة كانت على مر السنين صحيحنا الماركت طبعنا كان صغير بإياسا بالماركت اللي بره بس لبنان هو بالنهاية بلد بلد السقافة وبلد العالم في كتير مدارس نحن كنا نقصدها وكتير مدارس كانت تقصدنا لنروح لعنده مرة واثنان وثلاثة ودايما نحن كنا نحرص على أنه كل كان عنده شو محددين يكون عنده أنا بحك عن الإنتاج إنتاج أنتم تنتجون قباب فلكية صح أو غضاء صحيح هذه النقطة مش الزيارات زيارات تكلمت كفاية الإنتاج نريد فقط نشجع الموجودين اللي يحضروا لقاءنا معكم لمدة ساعة ووركشوب خاصة فيكم مع دكتور يعني ماذا تنتجون إنتاجاً وليس ترويجاً للأعمال نحن حالياً عم نحاول ننتج الدومز مثل اللي شايفينهم بالصورة قدامكم ودكتور عباس عم يستشير يعني هو حالياً عم بيكون باستشارات ودراسات لكيفية تطوير الدومز بتكون عملية تركيبة أسهل وكلفتها أكيد أقل وتكون ممكن أن تكون عم تنتج محلياً بتكلف في أقل من أن تنجاب من أسواق خارجية وهذا شيء كمان كتير كمان أساسي بالنسبة لأن نقدر نكون عاماً نشغل الحركة الصناعية بالبلد اللي احنا موجودين فيه أكيد نحنا بعد ما توجهنا لشراء الدومز من برة بالفترات الأولى من الكوزم الدومز تحركنا أكتر لحتى نكون بإنتاج البلانيتاريوم عشان بالنهاية من 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 تشالنجينك أنوف يعني تحتى نقول أنه نحنا ما فينا نعمل فبالزبط نحنا قررنا نفوت بهذا المشروع بلك دكتور محمد عباس بيقدر يخبرك أكتر عن هذا الشيء بالضبط أشكرك جداً صوفي على وقتك اللي قضيت معنا وعرفتنا شيء عن شيء مميز أنا أتعمد أنه هذا الشيء هو إنتاج القبة الفلاكية فأريد هذا الشيء إن شاء الله لاحقاً بإذن الله بنعمل معكم ورشة لمدة ساعة أو محاضرة أي شكل بنشوف بنعلن عنه لاحقاً ونعد الحضور الآن لذلك نشوف كيف ينتج لبنان وبتحديداً يعني هذه الشركة شركة كوزموز دوم مع دكتور محمد عباس كيف يمكننا أن نطلب منه ما يمكن أن يتكيف مع المناطق المختلفة في الوطن العربية شكراً لك صوفي والآن نذهب برحلتنا وجولتنا إلى إلى تونس ومعي الآن رياض نصيب من بالنصيبة أفواً؟ بالنصيبة نعم بالنصيبة وبعده سيكون معنا إن شاء الله هشام عضو مجلس الإدارة أيضاً أستاذ رياض تحدثنا في خمس دقائق عن قبتكم في مدينة العلوم بتونس أولاً أولاً مرحبا بكم وشكراً على الاستهضافة أنا اسمي رياض بن نصيب مؤثر علمي رئيس بالقببة الفلكية لمدينة العلوم بتونس وفي خمس دقائق إن شاء الله نقدم لكم القببة التي تأثثت سنة 96 في 21 مارس يعني تقريباً 25 سنة إذن قدموا شوية من فضلك أحسنت إذن القببة الفلكية هي في الجزء العلومي بتاعها يعني شكل بتاعها كوروي وفيها جزء صفلي اللي فيها قببة البهو الاستقبال ثم القاعة الثانية اللي هي قاعة العروض وهي قاعة زيت شاشة القطر بتاعها 14 متر عدد المقاعد فيها 115 مقاعد وفيها تتوفر 50 سماعة للغات إذن البرامج بتاعنا بلغة العربية وفرنسية والإنجليزية نقدم سي أستاذ وربين إذن هذه النظام العرض بتاعنا أولا انتم ما شوفوا في الصورة اللي هنا يعني فما القدام هذي اللي هو النظام القديم اللي هو Optique SN88 ثم من 96 إلى 2019 استعملنا النظام هذي ثم في 2013 حطينا النظام الديجيتال اللي هو نستعمل فيها ستة ستة Projection Design يعني ستة Video Projector مع نظام اسمو Sky Explorer نظام فرنسي من أريسا Cosmos هذي قاعة انتاج وبرمجة فيها يعني نجمو قبة فلكية مسغرة خاصة بالعمل في أوقات الكل مع أن مش في القاعة الكبيرة بتاع العرض من تعنا وفيها كما تلاحظوا شيئ شخصة بالقيادة وثم شيئ سيلا شوفوا فيها القبة ككل في شكل فشآي ثم بتبع الهني فيما الديجيتال غدين ترنت واحد من السيستيم واندوز والاخر لينيكس هذي كما قلت البهو الاستقبال يعني الجزء الأسول من القبة ثم الهني قديم الجمهور أرى الجمهور متاعنا كما نشوفوه هو جمهور من الصغار الكبار يعني العمار كل نستقبل تقريبا 34 ألف زائر سنويا بيع بخلافة سنة يعني كما تعرفوا نزيد نقدم شوية هذه العرض المتاعنا هي في الحقيقة القبة مفتوحة يوميا من ثلاثة إلى الأحد تقريبا 35 حسم موجودة العرض باللغات الكل هنا كما نشوفو العرض المعروفة والمشهورة كما الكون عبر المنظار والكواكب إلى غير ذلك فأعمال الأخرى نقوم بها فلوسة القبة الفلكية اللي هي مفضلك سي ماروين من البرامج في مدية العلوم يوم خاص اسمه ليلة النجوم وفي شهر أوت هذي نستقبل تقريبا أكثر من أكثر من 6,000 زائر وهذي مثلا قمنا بها حتى في توقف في 2020 في 22 أوت 2020 وفي هنتحق خاصة العلوم بصفة عامة ومنها علم الفلك البرامج اللي قموا بها في يوم 7 مارس في اليوم العالم للقباب الفلكية مثلا آخر واحد طبيقة في 7 مارس 2020 فما مثلا هذه العروض من الارض للكون هذه عرض open source معروف تجملة القاوة في EZO في European Observatory تجملة تستعملوه وترجموه يستعملوا أي بيحد نقوم بعملية الترجمة للنصوص العربية اللي هنا في مدينة العلوم ثم العرض بيدو اللي نجموه نخاوة قلت في نلقوه على شكل فيش آي نجموه نعملو التلشارجمان تاعو أبلاودينك وثم نقوم بتقسيم إلا الستة الفيديو ترجموه وهذا كل بتبيعة بمعارسة وتطوير النصوص يكون في القاعة الخاصة بالبرمجة وفيها اللانجج خاص بالنظام اللي هو كودسكريبت أرسا كوسماس وبهو نقوم بالعمل كما مثلا تنظيم أستيرويد داي اللي هو في 30 جوان في كل عام مثلا والا اليوم العالمي للقباب الفلكية فلا نزيد مقاد مفضلك فلا بتبيعة في مدينة اللون عملنا مشاركات في المنتقلات الدولية اللي هي خاصة سكاي اكسبلورر والي بي اس وعننا مداخرة أو في في روفيون معنشورة بلانيتاريوم كتبنا معنشها مداخرة في تحدث على المدينة العلوم والقباب الفلكية بتاعنا في 2017 وعنشورة تطوير هنا برمجيات معنش كيفاش نقوم بالعمل لبيدو معنش الاندزام بتاعنا كيفاش ينجم يكون ثم من فضلكم هذي جدول للاعمال بتاعنا اللي هو كما قلت كل يوم موجود الحصصة بتاعنا ثم مقترحات لتعاون مع الجمعيات والقباب الفلكية العربية لتصفة عامة نتمنى أن تكون تبادل الخبرات والتجارب في التأثير الفلكي صحيح نتحدثنا برشة على الأفلام ولكن فما زاد التأثير بيدو وفهم الظواهر العلمية زاد مهم برشة برشة في القبة أكثر حتى من الفيلم صحيح الفيلم في وسط الشاو في وسط الاستراحة وربما يبهد في الكون وفي النظام ولكن فما زاد وراء هذا فما عمل يجب أن يكون فيها تبسيط العلوم وفاهم العلوم حقيقة ثم تنظيم فعليات مشتركة للأحداث الفلكية نجمو تفهم مثلا ما بين القباب الفلكية نعمل عمل حتى مش لازم يكون وأنه في شكل معلث فيلم نجم يكون عمل خاص بالظاهرة علمية خاصة الفريق تكون من أربعة مؤثرين علميين ومهندس أعليمي شكرا أعتقد هذا آخر شي في مجموعتك بك شكرا هذا الفريق الجميل بارك الله فيكم وردت حقيقة شيء رائع أنا أفتخر به وزوتنا معلومات يجب أن نكمل تواصلنا إن شاء الله وتكون معنا في شبكة القباب الفلكية في الوطن العربي شكرا لك ونستفيد من خبراتكم ونستفيدوا أيضا من خبرات الآخرين معنا شكرا لك الآن أنا أريد الأخ هشام يكلمنا قليلا عن القباب الفلكية المتنقلة طيب على كل حال أنا بسرعة بقول هذه القباب اللي يتكلم عنها إنه في قباب متنقلة أيضا بديت العلوم في ست قباب متنقلة الجمعية التونسية للعلم الفلك وهو المسؤول عنها أو نائب الرئيس فيها قبة متنقلة قصر علوب بالمنستير اسمه فيها قبة متنقلة واحدة أيضا قرية العلوم الجنوب التونسية في تطوين فيها أيضا قبة متنقلة هذه الصورة عن القباب الفلكية المتنقلة لديهم في تونس فشكرا لأخينا هشان ممكنك فتح المايك وأن تبدأ معنا تخبرنا عن القباب الفلكية في المغرب العربي وقد بذل معي هذا الرجل جهدا كبيرا جدا من الثلاثة اللي بذلوا معي الجهد الأكبر والكل مشكور طبعا فضل شكرا أخي مروان ست دقائق فضل سوف أختصر السلام عليكم معكم سيد زرين من المغرب مهتم بالفلك ولو هو قبة فلكية في ملكه سوف نطلق في الشرح بالنسبة للمغرب عندنا نحنا استقل القباب عندنا جوج قباب فلكية ثابتة في الرباط الأولى أخي مروان أخي مروان أخي مروان نعم هذه القبة الفلكية في الرباط هي قبة فلكية تأسست سنة 1999 القطر ديالشاشة ديالها سقيبا واحد ستد الأمطار وتحتوي على أربعين مقعد بالنسبة التقنية ديالعرض لدخل القبة الفلكية فهي تقنية ديالك أخي مروان يعني واحد الوعاء وفيه واحد ثقر وقد أطلنا مباشرة النجوم في السماء بالنسبة القبة الفلكية هي قبة وفأني الواحد هي مصد ولكن مصد لا يشعل لأن هناك مشكلة لالبضوء فكان تلوث ضوء على المنازل نعم نعم حضر أخبر الأخ زريدي تفكر أخ زريدي يكمل نعم نعم إذن بالنسبة القبة الفلكية الثابتة الأولى هي هذه أما القبة الفلكية الثانية الثابتة فهي كذلك موجودة في الريباط والقطر ديالها ولكن هي تأساس سنة 2018 القطر ديال الشاشة ديالها هو سبعة ديال الأمطار هي أكبر شاشة عندنا في المغرب الحد الآن تحتوي على أربعين مقعد والعرض أو طريقة ديال العرض فهي ديجي ستار المدينة هي الريباط المسؤول عليها هو مصطفى بوسدر نحن لكي نقول لكم بأن المسؤول على القبة الفلكية الأولى الثابتة وهو حميد تومة المنشط الفلكي المعروف في أوساط الفلكية المغربية بالنسبة لل دزول الثالثة أستاذ نعم نعم تكلم عن السلايد اللي بيحضر أفضل اللي بيشوف وتكلم عن الصورة التي ترى أسهل شيء نعم إذن هذه تكلمت عليها فهي القبة الفلكية التابتة هذه القبة الفلكية المتنقلة الأولى التي قطرها تقريبا خمسة أمتار وأنشئت أو تأسست سنة 2014 هي هبة من السفرة الأمريكية لجمعيات الفلك في الرباط تقنية العرب فهي Starlab والمنشط هو المهندس عبد حفيظ باني السلايد الآخر نعم هذه قبة أخرى موجودة في وجدة وهذه القبة في وجدة هي تأسست سنة 2015 القطر دي شاشة دي تقيبا 4 أمتار فصيلة نصف تتسعلي حوالي تقيبا 25 زائر تقنية العرض فيها يكوس مودي زي تقوى كالقبة الفلكية التابتة التي لدينا في الرباط القبة الفلكية هذه هي 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 هبة كذلك من السفرة الفرنسية تليها القبة الأخرى وهي القبة الفلكية الموجودة في أبطار البيضاء وهذه القبة الفلكية تأسست سنة 2018 قطر الشاشة دي لها ستادي الأمتار وتتسعلي 25 زائر هذه القبة الفلكية تقنية العرضية هي المرآة المقاررة تعرض أو تعرض تحول أن تعرض بعض الأفلام الوطائقية الفلكية من خلال الترجمة من الإنجليزية إلى العربية ومن الفرنسية إلى العربية ومن الروسية إلى العربية فالمنشطة أو المنشطة فهي نبيل الشرقاوي هذه القبة الفلكية هي لشركة وهذه الشركة تدعى ألفا بلانتاريوم بالنسبة القبة الأخيرة وهي قبة في ميلكي تأسست سنة 2015 والقطر الشاشة دي لها هو 5 أمتار تتسعلي بسقبا 25-30 تلميض تقنية عندي تقنية مزوجة تقنية الأولى هي spherical mirror يعني الملآت المقعرة وأستعمل كذلك أو أستعمل كذلك fish eye يعني عدسة سمكة وعدسة 50 مليمتر مع الخواتم من أجل ربط مبنتهم لكي تعطينا واحد تقنية كتما LSS block اللي هي مخترعة من الفلكي المعروف في فرنسا اللي هو EVE LUMO هذه القبة الفلكية صنع محلي أنا التي صنعتها بيدي حاولت أن أستفيد من تجربة لصديقي اللي في كندا وهو الذي أمدني بجميع المعلومات لكي أحققها وشكرا الأخ زريدي يعني أنا بصراحة أريد أن أخصص لك يوما نأخذ في محاضرة في تجربتك الخاصة في بناء القبة الفلكية أعرفكم على الأخ عبداللطيف عبداللطيف حقيقة شاب مبدع تمنيت له في وقت أعرض الفيديو الذي يعمل فيه يعني زريدي الوحيد حطيته في صورة بهذا الشكل من بين الجميع لأنه يعمل كما أود أنا فعلا أن يعمل أي بلانتيرياند أي شخص بقبة كيف أقول أقول دائما القبة الفلكية تعمل فيها بثلاث أرواح ثلاث أشخاص أنت أولا أنت محاضر محاضر كأنك مستاذ جامعي أو أنك مستاذة جامعية ثانيا كأنك يعني ليس للطلاب للأطفال للكبار للصغار تسأل هذا ودأت إلى ذاك هذا ما يفعله أيضا أخونا حقيقة العبدالرطيف الزوريدي وشفت له فيديو رائع جدا أو أكثر من فيديو فلذلك أنا سأستضيفك أخي زوريدي إن شاء الله نرتب لك لقاء يعني ربما نحن كل شهر أو شهرين نعمل لقاء تقريبا ونجيب كل مرة شخصية معينة نتكلم فيها نشوف تجربتكم فيها وكلكم يعني مدعوين لأن تكونوا ضيوفا للقاء أي يعني محاضرين وأيضا ضيوفا يعني جالسين وحاضرين معنا يعني فشكر لك معكوز مصدوق في لبنان يا أستاذ مروان معكوز مصدوق في لبنان نفس التقربة مبتازة بصراحة لا في لبنان شيء آخر شركة منتجة مختلف الأخير فريدي فرد فرد أعمالي أدوية بسيطة لأنها رائعا جدا نعم رفض على المجال أكيد أكيد فضل سيد عمار أنا أعتمد على التشخيص من أجل والفرجة من أجل جلب اهتمام التفل لأن التفل عندما يكون داخل القبة الفلكية فهي مناسبة للحلم للتمتع فأنا أعتمد على هذه التقنية يعني تقنية السرد الحكواتي أو أحاول جاهد الإمكان أن أجلب اهتمام التفل من خلال التشخيص من خلال التشخيص وشكرا شكرا 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 الآن أرجع للأستاذ هشام بن يحيا من فضلك أستاذ هشام لحظة أعطيك كوهوست تفضل أنت كوهوست الآن كنت تتكلم عن هنا تتكلم الأستاذ بالنصيب عن القباب الفلكية قبل الفلكية الرئيسية والآن أنت هذا هو مكانك تفضل في دقيقتين نعم أستاذ وهذا الختام يعني إن شاء الله يكون ختامه همسك العلوم الجمعية التونسية لعلوم الفلك أنا في بداية كنت من فريق القباب الفلكية لمدينة العلوم ولكن في فترة لما أردنا أن نكون فريق القباب الفلكية أخت أخت أن أكون على ذمة القباب الفلكية المتنقلة لأنه حسب رأيي أن القباب الفلكية المتنقلة هي التي توفر أكثر المعلومات وتكون قريبا من الجمهور أكثر من القباب الفلكية كما قلتم أخ مروان أن القباب الفلكية أهم حسب رأيي من القباب الفلكية المتنقلة لأنه يمكن أن تملك العدد كبير منها لرخص خيصة نسبيا يعني يمكن أن نمر إلى الصلاة الأول الصلاة الأول هذا على حساب كل وقت مدينة العلوم القباب الفلكية المتنقلة تقريبا تسعة أو عشر قباب الفلكية مدينة العلوم لديها ست قباب فلكية مركزة وهي قباب فلكية متنقلة عمال جمعية تونسية العلوم الفلك فلها قبة متنقلة واحد قصر العلوم أيضا قبة الفلكية متنقلة واحد وكذلك قرية علوم بالجنوب التونسي قبة فلكية واحد معلهم أنه سيتم تركيز قبتين فلكيتين في قرية العلوم أيضاً بالجنوب التونسي يعني عموماً سيصبح لنا ثلاث قباب فلكية ثابتة على كل الجمهورية التونسية عموماً الموالي هذه قبة فلكية الكبيرة لقصر العلوم وكذلك القبة مع العلم أن زميلنا حاضر معنا في أيمان بن عائشة ونعد الحضور إلى ورشة خاصة بتسيير قبة فلكية متنقلة هذا تقريباً ما نتحدث عنه عموماً هذه قرية العلوم بتطوين وهذه قبتها المتنقلة أيضاً الجمعية التونسية لعلوم الفلك وقبتها المتنقلة وكذلك هذا ما سنتحدث عنه هذه القرية القبة الفلكية للجمعية التونسية لعلوم الفلك طبعاً لما تتنقل القبة الفلكية المتنقلة لا بد من أن يصاحبها معرض أو ورشات أخرى حتى لا تكون ضغط كبير عموماً كما تعلمون وفي معظم الدول العربية لما تكون القبة الفلكية المتنقلة موجودة يصير عليها ضغط كبير لذا نحمل مجموعة من الورشات أو معارض فلكية حتى تقلل تخص ضغط عن القبة الفلكية شكراً لكم أخوتي على المتابعة ونتقابل في ملتقى آخر في القبابة الفلكية شكراً شكراً لك حقيقةً أخي هشام على ذلك اسمحوا لي أني أشكركم جميعاً على الجولة السريعة هذه جولة متعبة أعلى من أتعبتكم أتعبت الذين تجولوا معنا كحضور وأتعبت أيضاً الذين تجولوا بحاملي قبابهم معهم بأيديهم فسامحوني لكن هذه هي بكورة عملنا وكان هدفي في هذا أنا ومجلس الإدارة أقصد شيء واحد نتعرف بعض هذا كان هدفي نتعرف بعضها ما كنا عارفهم بعضها الآن استطعنا نعمل قاعدة بيانات معقولة نبني عليها الآن هذه الوجوهة الطيبة لم نكن نعلمها جميعاً فلذلك هذه بداية والحمد لله كانت بداية ناجحة أنا أشكركم جزيل الشكر والآن نفتح جولة من الأسئلة وتكون حرة لمدة ربع ساعة قبل أن نختم هذا اللقاء المبارك في تمام الساعة بعد يعني عشرين دقيقة وهذا هو وقتنا كامل حسب خطتنا الحمد لله بالخطة إحنا ماجهين طيب الآن من يريد أن من يرغب بالحديث لطفاً رفع اليد الإلكترونية لأنه عشان فقط ننظم أو اليد البصرية حتى وساعدني الدكتور فكري معك اليد اليدوية والإلكترونية خلينا نشوف اليد يمكن تشيل الشير شلت الشير فعلاً خلصنا من الشير أستاذ أستاذ عبداللطيف بن دوحو تفضل تفضل أنت يعني أعطي أستاذ فاطمة أستاذ فاطمة تفضل الآن نعطي أول واحد أستاذ عبداللطيف بن دوحو عبداللطيف بن دوحو من أول واحد أول واحد أنا شايف على الشيخ وبعده فاطمة يلا أوكي عبداللطيف بن دوحو تفضل من تحت الفوق أوكي اشتركوا في القناة 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 بكل تأكيد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في القناة السلام ورحمة الله في البداية اشتركوا في القناة 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 القناة اشتركوا في 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 القناة إن شاء الله. أتمنى يكون أشرت ولو بإيجاز على إيجابة السؤال. خطوات القادمة ستحمل أخبار كبيرة جداً ومفرحة لكل القباب الساموية في العالم العرب. يا رب إن شاء الله يعني دعمكم ومساندتكم بهذا المشروع الكبير يعني جمعية القباب الفلاكية شيء رائع ديبتور عمر. يعني أنا بشكرك بشكر الأستاذ مروان رئيس الجمعية الوليد الجديد يعني لو لا جهودكم وإصراركم على هذا إنشاء هذه الجمعية لما كانت ولما كنا الآن في هذا اللقاء الطيب. أشكرك. شكراً شكراً إحنا مش بس نفسنا. حق للحق يعني لو لا أستاذ مروان ما كان هذا اللقاء لا أبداً العكس ما شاء الله عليكم جميلة دائماً مميزة أستاذ مروان صدقاً. شكراً شكراً. إحنا فقط ما صلنا ست شهور بعد خمس أيام بسير ست شهور بعد أربع أيام جميل جميل العمر طويل للجمعية. أستاذ مروان سوياً لبعده على الشيخ والمحمد نعم. فتحت الآن المجال لأستاذ الشيخ أعلى محمد نافع. تفضل أستاذ. أهلاً وسهلاً بيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلاً معكم الشيخ المحمد نافع. طالب دكتوراء. رئيس جمعية الموليكان لعدمجلك. جمعية ناشية. أهلاً بيكم. أهلاً 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 أهلاً. أنا بدون عليك يا أخي. أنا أبحث عنك أبحث عنك وجوداً كبيراً بذلت. أهلاً بيك. أخيراً. قبل ما يتكلم الشيخ قبل ما يتكلم الشيخ أستاذ مروين بقينا صعوبة في الاتصال. خليناك. أتمنى في المستقبل أتمنى في المستقبل القريب أن يكون فيها قبة فلكية الثالثة في العاصمة النواكشو الموريتانية إن شاء الله. وقبة متناقلة تجوال في المدنة الموريتانية إن شاء الله. نعم. نتمنى أن تساعدونا في هذا المدنة. والله يا أستاذ مروان من ضمن المكاسب هذا اللقاء أتواصل مع بالشات. أول شيء بالشات اكتب لي رقم موبايلك أول شيء. أول شيء. حيهيك. وإن كان لحضورك برغم أنه ما عرفناك ولا وصلناك. طيب. طبعا موريتانيا يا جماعة. موريتانيا عندهم جمعية حديثة والأستاذ علي الشيخ محمد نافع الشيخ هو رئيسها جمعية جديدة جداً لم يقوموا السبعة بالأنشطة الكافية ويريدون بصراحة بسرعة ببساطة. خلينا أخبركم جميعاً. أنتم وعندهم خبراء الأستاذ الدلال والآخرين أستاذ بسمة والرائل أستاذ محمد هاني والجميع كلكم هنا يعني يعني بدهم يلتقوا فيكم يعرفوا يعني كيف يقوم بالناشاطات للناس ببساطة. بسيطة. هم يريدون أن يبدأوا ببساطة. فيريت أنكم تلتقوا بالأستاذ يعني الشيخ. كيف نلفظ اسمك؟ الفظ اسمك كامل. كامل. علي الشيخ والمحمد نافع علي الشيخ علي الشيخ علي الشيخ علي أعلي أعلي الشيخ بالفرنسية كأقول بوى بالفرنسية كأقول بوى ما نعم فرنسي عربي نحن بسيطة فرنسي بهربو اللي دعيتهم يساعدوا كمهربو خلينا بالعربة والإنجليزية الإنجليزية وكي هذه الساذة بسمة اهتمت هي شايفة على طول الساذ محمد هاني اهتمت الساذ مروان بس بدي عندي إضافة مش مش محصل رفع اليد عبدول علي مش محصل لا في أحد خلاص، لا في أحد، إذا أنت كوهوست ما بترفع، بترفع إذاك الفيزيائيين رأي، المبطلة بروينا سيد مروان قبل أنهي أنهي، إذا أستاذ العلي، شيخ علي أو أعلى علي الآن يريد يعني أنه تساعدوه، فيريت أنك تكتب الآن على الكون ارسل شات للجميع، وخلي الرقم موبايلك، أنا أحتاج مساعدة إن شاء الله الكل بيتواصل معك، تلتقوا معنا بحقاتنا الجنة كل أسبوع في جماعة زي الجماعية الفلكية دولة عندك كل أسبوع بلتقوا، كل أسبوع بمفاول قرب هم مننا يعني يمكن إحنا كجماية كمسية لعلوم الفلك كل ما بعض، كل إن شاء الله سيد مروان عبد المطلم روينا سيد مروان عفوا، السؤال الأخير يمكن عبد المطلم روينا عندي بس بعض عند إذنك، فتنطل مايك للأستاذة زعيتر من متحف العلمي أستاذة زعيتر، أستاذة فاطمة، تفضلي إذا ما زلت لي موجودة خلاص إذا راحت أنا بشارك، عندي كلمتين طيب، فضل سيد محمد سيد محمد، يلا بس آخر آخر كلمة نعم فضل، فضل، نعم، هي أربع نقاط، أول شي كانت فرصة جميلة جداً أربع نقاط، أتفت الدين لا لا، هما بسرعة، أربع نقاط، أقولهم، كانت فرصة جميلة فعلاً حتى تعرفنا على القباب الفلكية في وطن العربي، يعني أنا ما كنت متخيل هذا العدد الموجود في الوطن العربي صراحة في كل الدول يعني هذه كانت فرصة رائعة، شكراً لكم نحتاج لدعاية وإعلان في هذا الموضوع لأنه إحنا لو كان فيه دعاية وإحنا قدرى الناس بهذا الموضوع لازم يكون في دعاء وألام بشكل كافي حتى نتعرف على القباب الفلكية في وطن العربي وهذا الذي نفتقد لهم، مننا وجر، يعني مننا وجر، وإنت عارف أستاذ مروان شو أصدي يعني كمان ضرورة، طيب، يعني الدعاية والإعلان ضروري جداً من عندنا يبدأ من عندنا إلى كل القباب الفلكية حتى نتعرف عليهم يعني لو لا هذا اللقاء الآن، مين كان حيعرفين إنه فيه قباب فلكية إحنا اللي بنشتير في القباب الفلكية، ما بنعرف إلا المتخصصين فقط حضرتك يعني أنا وزملائي يمكن ما بنعرف هذا الشيء ولذلك كانت الجمهية، ولذلك كانت هذا الأنشطة، لا تخلق بعدين، حضرتك قلت إنه لازم يكون فيه تواصل مع بعض يعني الذي ألقوا دقيقتين وثلاثة، فعشان نستفيد من خبراتهم بشكل أكبر يعني يكون شي ساعة تقريباً، محاضرة كاملة في التجربة في الكويت اللي حضرتك حكيت عليها أنه ضروري إحنا نتعرف على هذا العائلة اللي عاملوا القباب الفلكية، نستفيد منها تجارياً اسمه نيك، مستر نيك، كان هو مدير الآن مديرة للأختها فاللي هي نجلاء، فهؤلاء يعني نعم، سعوديين آخر نقطة حابب، هل تتم العروض كما تتم عندنا في القببة الفلكية بشكل مباشر مع الجمهور، بشكل تفاعلي، وإذا كان أحد طبعاً الموجودين قال ممكن يرد علي بهذا السؤال، لأنه إحنا علمتنا أنت من حضرتك يعني من لما بدأنا نشتغل معك، أنه لازم يكون في عرض تفاعلي مع الجمهور، وإحنا نقوم بثلاث أشياء ممثلين ومحاضرين، نقوم بأشياء كثيرة، فهل هذا يتم في قباب فلكية أخرى؟ ونرجو أن يكون لذلك، شكراً لكم نعم، من يرى؟ اسمح لي أعجيب على السؤال يوستر اتفضل في أقصر وقت إن شاء الله عشان نسمح للأخوة والأخي فأقصر أقصر 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 وقت يعني هو طبعاً التقنيات اللي جدت دلوقتي في البلانتيريامز إن إحنا ناخد أطفال يعني عارف دراع بتاع بلاي ستيشن اللي هو بطول النهار قاعدين به هذا الدراع بتاع بلاي ستيشن أصبح فيه أبليكيشن دلوقتي داخل البلانتيريام إنك إنت تجيب كوكب مثلاً في الأوبة السماوية وتعطيه هذا الدراع بتاع بلاي ستيشن وتقول له قرب منه ابعد عنه اعمل روتيشن حواليه اعمل لاندج على هذا الكوكب وبالتالي الطفل بيلعب داخل القوبة السماوية بدراع البلاي ستيشن ودي تقنيات موجودة عندنا في السيستم الجديد بتاع القوبة السماوية فممكن تحط طالبين مع بعض كل واحد ماسك دراع البلاي ستيشن ويلعبه وكأنها حرب في الفضاء مين يزبق مين لو أنت مثلاً نيزك بتحاول تنهرب منه أو كده ففيه تقنيات مرعبة في مجال تكنولوجيا القباب السماوية طبعاً دي حاجات مكلفة وغالية ولكن بأشير إن ممكن بعضها يتم حتى لو فيرشوال بأشياء بسيطة جداً وممكن هنعمل إن شاء الله سيشن مخصوص على بعض الأنشطة داخل القباب السماوية زي ما أشرت مع أخي وصديق الأستاذ مروان بحيث ندعم هذه الأفكار الجميلة في القباب الجديد وفي أطباب السماوية الفلكية لا تستهينوا يا جماعة يعني إذا أضفنا يعني دكتور عمر وأنا ستين سنة واحدين سنة خبرة مع بعض حبيب لا تستهينوا يا حبيب مع مجموعة كوبة إن شاء الله سيئل آلاف السنوات طيب الآن بالنسبة للفيرشوال شوز سيكون لنا فيها عمل كثير لأنه إحنا في القبة هنا أعتقد أن خبراء ممكن خبراء جداً في الفيرشوال شوز والوركشوب لعلنا نأقد لها خاصة هاي تدريب كيف نعملها عندنا خبرة الآن عالية جداً نقدمها بشكل كبير حتى العالم ما بعرفها إحنا طورناها عندنا ونود أن نطلعكم عليها في أحد اللقاءات إن شاء الله أنا وزبلائي في القبة كل شهر يا أستاذ مروان نعم نعمل لقاء جميع طيب الآن معي الأنس بس مدياب افتح المايك أنت الآن كو هوست ومداخلتك ثم نعيرات بعدي بس ما في غيركم وين عبدالله المطلب عبدالمطلب روينا عبدالمطلب روينا سيكون بعد نعيرات عشان أرفع إيدي بعدين رفعت إيدي على المستاشر أنت أوكي تفضلي تسلم تسلم يعني مهرجان هذا اللي صار اليوم مهرجان أنا تفاجئت تماماً توقعت أنه في عندي كنت سامعة بالغلط أنه 17 عرض بس ما شاء الله العروض أكثر بكتير في غناء في الوطن العربي الإمكانيات موجودة الطموح موجودة وكمان في شيء لافت التواجد النسائي في إدارة هذه القباب الفلكية يعني في فتاة ونساء يعني نسبة لا بأسة بها وهي شغلة كتير كتير جميلة ياريت ياريت بالتأكيد الحماس يعني النجاح يجر نجاحاً إن شاء الله برمضان يكون في عنا أمسة حلوة طبعاً تعدكم كل شهر أكيد في عدكم فعالية بس حلو يكون برمضان أمسية خلناً أقول معقولة لمدة ساعتين عشان الكل يقدر يشارك وما يتعب طبعاً من أقصى العروض من أقصى الشرط لأقصى الغرب كانت يعني جولة اليوم جميلة أحسيتها زي بليدرون طالعين بليدرون وعملتوا مسح للوطن العربي لكل قباب فلكية صغيرة وكبيرة وبالتأكيد اتعلمنا من بعض يعني كيف تقيمين اللقاء اليوم من اللقاء الأول ننتظر من حضراتكم أكيد يعني خريطة تفاعلية زي ما عاملين أهل الجزائر ظلما هل هاي هاي عندي صاروا تطر نصر جاهز عندي رائع رائع جداً يعني هذا شيء جميل جداً أنا بشكر الجميع بأسمائهم وبحضورهم واللي ما لحقنا نشوفه ونحييه واللي نتطر أنه ينسحب يعني ليلة مباركة فعلاً شكراً جزيلاً نحن نعمل خريطة تفاعلية يعني نحطها على النت بحيث أن تحط الماوس وتعرفين مين فيها ومن عنده كل تفاعلياً إن شاء الله ويا ريت يا ريت إحنا نحصل حداً من الفضائيات لأنه قدما كان محتاجين إحنا نتواصل إعلامياً على معجها يعني ذات حضور إعلامي كبير إن الناس رح يتفاجأوا ويندهشوا إنه معقول عندنا بالوطن العربي هيك في ناس بتفاجأوا إنه فيه عندنا بكذا في مدينته في جمعية فلكية فما بالكم إنه فيه عندنا قباب فلكية وفيه عندنا كل هالتقنيات فالناس رح يندهشوا كتير طبعاً هاي يعني شغلة كتير جميلة شكراً الأستاذ أيمن نعيرات أو دكتور أيمن نعيرات تفضل أو عليكم جميع ثم عبد المطالب ما بدي ما أريد أطيل عليكم ولكن حبت أني أتقدم بشكر جزيل لجميع الهيئة الإدارية في هذا اللقاء الذي أشرفت عليه شكراً جزيلاً لكم بصراحة أنا كمان يعني متفاجئ بهذا العدد الكبير في الوطن العربي اللي غيرهم قباب فلكية وهذا الشيء يسرني بصراحة لأنه إحنا كما كنا سابقاً كأمة عربية الأوائل في مجال علوم القضاء والفلك فيجب أن يكون كذلك وهي أظنها يعني لعلو عسى تكون وشكراً لكم كهيئة إدارية على هذه البادرة الطيبة ونتمنى كما ذكرت أخوة والإخوات السابقين أن نكون في لقاء شهري نتعلم ونستفيد من بعض ونتبادل مع بعض كل الأفكار وهذا شيء طيب بصراحة أود أن أتقدم أيضاً بشكر جزيل لشريكتي في المشروع اللي هي ست خلود طويلة هي يعني أيضاً ساهمت معي في هذا المشروع وشاركتني في كل كبيرة وصغيرة لها كل شك والإحترام حقيقةً يعني هي آمنت في الفكرة هل هي موجودة الآن؟ والله أنا تعرف كأمهات يعني الصعب يتواجدوا دائماً عندنا أمهات كثر هنا يعني تعرف حلناً بالأردن الآن يعني نتعرفش الظروف كيف طيب نكسبع إن شاء الله طلبت مني أقدم لكم كل الاحترام وشكر جزيل إن شاء الله يا عبد المرات القادمة ستكون موجودة معكم إن شاء الله إذن الله رب العالمي شكراً لك أيب كل الحب والإحترام بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله شكراً شكراً لك هذا ختام ختام نعم بس طي الباقي اللي روينا أو عبد المطلب ممكن راحت أو راح مش عارف واحد لو واحد طيب اختفى على كل حال خلينا نختم الآن يعني بعد ما هذا اليوم الطويل خمس ساعات الآن مرحباً خمس ساعات وأربعة داية فضل من معين عبد المطلب تفضل عبد المطلب في دقيقة يلا سلام الله عليكم وعليكم السلام صراحة لم أفرت اللحفات من منذ البداية تعرفنا عن نفسك أولاً أوجwe عرفنا عن نفسك من أين الصوت 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 مش واضح الصوت مش واضح عندي الصوت من الجزائر من الجزائر من الجزائر تفضل في الجزائر يلا قلت الشوق للاستماع إليكم جعلنا نعيش اليوم كامل ونحن نقضي في حاجياتنا على كل حال أنا الآن في العد الحلاق لهذا غطيت الكاميرا لكن نقول أنه فيه عمل ينتظرنا عمل كبير جدا إن شاء الله مستقبلا للتعريف أكثر حماسة العمل الجاد الذي قمتم بها أنتم مشكورين على كل حال أتمنى أكثر تقارب أن أعيدكم بملتقى وطني أو دولي هنا على مستوى عربي لما لا على مستوى العاصمة حتى نقترب أكثر من الأفكار التي قدمت خلال هذا اللقاء أو هذه الندوة العربية سعدت كثيرا بمعرفة الكثيرين ربما في عمل مستقبلي قوي جدا ينتظرنا تحية لكل الذين شاركوا كنت سعيد جدا بالاستمتاع والاستماع إليكم طيلة هذه الفترة شكرا لك ليتنا رأيناك وانت تتكلم يعني حجبت وجهك عننا يلا 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 هاي يلا أيوة لماذا يعني أنا عند حلاق لماذا تشبي وجهك عننا أنا طلعت وانا عند الحلاق أكثر من مرة كنت محاضرة وانا عند الحلاق ويحلق لي وانا من المحاضرة على فكرة هذا المنشهد فعلا أنا شفته مرتين مرة مع الأستاذ مروان ومرة مع الأستاذ عبد المطلب شكرا لك يا عزيزي على ذلك طب في الحلاق شكرا لك طبعا أنت ما شفتني شي أنا إذن شكرا لكم شكرا شكرا لكم لا أول مرة أول مرة لا أنا ما شفتني وانا بحلق أخير أخير مروان طيب بدنا صورة جماعية الآن اللي بحب يكون معنا صورة جماعية أخيرة ليفتحوا الكاميرات لمن يرغب يكون معنا جميل نكون مع بعض صورة جماعية أتمنى يكون نزيد العدد أتمنى يكونوا موجودين وين الأخ وسام الأخت مين كمان هوني صاحب مين مش عارف مين الدلاج موجودة يلا ناخد صورة حالوا توقفوا المسيجات عشان ما تخرب على الصورة المسيجات تخرب على الصورة شوي ثري تو ون آيوة هذه الصورة مباركة إن شاء الله للمجموعة ناخدها معنا شكرا لكم في ختام هذا اليوم هذا المساء الجميل يعني نحظة نعملكم نفتح مايك للجميع أول شي عشان وين اللي كيف هيد تحل مايك هون لازم انميوت اول يمكن اسك اول انميوت مفتوحة الان كل حرر آسك يا جميعا شكرا لكم شكرا لكم شكرا شكرا بارك شكرا اسمحولي بس اسمحولي اوصل اوصل شكرا بروفسر نعم اميد لكم جميعا اشكركم خرقا يخرج السابق الحمدل السابق أنا نبيكم من نبينا والجميل اللحظة شوي نبينا شرخاوي حاركة دليل الحنق لا يعطيك العافية أستاذ الشام يا رب العافية شكرا اسمحولي بس أقدم لحظة شوية جماعة سمحولي أكمل بس أقدم بالشكر لبروفيسور حميد نعيمي يعني يبلغني أن أشكركم على لقائكم اليوم طر أن يخرج فيزيائيا وإن كان يمكن أونلاين ما زال فهو يشكركم حقيقة وأنا أيضا أشكركم جزيلا باسم مجلس إدارة جمعية القباب الفلكية يعني أتقدم لكم جميعا ولكننا بخالص الشكر والترحيب في لقاءات أخرى إن شاء الله ندعمكم بدنا تكون معنا في لقاءات ثانية وهذا لن يكون الأخير هذه بكورة عملنا ونجحة أن أراها ناجحة إن شاء الله إن شاء الله في المرواع ولي طلب عن العراق العراق كانت موجودة على كلنا نعم نعم في ناس قالوا لما لم تأخذ عراق حق أكبر في الزمن لا هذا اللي أعطون إياه دكتور هل بخصنا حقكم دكتورة زينب لا لا ما قصرتوا ستا المرواع بالعكس لما لم نعطي العراق وقت أطول أو حقهم في ذلك لا لا بالعكس أما الزيادة على المزورة لا بالعكس نشكركم شكر جزيل ما قصرته والله ينطيكم العافية بالعكس حتى سعد شكري استنيته كثير وألقيت عنه صحيح صحيح واصريت أنه يبعط لي المواد كما عليكم زينبروان كما عليكم بخير أهلا شي تعارف اللي حصل بين الأخوة العرب جميعا وإن شاء الله ملتقيات أخرى يلا ترحيب باليد صورة ترحيب باليد مع صورة تحريك تحريك ما فاتح الصورة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله ورحمة الله السلامة يا أخي شكوا إن شاء الله بك بارك الله السلامة نجمعنا في ساعة أخرى إن شاء الله شكرا للجميع على غامة هذه الندوة الجميلة نتمنى النهر تكرر جزاكم الله خير محمد يحيب كناني السودان عضو مجمع فيغة الإسلام السوداني شكرا لكم كثير ونتمنى إن شاء الله دكتور معاوية شداد وعد أن يكون معلوم ما استطاع وقال إحنا ما عنا قبة ولكن نستعلي عمل قبة ودي يعني يشتغل عليها ولكنه يبدو ما استطاع فنتمنى أعرف أنه ما في عندكم قبة في هناك لكن قال إن شاء الله منكون عندنا قريبا وهذا سبب وجود الجمعية كمان مشاهد أوصل كمان الأمان الدكتور وهيب وهيب من البحرين عندهم قبتين متنقلتين لم يستطعون القدم ومعناه لكن وهم يسعون لإمتلاك قبة ثابتة ومبعثت لي يعني شاكراً وسعيداً جداً باللقاء وكان معنا في البداية وكانت عمل بداخله أنا فضلت إنه عمل بداخله بالنهاية لكنه يبدو إنه ما استطاع كنت حاب يكون يعني داخلك بي آي بي يعني بس ما استطاع فأنتم جميعاً شكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً وعليكم السلام وعليكم السلام السلام عليكم شكراً السلام عليكم السلام عليكم تحياتي للاستاذ والأخ أيمن بن عايشة بتونس أتمنى كنت أن أسمع صوته اليوم شكراً